موشي موشي يا حلوين رجعنا بحكاية جديدة وما تتخيلوا عنجد الجمال اللي فيها تحكي عن أمير ملعون بيتزوج بنت جميلة غفن عنها خلوكم مستعدين للأحداث اللي فيها وقبل ما نبدأ كلكم وقف المقطع شوي اكبتوا على زر اللايك والاشتراك لو مو مشتركين خبثوا هلأ اصلوا على رسولنا الكريم و لتس جو تبدأ استطنع كلام خلال حفلة للنبراء عن هالتد الرجل الملقب بالوحش واللي متزوج فاته جميلة جدا والكل بيقول عنها مسكينة على هيك زيجة وانها اكيد اتعس بنت بالعالم وبنلاقي واحد منهم استغل هالموضوع وراح ليحكي معها ويعرفها عن حاله وبيقولها انا الكون في فالين وان جاي على امل يغويها بما انها مرت الوحش هالتد وبيحكي لها ما لش بس انت حلوة كتير ما قدرت امنع حالي اجي واحكي معك فبتقرف بطرتنا منه وبتقوله يا ريتك ما جيت فبيشعر بالخيبة وبيرجع يجرب معها مرة ثانية طريقة مختلفة وبرضو بطنشو بيتفاجأ لانه كل عمره البنات مغرمين فيه وبيتسأل ليش ما نجح تكتيكو معها وبيحسها متوترة وقلقانة فبيسألها معقولة تكوني مهددة لا تعيش بقلعة الوحش هالتد بليز قرموشي لو بدك اي مساعدة فبتحرك راتها يمين وشمال وبتقوله يا الله سوري بس انت كتير بشع فبينصدمت فالين وبيقولها بس انت حتى ما طلعت بوجهي فبتحكي له سوري ما حبيت احكيلك شي جارح مثل هيك بس انت مصر تحط راتك بوجهي وما عفيني الا الاحظ انك بتشبه السمكة بينقهر فالين انو هالبنس كان مبين انها غبية وبريقة وطلعت هيك وبتكمل ليزا لسا كلامها وبتحكي له فوق كل هاد كأنك اعطيتني اشارة سرية كتير غبية ورموشي الواحد بيرموش 1500 مرة باليوم فانو كمان غبي فوق بشاعتها وبتتركه بعد ما تحمصه وبتركض لعندها السد وهذا هو المقنعة دوجها اللي واضح انها معجبة فيه ومبسوطة معو فهذا هو بيعتذر منها وبيقولها امشي نرجع للبيت وبيحكي لها احسن لك بالمرات الجاي لما تنعزمي تروحي لحالك انه واسم جدا وبينما هي عم تحمد الله على هيك زوج وجمال هو بيقولها اسف منك لانك كتير لاطفة معي ومنيحة فبتحكي له ولو انا ماتك فبيقولها بعرف لانك حدا منيح كتير لازم اطلقك بسرعة فبتنشال هي وبتقوله نعم فبيحكي لها لازم اخلصك مني بسرعة بس الوراق اللي كتبتهم ما بعرف شو صار لهم فبنعرف انها حرقتهم لما سافتهم وبتقوله لا تهتم لعيد امور تعرف انه الناس بيخافوا يجوا للشمال لانه كله شياطين لهيك عادي خد وقتك فبيخجل وبيعتذر منها انها رح تبقى لوقت اطول معه لغاية ما يتخلط برضه من الشياطين وبيقولها آسف انك عايشة على الارض اللي ماتوا اهلف فيها المهمة بتحكي لو خد وقتك ولا تستعجل وبيقولها عنجة انت افضل بنت بالعالم تخجعل ليزا من كلامه وبتقول بعائلها لازم اخوف المحامين منه وما اخليهم يقتربوا لاني مستحيل اطلق من هالزوج الوسيم هان وتعالوا نرجع شوي لماضي بطلتنا ليزا بالبداية هي والدت جديد بهالعالم بهات ما ماتت حرق بغرفتها قولها هلأ تحلم بهالشي المرعب هاد وبنعرف انها من عائلة غنية ولكن والدها ووالدتها ماتوا بحادث غامض بالشمال وخلاها عامها تشتغل كخادمة عنده ونعمل عام بصراحة وقال في كتير منهم ماتوا وان ولدوا من جديد بهذا العالم لكن لو حدا عارف انك بتتذكر حياتك السابقة بيتم حرقك ووصفك بانك ساحر المهم بتكون ليزا ماشية لتاخذ الاكل لعيلة عامها ولكن هافتسمعهم عم يحكوا عنها وعن الوردة وانها كبرت ويمكن تحصل على ميراتها وفوق كل هاد ما بدو ما هالشي يصير طبعا وقال في عقد عاملو العام بيلزمو انو يزوج واحدة من بناته لعيلة هالستد الوحش لهيك الام والبنات عم يبكوا ويصرخوا ويرفضوا لانو حضرة السيد هاد بدو وثيقة مهمة تظهر شوية امور اساسية للاملاك والوردة وقعت في منطقة الشياطين بس مرتو رابطة انها تتلم واحدة من بناتها لعيلة هالستد الوحش ونفس الشي البنات المهم بتظل هزا وقفة تسمع لغاية ما يوصلوا باية الخدم وبوقتها بتفوت معهم وبيتقفلوا العيلة وتيجي واحدة من البنات بحرق الرسالة اللي وصلت ولكن بيتضافعوا وتتوصل للرسالة لاندليجا بوقتها بتلاقي فيها عهد من المعبد ما بوت فيها للسيد أليسر جري يعني العم من اسرة هالستد والمعبد انه لازم يقدم حياة مقابل حياة ويبعد حدا بيحمل دمه لعيلة هالستد مثل العز اللي بينهم قابل عشر سنين ولو فيش البهسي راح يتم مصادرة كل ممتلكاته وينتج جنب المعبد مدى الحياة لهيك وهو بدو يقدم حدا بيحمل دمه لكن فجأة ينتبه لليزا اللي برضو بتحمل دمه لهيك ممكن يرسلها بدل تتفاجأ ليزا وبتقول راح تبعتني لها الستد فبيفرحوا البنات وبيحكوا صاح انتي روحي بدلنا لانو انتي اصلا ساحرة وغريبة وزفحتي بنامك وغريبة اطوار تنقه اندي تحكي لهم لا تكذبو وانا مو ساحرة فبيحكوا لها الشعر الاحمر معروف للسحرة ولو اخذنا كلام معبد راح يقدر يثبتوا انك ساحرة فبتحكي مرت العم حبيبتي تعرفي شو بيصير للسحرة صح بيتم حرقهم ولو المعبد استجوبك راح يعرف الحقيقة طبعا لازا بتسقط لانهم راح يقدر ويعرفوا انها بتذكر حياتها السابقة وعن جد يحرقوها وبتحكي لها مرت عمها لانو بحبك مستحيل اخلي هاش يصير بس لو حدا عرف يمكن تتورطي لهيك شو رأيك نتبرناكي لحتى تتزوجي هالتت وهيك بنحميكي بتشعر ليزا بالخوف وبتقولهم لا راح تبعدوني للمكان اللي ماتوا اهلي فيه وبتشعر ليزا انو الشيطان هو الموجود قدامها ومو هالتت عكل حال بيبعدوها للشمال وببداية الطريق تطلع لهم عاصفة رملية فيها عفاريت وشياطين فبيهرب يجمعوا الشياطين والعفاريت عليها وشال ليزا برعب كبير كتير والتركض لا تهرب منهم وهم وراها بدهم ياكلوها تتخبب كهف وبيفضوا لجوه وهي خايفة وساكتة فجأة بتشوف غاد قابل للاشتعال تتقل اذا صارت تتوهم اشياء مموجودة وبتقرر تمتكها وترميها عليهم فعلا ترميها وبتضرب براس احسان النار وبتكون رح تطير لولا انو الغبي بيمسكها وبيفكروا هيك انهم قضوا عليها فتهرب ليزا بطرعة لانهم رح يتفجروا بعض لحظات وبيموت اكتر من نصهم وبيحكولها رح نقتلك وبيكونوا مصابين وبيقولوا رح نستقيقي للشيطان الاكبر فجأة بيظار شخص وبتخاف وبتفكر انه هو الشيطان لكنه بينقض وبيقتل اللي وراها وبيظهروا مجموعة من المحاربين يقضوا على بقيتهم وبيحكوا انه قد ما اثروا بيظلوا يظهروا وبيتساءلوا اذا في ساحر اضع على نصهم بعد بيندبوا على ليزا وبيسألوها اذا ضايعا هون فبتحكي واحدة من المقاتلين الواضح انه مو ضايعا لانه هاتختم على التجري وبيعرفوا انها بنت جري وبيحكوا اذا تحافظ على العهد اللي بيننا وبوقت تنتبه ليزا على هالستيد وملابسه وقيلاته والتعرف انه هاد هو زوجها المستقبلي بياخدوها بعدها للقلعب وهي تقريبا مصدومة من كل شي وحاسة انه كل شي كانوا خايفين منه اخواتها كان معهم حق فيه والكل بيكون محتار بحالتها فبتحكي معها واحدة اسمها كثرو وبيتقولها يا انسة فبتموت لزا من الخوف فبيبهضلوها وبيحكو ما كان لازم تحكي معها وبيقرروا يعارقوها عن حالهم شوي شوي اليكسا هي موضية الخدم وباسيان مربيت الاصوال وكسروا الطباخة وهي حاسة انهم فرسان مرعوين واقوية وخايفة منهم وبتحكي لهم واحدة منهم اكيد انت سعبانة فعالي لغرفتك لترتاحي وبتحتار هل رح يطعموها اكل ولا هي رح تكون الوجوة وقال فيه اشعة تحكي انه ورا كل باب مقفل باحكام بقصر هالستد فيه جثة بنات مأتولات تتقل ليز عن واحدة منها الابواب فبتقولها المربية لا تقلي رح تارفي عن قريب فبتموت من الخوف وتتتسأل لو كان الافضل تطبب التعاون مع الشياطين بل كي عاشت على الاقل وبالليل ما بتقدر تنام من الخوف انه رح يزي حدا وبتقول خصوصا هالستد لايك بتفتح باب غرفتها لتهرب ولكن القلعة كبيرة كبيرة وهي ما بتعرف بها اي شي بتشوف ناس فبتتخبع وبتلاقي هالستد جمع وبيسألها لأوين رايحة فبتتجمد وما بتعرف شو تجاود فبيقولها الحقيقة بتتردد ولكنها بتتبعها وبياخذها لمكان سري بعدها بيحكي لها اذا نزلت من هون رح تلاقي الصابل في احصنة اطلبي من واحد من الفلسان الموجودين ياخذك للجنوب ورح يقبلوا لأنهم اشخاص مناح فبتقوله نعم فبيقولها مو كنتي عم بتحاولي تهربي اذا يلا روحي بسرعة وخليني اكمل قراءة الكتاب وبيسألها ليش ما عم تتحركي فبتقوله ما توقعت عرضك بس كمان ما في مكان اروح له فبيسألها يعني رح تبقي مع كل الشائعات اللي سمعتيها عن هالمكان تحتار ليزا شو تعمل لو رجعت رح تكون مفلسة وكما رح يبعتها للمعبد وتنحرق ولو بقيت هون يمكن تنقتل من الشياطين فبتقوله رح اضل هون بس خليني اثير واحدة من الكهنة فبيقولها للأسف هل لا اهشي مستحيل فبتحكي له لانك بداك تاكلني وانا عايشة صح فبينطدم وبيقولها ليش رح اعمليك شي فبتحكي له لانو الطعامي لذيذ فبيتوتروا بيقولها واضح فيه سوق تفاهم بيننا بتبلش تبكي وتقول له بليز لا تقتلني ولا تاكلني ولا تحرقني وهو مو عارب شو يعمل بيصرخ فيها وبيقولها قصدي مو هلأ لانك لسه طفلة فبتهدى لذيذة شوي وبيقعدها شوي لا تهدى وبيعطيها شي مشروب وبيحكي لها بما انو انا وانتي لسه مو بالغين رح يكون فيه بس حفل خطوبة فبتتفاجأ لانو مبين عليه كبير وبتسأله كم عمرك فبيقولها الخمسطاش تستغرب انو الفرق بينهم بس تلت سنين معنو ضخم وطويل وبتحكي له طيب والغرفة اللي مسكرة بتقوم تعبوها بنات مقتولات ليش فبيقولها نعم اي غرفة وبيعقدها عليها وبيفتح لها اياها وبيقولها هاي غرفتك وبتكون حلوة كثير ومجهزة بيخبرها انهم ما كانوا بيعرفوا وقت وصولها لهيك تأخروا شوي بتجهيزها وبيقولها اسف اكيد هيك غرفة مو مناسبة لأميرة مثلك معارف انها كانت عايشة عايشة الخدم عن دعمها فبتقوله بالعك الغرفة حلوة كثير وبتسأله عن العجايز الثلاثة اللي مفكرتهم من الشياطين فبيقولها طوحهم مئاتين بسهم ناس جيدين ولا تخافي منهم لكن الاشاعات اللي عني صحيحة انا بشع كثير ومطير للاشمئزاز فبتشعر بالحزن وبيقولها انا ما بليق فيكي كابنت لالكونتسة فبتحكي له عفكرة انا كمان مو بنتهم انا بنتهم بنتهم بالتبني بعد موت عائلتي اتبنوني وبعتوني لهون فبينتضم وبيعرف انهم بعثوها بالغصب وبيحكي لها انا بكل الاحوال كنت مفكر لو ارسلوا بنتهم اطلقها بعد انتهاء التعاهد لا ترجع لعائلتها بس هلأ بعد ما عرفت شو عملوا فيكي فهم ما بيستحقوا اي ربوكي ورح اخليكي هون الا لو بديك ترجعي لهم فبتتشكروا وبيكتب لها رسالة التعاهد بانه ممنوع حدا يتعرض لها وانها محمية وبيخدم لها اياها كمان وبيرجعها لغرفتها وبينيمها يعني بيكون كتير كيوت لدرجة هي بتخجل وبتنادي باسمه الاول اردن وبتسأله اذا عادي تنادي هيك فبيقولها اكيد وبيغادر بينما هي تشعر انه اردن طلع شخص لطيف ومو سيء وبتتسأل كيف شكله بدون القناع وبنلاقي بعدها راح وتطلع على شكله بأرف بس حسب الانتعاش انها نادطوا باسمه لانه من زمان ما حدا حكاله اياه والصباح اليوم التالي بتسيق نظار لانها ما حلمت كوادي في هالمرة وبتلاقي تصرح على السجرة فبتمثلة كيفا لكن لانها قصيرة ما بيقدر فبيظهر هدفت وبيلقص لها وبيقطعها على سطل الارنب وبيعطيها اياهم وبيخصي في الفرعة تخزل من تصرفاتك وبتقول عندك هو بل شخص جيد ولما تعد على الاكل يتفاج ادروازك وتحكي لا كثره حلو كتير تكوني طباصة وقرطانة وتسألهم اذا رح تقدر تشوف الاسباح بعد ما تأكل اما الخدمات فبيكونوا ميتين منضحك عليها وعلى كلامها ودوقعاتها لهالمكان وتسألهم اذا فيها تحكي معها الفيدي فبيحكولها انه رحل اليوم لا يقضي على السياتين لانها مهمته ولانه رفض اوي فبتسار بالخوف عليه وتسألهم اذا رح يرجع ويكون الشيط فبيحكولها لا تقلي اشيد رح يرجع بالسلامة فبتحكي لهم وانا سمان بدي اتاعد صح ما بقدر اقتل الشياطين لكن سو بقدر اعمل فبتحكي لها الاشترا فيها تعمل في تقليدي عندهم وهو انها تعمل مظاهرات مصنوعة يدويا وتحطها على شرك هاوسفيد هيك بيوتر الجرسان انهم صاروا اقوى وزيت الزو لا يرجعوا للبيت وبتقول انه اهل الشمال ما بيخافهم بالموت لانه وصولوا الاحوال ارواحهم تتزول بالمكان برا فاللي بيحسسهم بالامان هو افعاد المزورات فبتحكي جا وبتقولهم انها رح تصنع منها للجميع ردي قولي لها بعد ما خلصوا الاكل بيجي تلاقي خادمة اسمها جان ورح تصنع وفعلا بعد ما خلصوا جيجا الاكل بتلاقي خادمات مجرمين وعم يستغلوا المزورات والعقدة والتطلب منهم من ضم لهم بيحسوا انها كثير وتستغرب لها منها الصعير اللي حلم في كل حياتها انها تكون مقبولة ولكن بتكون خادمة هالسي ما يتمر او انها ما بتحق هالسي عادة لها اللي مع فجأة اندار والناج التحقي انه الوحوش هاجمتهم الكل بيصير بحالة احب واستعداد وخوف لانه هالسي مهون وبيطلبوا من لي تحتني بينما بيشوفوا الثلاث سيدات مين اللي هاجمهم وبيحكوا انهم نفس اللي هاجموهم قبل ثلث شهور وهم منما العملاق شيطاني بيحاولوا يبنوا شي خلعة اللي تلحيهم بالطين ولكن الوحيد اللي بيقدر يوقف ضدهم هو هالسي وما بيعرفوا لو يقدر يرجع بصراء او لا وبينما بيجهزوا الجدات حالهم للقتال تطلب ليزا تشارك معهم وبتحكي لهم انه بيجمع الجميع وتحمل الانتعة كمان للهرب فتقبل المربية بهالشي وبينما الكل عم ينقل الاغراض ويجهز الاسلحة ترجع تطلع بوجهها حلب قابلة للاشتعال وما حد عارف كيف رح يقدروا يتخلطوا من النملات العملاقة طبعا بتخطر لا ليس فكرة لكن بتخاف حدا يعرف انها بتتذكر حياتها السابقة ويحرقها ويعتبروها ساحرة ولكن كرمال هاليومين اللطيفين اللي عاشتهم مع هالسد وانها سيدة المنزل اللي لازم تحميه من الداخل بتقرر تجاذب وبتخبرهم انه الانفجار اللي صار مع العفريد هديك المرة كان بسببها وبسبب هالمبيد وبتطلب منهم يجهزوا ويرموا يستغربوا وبيسألوها وكيف رح ينفجر فبتقولهم انه عندها خطة وبما انه النمل عم يحفر رح يرموا بالمنتصف لحتى يقتلوهم وبتطلب منهم كمان يجهزوا رماء لحتى يقدروا يشعلوهم بعد ما يرموهم فبيطلعوا برضو الخدمات اللي هم هاد الدور الكل بها القلعة متدرب على وظيفته وكمان على القتال ولهيك تنبهر ليزا فيهم وبيستنوا ليبلشوا الخطة وبتطلع ليزا معهم للسطوح لا ترشدهم وتدلهم على أماكن الرمي المقدرحة وفعلا بيبلش رمي المبيدات مع البارود لحتى يحدث انفجار وحريق أكبر يتفاجأوا كلهم لما تنجح الخطة وتبلش الصفوف تنهار والخنادق تطمر النبل نفسه وتحرقه وبتنتبه ليزا على أنه الملك عم تغرب فبيوجهوا كلهم أسهمهم لقلها ليحرقوها وبيبيضوهم جميعا والكل بيحتفل باك إنجاز لأنهم كانوا رحليه لكو باك حالة وبتيجي كبير في الخدم وبثير فعليزا وبتقولها أنت بطلتنا ومنقذتنا والكل بيحتفلها وبيحييها وبتشعر ليزا برغبة بالبكاء من السعادة بعدها بيوصل هالستيد مع جيشه وهم مصدومين بالمسجرة اللي صارت برا بيفوت هالستيد بخوف وبينادي على الجتات وبيسألهم شو اللي صار ولما يخبرو إنهم قضوا على كل وحوش بدون أي إصابات ما بيقدر يصدق من الصدمة وبيخبرو إنه كل الفضل لليزا ينصدم إنه حتى هو كان مستحيل يقضي عليهم بهالشكل وبيتسأل إذا ليزا بتمثلك أي قدرات خفية وبيقول بعقله شكله لوحوش مقدر لهم يكونوا سوا وبيشعر إنها رائعة وديرتا وبيقولها عائلت وانا مدينين لقلك في حياتنا شو بقران إنك أنت فالتحميلة لأنهم مهمين لقلك وأنا كمان ما ردي إياهم ينعرف بعدا بيعودها الخارج مع الخارج وبيتخل هالليزا شاهرة فبيقول اللي عن تحميل عن البنت الجغيرة اللي إجاد وهني عن تضيق لغانا فدي قول صعب ولاني ما منطق بس أنا كمان شاك فيها بغرابة ما بعرف من وين عرفت كل هالأشياء فبيقولها كلامك صحيح وبتقول حتى لو كانت ساحرة مو مهم المهم إنها منيحة معنا وبتطلب منه يروح يرتاح بمعنى بكرة حفلة الخطوبة بيجهزوا ليزا وبيضبطوها وهي متوترة لأنه حكولها إنه مجرد حفلة صغيرة بينما هي شيطة بالحقيقة حفلة كتير ضخم وفي كتير أكل وبمعنى جوعانة وما أكلت شي بتقرر تجرب تأكل لكن كسر بتقولها إنه مو طيب تأكله هلأ ولازم تستنى وبتقدم لها تفاحة بالمقابل تتسأل ليزا هل رح يظهر هل مرة هالستد بدون قناع أخيرا لكن على الفاضي بيحضر القناع وبيمتج إينا وبيقولها معلش تحملي وقصبري ليخلص الاحتفال وبتقول ليزا إنه هالستد لطيف كتير فلاش هو آسي على نفسه بيخطبوهم لبعض حسب العقد اللي صار بين عائلة جري وعائلة هالستد وبيرشوا بعدها الأنقب العالم الملونة كمباركة لقلهم ليديم زواجهم وهيك بيجعل الطعام ليتير لريز وبتفرح بأشكال الاحتفالات وبيحكي لها أردن هيك رسميا جرتي من عائلة هالستد وأهلا فيك بالشمال المهم بعدها بيقولها هالستد لازم ترافقيني لا تحت لحجرة سرية وبتشعر بخافي كبير بس بتقرر توضق فيه وبتنزل معه وبتتساءل إذا هلأ عن جد رح يضحوا فيها أو إذا هي طلعت الوريم الأساسية أصلا بتبلش تترخ وتقول له كنت عاربة إنك رح تقتلني وإنه أنا كنت الوجبة طول الوقت كان على الأقل طعمتوني قبل ما أموت وهالستد محتار معارف كيف فهمها بالنهاية بيقولها بليز اسمعيني شوي هات بس بخصوص عقد الدم اللي يصار بين عيالنا لا ينتهي ما بينتهي غير بالدم لك لازم نقدم كل واحد فينا كم أطر الدم فبتهدى بوقتها وبيجرحها وبيخليها تبصم وهو كمان نفس الشي لكن تتفاشق ليز لما تشوف إيده وتلاقيها إيد بشرية طبيعية وحلوة أمومتا ما تخيلت إطلاقا وبيحكي لها بهيك بإشي واحد تشوفي بالنهاية كان زعيلتنا الأصلي وبيورجيها تمثيل لعائلته ولملائكة وشياطين وأخيرا كتاب محبوظ من شخص حكيم يدر يهزم الشياطين وبيقولها إنه بعد ما ماته أهله قرر يستدعي الشياطين وظل يحاول لغايد ما ظهر هالشخص الشجاع الحكيم اللي خلاهم عبيد عنده بعد ما هزمهم فبتسأله طيب إذن ليش في كتير شياطين لسه فبيقولها لأنه فجأة اختفى بشي يوم وكأنه ما كان موجود أبدا تبخر من على وجه الأرض وترك هالكتاب اللي فيه طريقة لنهزمهم فبتسأله طيب وليش ما استخدمتوا الكتاب فبيقولها للأسف أولا الكتاب اضرر وتانيا فيه كلمة سر للكتاب وما حدا قادر يعرفها أو يقرأها لك بدي منك طلب اتجار بي تقرأيها فبيقوله وأنا شو رح يعرفني فبيحكي لها بحس عندك معرفة كبيرة وممكن تساعدينها بتحاول تبرق حالها لكن هالستاد بيصر عليها فبتحاول تقرأها ولكن واضح أنه اللغة مكورية ولكن فجأة بتلاقي حالها ادرت تقرأ الكلمة بس رأي ليزا كان غلط لأنهم بلى فعلا لكتاب مكتوب باللغة الكورية تنصدم من هالشيء وبتقوله فعلا مكتوب عن الشياطين فبيفرح هالستاد وبيقولها عن جد يعني فيكي تقرأي ممكن تقرأي ليها بسرعة وبيتحمس بينما هي خايفة انه هالشيء يرجع بمصيبة على راسها بس مع هيك ما بتقدر ترفض طلب هالستاد المتحمس وبتبلش تقرأ فيه عن الشياطين وصفاتهم والأماكن الموجودين فيها وفجأة تنصدم ليزا تماما لأنها بتفهم انه الرجل الحكيم هاد طلع كمان متذكر حياته السابقة لهيك قدر يقتل الشياطين بسهولة لأنه بيعرف اشياء من عالم مختلف وبتخبر هالستاد بهالشيء فبيستغرب وبيسألها كيف يعني وشو هالكلام ومن اي عالم ايجا نلجحهم فبتقوله تقريبا وبيكون الكتاب متضرر كتير فما بتقدر يتكمل بالقراءة لكن بتحاول يتركب بعض الكلمات وبتقول انه الرجل الحكيم هاد عاش بعالم كانوا البشر فيه اسوأ من الشياطين نفسهم لهيك هو يقدر ينتصر على الشياطين بسهولة ويهزمهم بناء على استراتيجيات استخدمها من عالمه وانها اهم من اي شي تاني بيفرح هالستاد بانه مرته رائعة متل هيك وبيفكر انها بتنتلك هالقدرة رائعة بالقراءة لانها من العاصمة ومن اثرياء الجنوب لكن بتقوله ليزا انه ابدا مو هيك الموضوع بس هالستاد بيضل مصر انه مرته مثل الحكيم وقسطورية فبتصرخ ليزا فيه وبتقوله اسمعني منيح انا مو مثل هداك الرجل انا بنت تتذكر حياتها السابقة فبيقولها نعم فبتحكي له بتذكر حياتي الماضية فبيسألها هل خبرتي اي شخص ثاني بهالشي فبتحكي له لا فبيقول ممتاز رح احمل هالسر معي حتى الممات تتفاجأ ليزا وبتسأله يعني ما رح تسلمني للمعباد فبيقولها اكيد لا انتي مرتي ورح احميكي لانك سرتي عيلتي ومستحيل اقذيكي تغجال ليزا وبتتشكره وبيقولها بما انه حكيتي سرك رح اخبرك بسري كمان وبيورجيها كرة سحرية بيقولها انه لقيها من النمل العملاق اللي اتلته وهي قطعة تتحكم بالذاكرة والذكريات وبيقدر يستخدمها على البشر والشياطين وبيخبرها انه منطقة هالستاد تمتلك قطعة اثرية سحرية مهمة مثلها فبتسأله ليزا وين موجودين فبيقولها جواتي سري هو انه قلبي عبارة عن قطعة اثرية سحرية قوية جدا تنصدم ليزا وبتعرف انه هاد مصدر اوتو وبتحس انه هالمسكين حامل عبئ كبير لحاله وبتعرف انه لها السبب هاجموا النمل القلعة وهو بعيد لانه هيك بتكون القلعة ضعيفة فبيقولها تماما وانه اسلافهم كانوا ما بيقدروا يدمجوا اجسادهم مع القطعة لكن بعد متعلته وعد حاله انه يقضي على كل الشياطين بس عاش فترة صعبة حاول يتمالك نفسه فيها انه اهله ماته وبيحكي لها كنت سخيف انه فكرت اني بقدر اعمل هيك شي بس هلأ مع قدراتك اخيرا راح اكون قادر واكون قهر للشياطين وكمان بوعدك تاكلي وتعيشي حياة منيحة فبتحكي لو شو دخل هاد بهاد فبيقولها لانك مسكينة اتزوجتي وحش مثلي وكمان بعد ما قبله راح اطلقك تنجلت منه دوبهم لسه انخطبوا وبتسأله طيب ليش بتك تنقذ العالم فبيحكي لها لانه في كتير بشر منع ويلازم حدا يحميهم وبيروحوا ضحايا للشياطين لحك بدي اسافر واجب لك كل كتب الرجل الحكيم واجمعهم من كل مكان بالعالم فبتسأله وكم راح تاخد وقت فبيحكي لها على الاغلب مدة طويلة تشعر ليزا بالحزن وبتقول انها راح تنترك كمان مرة مثل دائما بيتم التخلي عنها وبتقول انها مقادرة توصله للأسف لكنها بتشعر انه في صلة بينها وبين هارستيد لحك بتقوله حسنك روح تابع حلمك وانا راح اكون هون لأساعدك المهم بيخلصوا هاللقاء السري ليرجعوا للحفلة بس بيلقوا الكل بلش اكل بدونهم وبتقول ليزا اخيرا راح اكل لكن بتظهر لها المربية وبتمسك الاثنين وبتقولهم الاطفال على النوم وما بتخليهم ياكلوا وبتقلهم لغرفتهم بينما البقية بيحتفلوا بحفلتهم طيعت ليزا تفكر باللي صار اليوم وبتحكي انه قلبها بيوجعها لانه هالستيد عن جد انسان لطيف وودود وبتها تساعده وبتتذكر جمال ايده اللي شافتها وبتبلش تفكر هل عن جد وجهه بشع؟ معقول بس ايده هي الشي الحلو فيه وبصباح اليوم التالي تبكي من الاكل اللذيذ اللي قدمولها اياه وتسمع المربية والجدات عم يحكوا مع هالستيد ويحكوله انه عن جد رح تسافر وتتركنا وكم رح تستغرق من الوقت وغيره فبتيجي تسمعي الكلام وبيخافوا انه شو رح يصير بالقلعة بالوقت اللي رح يغادر فيه يعني نشحط معهم مرة يقتلوا النمل بس الشي ما بيعني انه دائما رح يكونوا بامان فبيحكي لهم رح استخدم دموع تياراء السحرية لا اخفاء كل شي القلعة وكل البشر والشياطين اللي بيعرفونا برها بينصدموا من خططه اللي رح تكون صعبة وبيحكوله ما بنقدر نمنعك فبيقولهم لا تخافوا رح انجح ونبطل نعاني من الشياطين كل الوقت فبيبكوا قال انه ابنهم اللاطيف كبر وصار فهمان مع انه اهبل ولاطيف وخيوت وبوقتها بينتبه هالستيد على وجود ليزا ورقدت اول ما شافته فبيحكوله الخدمات انت بورطة اكيد هي معصبة منك ما حدا رح يحب خطيبه اللي بيتركه باول يوم فبيخافوا بيقول اسف ما كان قصدي ازعج مردي فبتحكوله المربية لا تقلق عم يمزحوا معك لكن هي متأثرة انك رح تغادر ولا تخاف رح اعتني فيها منيح بينما بتكون ليزا مبارح حست بقلم كبير بقلبها عليه لانه الطفل صغير محمل حاله مسئولية كل هالمنطقة والعالم كمان وبتقول انه مو عدل هالشي وبتروح تجيب له التعليقة اللي عملت له اياها وخلص حرفيا بيحين وقت سفره وبيحكوله الجداد عن جد لو غيرت رأيك ارجع لنا باي وقت ليز ما بيهمنا اي شي غير انك تكون بامان ومو مهم تجيب لنا الكتب بوقتها بينتبهوا انه ليزا واقفة وعم تطلع عليهم من بعيد تقترب لعند هالشتاد وبيقولها اسف انه رح اغادر فجأة وبيليز اهتمي بالجميع وحافظي على سلامتهم وكمان طبعا فيك تغادري لو بدك فبتحكي له بوعدك انه رح استناك وبتسلموا التعليقة اللي عملت له اياها وبيوضعوا كل الناس المهم بعدها بيستعدوا الجداد ليبلشوا بخطة الاخفاء بينما ليزا بتحس بالحزن وبتقول ما بعرف اذا رح نرجع نلتقي مرة تانية بس ما رح انضم اني استنيتك وبتطلع بسرعة لفوق لتشوفه من القلعة وبتحس انه نفسها تنادي عليه لاخر مرة باسمه قبل ما يغادر لكن بيدفع على سحر الاخفاء وبيليف هالستاد وما بيلاقي شي بيمن القلعة والمحزن انه اللي برا القلعة بينسوا امر اللي جوا تقريبا لهالدرجة السحر هاد فعال المهم بتمر سبع سنين وبنشوف كسار بعربة رايحة لقلعة تانية بيوقفوها بعض الشياطين وبيفتشوا العربة وبوقتها بنشوف جميلتنا ليزا كبرت وصارت فتاة حلوة كتير وبتخبرهم انهم جايين من قلعة هالستاد بس الغريب انه هدول الشياطين المقنعين بعد ما دخلت العربة لجوا نسيوا شو حكولهم ومن اي قلعة ايجتها العربة وحتى كتبوا اسم قلعة تاني لها الدرجة تأثير هالسحر فعال عن قلعة هالستاد كسارو وليزا ايجوا لقريت الشياطين لحتى يتسوقوا ويتبطعوا اغراض للقلعة والطعام ومع مرور سبع سنين لها اللا ما سمعوا ولا اي خبر عن اردن ولا اي معلومة وما ظهر لها اللحظة بتكون ليزا خايفة عليه وحاسة انه كل شي توقف من وقت سفره بس هي والثلاث جدات عم يتصرفوا كل مرة كأنه رجعت اردن قربط وكأنه رح يكون موجود باي لحظة ولما تكون ليزا عم تتفرج على السوق تسمع واحد عم بيبيع اغراض على اساس نادرة بتروح لتشوفهم لتلاقي قطعة من الطاقة موجودة بينهم بتستغرب ليش عم تطلع لها اشياء من حياتها القديمة فجأة تلمسها فبيجبرها البيع تشتريها المهم بتاكلها وبتقول انه الطعمها مثل ما هو وبتتسأل من وين هالاشياء عم تيجي حسب ما سمعت في ناس بيطلقوا عليه اسم الباب وفي ناس بيطلقوا عليه اسم المستودع ومنه بيجيبوا الاغراض من عالم لعالم تاني بس ما حدا بيعرف مكانه الحقيقي ابدا عاكل حاله هي سرحانة بتسمع واحد من الشياطين عم يحكي عن قلعة هالستيد بيتخاف وبتمسكها كسره وبتقولها خليه نغادر بصمت بسرعة المفروض ما حدا بيتذكر القلعة اطلاقا بس شكله السحر بلش يخف وما حدا غيره متذكر هالموضوع ولكنه بيحاول يخلي بقيت الشياطين تتذكر وبيقولهم انه بوقتها قبل اكتر من سبع سنين كان فيه اشاعات عن انه فيه عروس صغيرة حمرة عندها قوة كبيرة ادرت تقتل عدد من العفاريت والشياطين بضربة واحدة وشكلها هي الشيطان للأكبار فبيسألوا الشياطين انت ليش كتير مهتم بالقلعة فبيحكي لي انه هالستيد عم بيخططوا لشي وهو بده ينتقل منه لهيك غادر وتدرب سبع سنين متواصلة ولما رجع ما لقي حدا بيعرف عنهم او بوجودهم ولكنه بده يرد ضرب اللي اكله لهالستيد وفجأة بينتبه على كثره معنها بتسحب ليزا بهدوء لتغادر لكنه بيحس انه بيعرفها وبيطلع لا يلحقها بيغادروا بسرعة وحذر وبتسأل ليزا كيف هاد متذكرنا وكيف عم يتدربوا لا يقضوا علينا لانه حكى انه رح يجهز جيش ويهاجم القلعة صحيح السحر لسه شغال فممكن ما يلاقيها بس برضه ما بيعرفوا شو اللي ممكن يصير بدون وجود هالستيد فبتسألها كثره بتفكري نروح لأبر العنكبوت فبتقول ليزا بس اللي قرأته عن هذاك المكان انه مرعب جدا وخطير وحتى اقوى لجيوش ممكن ما تقدر تتخطى بس كمان الانتظار مو حال طالما السحر بلش يضعف بتحس ليزا بالرعب وما بتعرف شو تتصرف بتحاول تستجمع قوتها وهدوءها وتتذكر انها قرأت كتير من الكتب وصار عندها معلومات كتير وبما انه كراكس الشيطان ما بيعرف انه هالستيد مو موجود بالقلعة يمكن يكون عندهم فرصة تحكي ليزا لكسارو سمعت عن شخص ليعرف يستخدم المانا واسمه ستون المهم بيرجعوا ليزا وكسارو وبيتجمعوا مع الجتات وبيخبروهم باللي صار وبيحتاروا شو العمل ما عندهم لا الاسلحة الكافية ولا الجنود لا الدفاع ولو صارت حرب فعلا لكن ليزا بتخبرهم انه عندها خطة شريرة وبتسألهم اذا رح يقبلوا فيها طبعا ما بيخبرون اياها ولكن كبيرة الخدم اليكسا بتقولها عن جد انها خطة شريرة جدا كيف قدرتي تفكري فيها فبتحكي ليزا بحقلها اللي بيعيش بعالمنا الحديد اكيد رح يكون عنده افكار شريرة المهم بس هالخطة يمكن تسبب المواجهة بالنهاية لهيك تطلب ليزا يتوزع على كل بيت طعام واسلحة شو ما كانت لحتى يقدروا يدافعوا لو صار اشتباك ولكن المربية بتقول انه الموضوع خطير وبالنهاية يمكن يواجه مئات الجنود المدربين بس ليزا بتحكي احسن من ما نستنى هجمه مباغته خلينا نتمنى يكونوا اغبياء ويوقعوا بالفخ لانه مسئوليتي هي حمايتها القرعة فبيوموا اقولها انه احنا معك فبتقول اذا رح اغادر لابلش التجهيزات وبوقتها بيحكوا الجدد في شين سيناء خلال السبع سنين اللي مضت المهمة بتوصل ليزا غرفتها وهي عم ترجف من خطتها المتهورة اللي حطتها ورعبها من اللي رح تعمله وخافها من الفشل وبتقول يمكن اموت كمان مرة قبل ما اطبق التسعة عشر بس مو مهم لانه بدي احمي افراد قلعة هلسرد المهم باليوم التالي بتطلع ليزا والجدد وكم رجل لاشي غابة متوقعين انه يكونوا شياطين فيها او قريبين منها بس المفاجأة بتكون لما يظهروا شياطين عملاقة جنبهم بيشبهوا كوراكس ولكن اكبر بكتير وهي تساءلوا شو بتعملوا انتو كبشر بالغابة البشر ما بيجوهون ابدا اذا اكيد انتو جايين تعملوا شي خطير وبيتحاصروا من قبلهم ولما بيشوفوا معهم اسلحة بيقوموا تغريب يهاجموهم وبيضربوا الجنود اللي معها ترفع لي سائدها وبتقولوا توقفوا فبيحكوا لها وليش رح نتوقف يعني بلا مؤاخذة فبتحكي لهم عن جد انكم اليلين الادب والاحترام هيك بتستقبلوا اللي قامت باحتلال قلعة هلسرد وبيبلشوا الجدة تيحكوا كلنا ولا للشيطان الاحمر العظيم فبيتفاجأوا الشياطين الباقي لانه كوراكس خبرهم عن اشاعة الشيطان الاحمر الفتاة لهيك فهم تقريبا بيصدقوا هالشي وبيحكوا لها ممكن تستني هون شوي رح نتحقق من الموضوع ولكن ليسا بسرعة تعطي اشارة لكسره لتورجيهم 100 قطعة ذهبية طبعا الشياطين طماعيني كتير بالمال خصوصا هاد النوع منهم وبتقولهم ليزا انها ما بتحتاج المال هاد لهيك تعرض عليهم يتراهنوا على نتيجة الفوز بين الطرفين واللي بيحزر النتيجة رح يفوز وبتبكي على كل المال اللي رح تصرفه بس المهم بتقولهم بالنهاية بدي منكم 100 يقاتلوا 5 من البشر ولو بفوزتوا رح تاخدوا المال وبتلف تتأسف للخمس جنود المساكين اللي معها المهم بيبلشوا الشياطين هدول يهاجموا البشر والبشر دغري يتظاهروا بالإصابة والموت لدرجة بتشكي ليزا انهم ممثلين بالفترة وبتحكي ليزا للشياطين باقي شخص واحد بس لو قتلتوا رح تحصلوا على الميت قطعة ذهبية لكن بوقتها يتخنقوا الشياطين بين بعض لأنهم بيستعبوا انه عددهم 100 وطالما هيك فكل واحد رح ياخد بس اطعادها بيا وحدة واكيد كلهم طمعانين بالميت قطعة سوا فبيقرر واحد منهم يبلش يقتل رفقاته لحتى يحصل على الميت قطعة بينما البشر بيهربوا لورا شوي وفعلا بتبلش معركة بين الشياطين المرعبين وبيبلش وقتل بعض وبيخلص شيطان على الباقي بعد ما كلهم يتخنقوا وبيكون تأذى بشدة وبيحكي اخيرا الميت قطعة رح تكون لقلي بس بيلاقي سهم ليزا بوجهه وفعلا تضربه ليزا بالسهم وبيتفتت قدامها وبتشعر برهبة وخوف وبتبلش تكي وتقولهم انه الموضوع كان مرعب فبيضموها لجدات وبيسألوها وانت تعلمتي تستخدم القوز بالشكل فبيتخبرهم انها ضغطت على جان الخادمة لتعلمها لانها كانت حابة يكون لها فائدة فبيتفاجأوا من تفانيها عاكل حال بيجي واحد من الجنود وبيقولهم لقيت وسيلة التواصل اللي كانت بينهم وبين كوراكس وبتاخد ليزا الورق لتقرأ المكتوب وبنعرف انهم كانوا عم يبحثوا عن القلعة بس لهلأ ما لقيوها وانهم شافوا ضباب وعربي طلعت منها وشي بدأ كأنه قلعة بس بعدها رجعت ضباب مرة تانية واختفت القلعة وقال شكله الشيطان الاكبر يدخل فبتشعر ليزا بالخوف لانه فعلا كوراكس وشيلتو عم بيراقبوا القلعة وممكن بأي لحظة لو اختفى تأثير سحر المعترى يهاجموهم لك بتحكي للجدات لازم نرجع للقلعة ويمكن نضطر نهاجم صحيح انهم انه وحدة كاملة بس للسبائي كوراكس وفرقته بيرجعوا للقلعة وبيبلشوا يجهزوا للقتال والكل بيعمل مع بعضوا بهالشي وبتيجي المرة بباستيان وهي حملة درع بتأدمه لليزا على امل تلبسه خلال خطتهم القادمة لكن ليزا بتقولها شكرا لخوفك بس ما حينفع ألبسه لانه لا تنجح الخطة لازم أظهر لهم انه ما بخاف من شي فبتحكي لها باستيان بتذكر أول ما جيتي كيف مرتها السبع سنين بهالسرعة كنت مبينة أصغر من عمرك حتى كان واضح انك ما بتاكله بشكل جيد وما عمري توقعت انه هالبنوطة الصغيرة تقدر تنقذنا كلنا خفت عليك تكوني أكبر من عمرك كمان متل سيدنا آيثان بس لما ترجعي تتصرفي ببراءة الأطفال وتخافي على العصفير أفرح أحس انك رجعت طفلة وتمنيت تبقي طفلة للأبد فبتسألها لي إذا أوكي شكرا لشان تحكي لي هالكلام هلأ فبتحكي لها لأنك إنسانة مميزة وبتتذكر كلام أردن لقلها إنه في ناس مميزين حتى لو صغار وضعاف كرمالهم بتو يحميها العالم عاكل حال بتقولها باستيان بليز ما فينا نفقدك لهيك بترجعكي لو صار أي شي خطير عنجة تهربي تتفاجأ وبتنفعل ليزا وبتقولها مستحيل أعمل هيك شي فبتبكي باستيان وبتقولها ما بعرف وين أردن وما بدنا نفقدك إنتي كمان ما بنعرف إذا هو بخير فبتقبل ليزا الطلب وفجأة بيبلش الإنذار على انتهاء دموتيراو يعني رح تنكشف القلعة الكل بيستعد للقتال بينما الزفت كوراكس بيشوف القلعة بعد بح طويل وبينعدي على البقية ليتجهزوا للقتال تمسك ليزا ايد باستيان وبتقولها صار وقت الجد وبيطلعوا تنتين لبرا فوق القلعة ليواجهوا كوراكس وجيشه يظهروا ليزا والبقية بالقلعة قدام كوراكس وجنوده وبيقول كوراكس انه في واحد من الجنود موجود داخل القلعة من الفرقة البيضة بس مو معروف وينه والمفروض ما يكون هاد موقعه فبتصرخ ليزا وبتنادي على كوراكس وبتقوله هل عم تبحث عن هالشي وبيرموا لقلوب الميت شيطان طبعا لما يشوفوا كل هالقتل بينصدموا والاهم انهم بيتوقعوا انه هي مرت هالستيد لكن في شي غلط اذا مرته هون هو وين ومثل ما بيعرف كوراكس انه ازواج عقود الدماء مثل ليزا و هالستيد ما بيقدروا ينفصلوا عن بعض ولا يبعدوا وإلا بيكون الوضع صعب لقلهم لايك بيقول اما في فخم جهاز لنا من هالستيد او انه هالستيد بنفسه بخطر منها الفتاة وبيطلب منهم يهاجموا تطلب ليزا كمان من البقية الاستعداد وبينقضوا جيش الشياطين عليهم وبيطلقوا الأسهم باتجاههم بس طبعا حجمهم الكبير المرعب بيوصلوا فيه لباب القلعة وبيخبطوها فبيهتزل جميع وبيمسك واحد من الشياطين العملاقة باستيان فبتنقى تكسروا عليه وبتقتله وبتسأل باستيان شكلك سرتي عجوز عن جد فعينما كبيرت الخدم أليكسا بتكون معصبة كتير وتسألهم كيف بتتجرق وتهاجموا قلعتنا بغياب سيدنا احنا بيدونوا كمان اقوياء ومستحيل نشوه اسم عائلتنا وراح ندافع عنه بشرفنا وارواحنا وبتحفز الكل للهجوم بعد تحفيز أليكسا للجميع بالهجوم فعلا بيتفوقوا الجنود على الغيلان وبيقدروا يربطوهم بس بيستمر القتال لزاعات واللي بيخلي الكل من طرف ليزا يتعب بيلاحظ كراكس عليهم هالشي فبيطلب من جنوده يضغطوا أكثر لكن ليزا والمربية بيؤمروا الجميع بالانتحاب بس كراكس وجنوده بيستمروا بالضغط وبيبلش ويحاولوا يحطموا الأبواب وبما انهم عمالقة فعليا الأبواب ما رح تقدر تصمد كتير ضدهم لهيك ليزا بتكون خايفة كتير بتحاول باستيان تهديها وبتذكر ليزا كلامها وطالبها منها بانها تهرب لما يصير هيك شي بتحاول تفكر بشي ممكن يعملوه وبتسأل باستيان لوين بيهربوا بالعادة لو صارت هيك مصيبة فبتقولها لشي منطقة خلال الجبال الجنوبية فبتحكي ليزا إذا بلشوا بإخلاء الأطفال والنساء والطعام مع الأسلحة من هون يعني وعدها لباستيان فراطة وبتصار باستيان تقبل بهالشي وبتحاول ليزا تبقى تتصدى للهجمات من فوق القلعة بالأسهم لغاية ما يهربوا ولكن حتى الأسهم بتخلص فبتشعر ليزا إنها فشلت وبتكون دحت بكي بتغمض عيونها وبتنادي أردان وبتقوله أسفة بس أنا فشلت لكن فجأة يظهر تني للأسفاد وهذا رمز لعيلة هالستيد يتفاجع القل بالموضوع لتكمل الفرحة ويوصل هالستيد على الخيل مع جنوده تتأثر ليزا كتير لما تشوفه وبتزمع وهو بيلمحها من تحت والكل بيقرر يكمل بالهجوم قال بس هالستيد مو محتاج حدا بيؤمر كوراكس الجميع بقتل هالستيد لكن أبدا بيركض بسرعة باتجاه الأول وبيحط مراته بيتجاوزه وبينطلق له عند كوراكس اللي في بينهم طار بين بعض وبيحكي له كوراكس لسه تتبطي لا لا وبينقض عليه فبيشعر كوراكس إنه فشل من سرعة أردان وفعلا بيقدر أردان يطعره بيطلع أردان على خطيبته الطفلة اللي صارت بنت بلغة حلوة بس كوراكس لسه مات وبيستغل هاللحظة وبيمسكه وبيقدر يضربه وبيبلش يغنق بيه تركض ليزا بطر على تحت وبتهاجمه بالخيل ودوقه على الأرض بس هيك بيقدر أردان يرجع حر لا يتصرف بيمسك كوراكس ليزا وبيقولها طلعت بشري تافه ظهرتي إنك شيطاني رح أقتلك هلأ وقدام زوجك قبل ما أقتله فبيهاجمه أردان وبيطعنه بسيفه لكن كوراكس برضو لسه ما بيموت وبيشيل السيف وبيحكي عن جد إنكم بشار تافهين لكن ليزا بتستغل الموضوع وبتضربه فيه بعد ما تاخده بضرب قاضية وهيك تقضي على كوراكس بشضمه من أردان بيشعروا بقية الغيلان بالرعب إنه كوراكس مات وبيفكروا إنه ليزا فعلا شيطانة مرعبة وبيهربوا بكلهم بسرعة بوقتها بتستوعب ليزا إنه فعلا زوجها رجع وبتركض عليه وبتضمه وهي عم تبكي بس بعدها بتلاقي حالها فقط وبتتسأل شو اللي صار وبتتذكر إنها مبارح كانت كتير غبية وضلت حاضنة أردان وتبكي بصوت عالي لغاية ما تعبت كتير ونامت وبتنتبه إنه أردان جنبها وناي مع الكرسي فبتحاول تلمسه لأنه أخيرا عنجا تصار هون لكنه بيشعر باللمسة وبيفكرها شي عدو وبيتبتها بعدها يعتزل منها على هالتظرف لأنه تعود ما يقدر ينام إلا بحذر كبير لهيك بيهاجم دغري فبتخزل منه وبتقول له تفهمتك وبيعتزل لها كمان على حضن مبارح لكن هي بتخزل لأنه هي اللي بادرت فيه وبيحكي لها بصراحة فاجأت لما شفتك لما رجعت لهون ما توقعت تكوني بقيت بهولستاد لأنه كل هالوقت كنت عم بدعي تكوني موجودة بس لما شفتك حسيت بسعادة كبيرة عن جد وفوق كل هاد صرتي أكتر روعة وانتي على الحصان وتهاجمي كوراكس كل شي بتعملي مظهر كتير فبتحس ليزا إنه إردان ما تغير أبدا لساته بنفس برقته الأشياء الوحيدة اللي تغيرت فيه هي طوله وصوته عكل حال ليزا بتقوله مو من شطارتي يقدرنا نحل المشاكل لكن بسبب الكتاب السري اللي أعطيتني فبيقولها صحيح على سيرته أخيرا يقدرت أحصل عليه كامل وبيقدم الهياء تتفاجأ ليزا لما تشوف الكتاب اللي بيقولها إنه احتفظ فيه كل هالوقت ليرجع الهياء وبتحس إنه الوعد اللي وعده لبعض تحقق هو جبلها الكتاب وهي في المقابل رح تساعده وتمده بالقوة يقترب أدن منها وبيرفع عنها النموسية اللي طالعه مثل الطرحة وبيقولها طول السبع سنين الماضية كل لحظة وكل دايقة كنت أفكر بعيونك بس بيقاطع هاللحظة الرومانسية جندي تافا بيقولهم إنه في شي ضروري لازم يشوفوه وبنعرف إنه أدن ما ذكرت النين اللي يلقيه بالعالم السبلي بعد ما تم قتل أمه على إيد طياضين ولأنه قال لسه طفل أدن جابه معه بس هو كتير هايج ومو قبلان يهدى أبدا فبتشهر أنه بيسبح قصتها اللي ربطها بالحياة السابقة وبتقولهم إنه يمكن التنين مخنوق وحاسس بين عدام الحرية والتقترب هي منه بالبداية بيحاول يخوفها بس تحكي معه وبتقوله ما رح أقذيك وحتى بتحمل شي عزبة مثل ألعاب الإطط وبتلعبوا فيها وبتطلب منهم يشيلوا الأفص عنه وبيخليها بوقتها تقترب منه الكل بيشهر بالإنبهار بقدرتها وبتقولهم ليزا ترى التنين مخلوقة ذكية فأفهموهم وما رح يهربوا وبتقول إنها بتعرف هالمعلومات من الكتاب عكل حال تيجي أليكسا برضو بشي مصيبة وبتورجي رسالة لأردن تسألهم ليزا عن المذكور فيها فبيخبروها إنه فيه شلة اسمهم بلوتشا رح يجوا ويهجموا على المكان خلال أسبوع تقريبا لأنه تم دعمهم من شياطين تانية فبتحكي لهم ليزا تتوقعها المرة عندي الحل المثالي لأنه اسم عائلتي بلوتشا كيف وليش لا أنا ولا أردن ولا أليكس عارفنا وبتقول لو نجحت خطتي رح تقدر تصير عن قريب وبتبلش ليزا بخطتها لحتى تروض تلعب معه بينما بتخلي البقية يحاولوا يركبوا له سيراج لتقدر يصير فيه بس كل مرة بيقتربوا منه بيلاقي طريقة وبيبتعد عنهم وكانه مرين كتير يجي أردن كمان لا يشوفهم وبيستغرب من مرونة هالتنين وبتقول له المشكلة الثانية إنه ما عم يقبل بحدا غيري وبيتهرب من البقية فبيقترب أردن منه وبيقول له شكلك بتحب مرتي كتير فبيظهر له لأنه لازم أردن ياخدها معه لزاحات المعركة فبتقوله ليسا طيب وين المشكلة عادي أجي فبيقولها لا لأنه رح تتعرضي لخطر كبير المهم بيجي أردن ليحملها وتتذكر ليسا الموقف اللي صار بينهم لما حملها من قبل بس بتخزل أكثر لأنه لكل موجود وشعيفهم فبتصرخ وبتقوله ما بدي وبعد عني فبتوقع على الأرض وبيحس أردن صدمة كبيرة منها تصرخ لأنه أبدا ما توقع ولا فهم إنها خزلانة وبيحس بالحزن فبوقتها تنتبه ليسا على اللي عملته وبتحاول تبرله لكنه بيحكي لها أنا رح أروح وبيغادر بيمشي مع حاله وهو يقول اللي يصار طبيعي لا تحزن أكيد منطقي أصلا مين رح يقدر يحبني مين ممكن يحب وحش مثلي لكن ليسا بتلحقه بسرعة وتمزك إيده وبتقوله بليس إنتا موحش وكافو على سرعة التفسير المهم ليسا بتقوله بليس لا تفهمني غلط ما كان هيك أصدي به التصرخ وأنت أبدا موحش ولا مرعب بالنسبة للي وما بخاف منك وحتى لو كنت لابس قناع بقدر أحج وأعرف إني أزيتك وخليتك حزين لوحوش هم الشياطين اللي عم بيهاجمونا وبتبلش تبكي بشدة لتفسر له فبيصير أردن هو اللي يهديها وهي تقوله مستحيل أعتبرك شي مخيف أصلا بالعكل أنا بحث إني متبك أنا كمان بكرة حالي وبس صنت خجلانة من وجود الجميع أنا ما بكراك أبدا فبيتأثر أردن كثير وبيمتك إيدها وبيركع وبيقولها عيديها كمان مرة ولما تعيدها بيصر أردن سعادة كبيرة وبيحش بالإطمئنان وبتقوله فهمتني أنا بس خجلت إنه الكل يشوفنا فبيقولها أوك بس إحنا تقريبا نشرنا قبل فبتخجل أكثر وبتقوله يغير الموضوع عكل حال بيقولها شكرا وأنا علق عن جد رح أروح أكمل شغلي فبتسأله على شو عم تشتغل فبيقولها كنت عم بجهز أوراق طلقنا فبتحس ليزا بالصدمة وبيقولها أنت كبرتي وصرت حلوة وقوية وأنا صار معي كتير فلوس وبقدر أقدم لك كتير منهم لتعيشي حياة جيدة بتحس ليزا بالحزن وبتقول بعقلها كل أمرو كان هيك كل ما حاولت أتقرب منه بخطوة بيبعد لورا وبتشعل ليزا بالخابة وبتقولها أوكي بس بشرط بنكمل هالأوراق بعد ما نخلص من بلوتها فبيقولها أوكي فبتحكي لو لسا ما كملت بدي نركب التنين وهناك نروح على مقبرة العناكب وهناك فعلا بيكونوا بقية جنود الغيلان اللي يسمعوا باللي يصار بكوراكس وخايفين يهاجموا هالسد فيتم تدميرهم بس اللي مو عارفينه انه هالسد نفسه يجعلهم بالتنين مع ليزا طبعا ليزا لابت درع أشود وطالع مرعبة وهم سموا الشائعات عن شيطان حمراء مرعبة اتعاقدت مع اردن لهيك كلهم بيقتنوا لما يشوفوها انها شيطانة وليزا تستغلها بنقطة وبتبلش تحكي معهم طريقة مخيفة وتقولهم انه رح تيجي وتدمر القلعة وتحطنها على روسهم وانها رح تستمتع كثير وهي تسحقهم وتشوف موتهم ومعاناتهم طبعا قدن بيكون مثل الأهبل كتير مبسوط على مرته فعينما الغيلان مرعوبين بتغادل ليزا بالتنين وهي تضحك رحكة شديرة كتير المهم بيخافوا الغيلان من التهديد وبيقرروا يهربوا للشمال فعينما بنلاقي انه كل فريق هالستيد اصلا موجودين عندهم وفي خطة عم يتبعوها ليقضوا عليهم وبنعرف انهم اتفقوا من قبل على الخطة وطريق تنبيدها مع انهم رح يهاجموا البكر تقريبا واللي بيكون فيه اكثر واكبر عدد من الشياطين بس نعتمدين على طريق تخويفهم اولا لحتى يخلوا شوف العدو مهزة لهيك الخطة كالقاتي انهم يحاصرهم من كل الاتجاهات بعد ما يخفوهم وبعدها اردن ياخد القطع السحرية اللي موجودة جوا مقبرة العنكبوت ورح يلوهم ليزا وقتا بالتنين بالبداية لحتى يقدر جيش هولستد يتسلل للاماكن المناسبة عكل حال بيقترح قدان على ليزا تسمي التنين وبيقولها ممكن نعطي اسم الحجر اللي موجود جوا القلعة لو انجحنا بالهجوم وبيفرح التنين بهالشي وبيسألها فقدر اعرف ليش طلبتي تشاركي معنا بهالشي ما بتوقع كرمال التنين فبتقول بعائلها شراحة لانو بدي اعطي معك وقت اطول بس بتحكي له لانو بدي اعرف الحقيقة المخفية عن عيوني فبيحكي لها في حقائق الاحسن الضال المخفية وشكلها بتقصد انو بديها تشوف وجهه بيطيروا بعدها ليزا وقردان لقلعة بلوتسا وبيقابلوا ملك القلعة اللي بيكون قابل كوركس اطلا وبتحكي له ليزا ترى كل جنود اللي بمقبرة العناكب هربوا لهيك قرر لحالك هل بتحب نقتل قم او تستسلموا وتورجونا مكان القطعة السحرية فبيستسلم الملك بسرعة وبيقلهم رح اخدكم لمكان القطعة فبتشعر ليزا بشوية تشك انو الموضوع تم بها السهولة المهم بياقضهم وبيمشوا فترة طويلة وبيمسك اخيرا القطعة السحرية يطلب قد منه يسلموا اياها بسرعة لكن هالعجوز بيخلي يمسكها وبيقمر الكورة السحرية انها تفرق طاقتها السحرية على اردن بيشار اردن بالأدم وبسرعة بيتصرف وبيقتل هالعجوز لكن بتكون الطاقة السحرية ضربته فبينكسر قناعه بينهار اردن وبيخبي وجهه وبيصرخ لليزا وبيحكي لها لا تطلعي بينما هي خايفة عليه بس بس هو بيكون مصر انه ما نقضى واهم شي ما تشوفه لكن ليزا بتصر وبتمسك وجهه وبتنهار بلحظة فبيعتذر منها وبيقولها آسف على بشاعة هالمنظر وشامحيني على الشيء لكن اللي خلى ليزا تنهار هو جمال اردن المهم ليزا بتسأله مين انت ومين بتكون فبيقولها آتف انا زوجك وما كان قصدي اواجيك هالبشاعة لكن ليزا متفاجأة كتير لدرجة ممسدقة وهو طبعا مفكر انها مصدومة من شكله وبيحكي لها راح اخبي وجهي هلأ بايشي اما هي فاللي بده هي اكتر هو انها تطلع عليه وتتمع عن جماله وبتسأل ليش لازم اردن يخبي هالجمال هات كله المهم بعد مناقشة اردن وكلامه لتسير واعتذاراته وانه يقولها ما حدا راح يتحمل يتطلع على وجهه المؤرف تقترب ليزا منه وبتقوله انت ابدا مو بشع للعكس ما عمري شفت حدا مثلك لكن بتشعر بقلم كبير وما تقدر تكمل كلامها وبالعكس بتنهر وبيتم كأنه استدعاها لقلعة هالسد اللي فيها كل أرواح عائلة هالسد من الإقدام وكلهم وبيحقولها لازم تسعدي اردن يتخلص من اللعنة الأدمة جدا اللي صابت عائلة هالسد بتحزلي تابل خوف من كمية العيون اللي حواريها وبيحقولها انه ممكن يموت بسبب هاللعنة المهم اردن بيمسكها وبتحكي له راح الوجع لما شكتك بس هو بقولها آذر فعرف انه انا اللي زببت لك كلها القلم لما شك في وجهي ورح اغطي هلأ بايشي لكن ليزا مذهولة من الكلام اللي يشوفه فبتمسك ليزا ايضا وبتقوله اسمعني مليح انا مو خايفة منك ابدا اطلع على وجهي هل واضح اي خوف فبيحكي لها عنجة انت رائعة كل مرة بتبيريني بس معايك اكيد لازم ارجع البس بناعي وبيشوفوا فراشة زجاجية ايجا توقفت على وجه اردن وهي مفيدة كتير لانا بتجمع طاق الصحرية وبتوزعها وبيقول اردن انها على وجهك الانقراضة وعندهم مو موجودة ابدا بس بيلقوا منها عدد كبير بالقلع محبوسين وبيطلقوا سراحهم وبينبهروا بجمالهم وبيقولها وإحنا كمان يلا نرجع لبيتنا وبيكونوا كتير كيوت سوى بيرجع اردن للأصير وبيروح عمل ختيار هاد ياخد قناع والد اردن وبيأدمر لأردن ليلبسوا هالفترة لغاية ما يصنع له واحد جديد وبيسأل اردن هالعمة هالبتتذكر مردك وهيك فبيقول انه هو اعمى من زمان فما بيعرف شكله بس يتذكر لمساتها النعمة لإله وبيسأله ليش عم تسأله الشي فبيقول لانه مرتي شافت وجه بينصدم العمة وبيسأله وشو حكت فبيقول اردن قالت اني مو وحش وانها مو خايتة مني فبيحكي له عمه فعلا مرتك انسانة عظيمة وشجاعة ورائعة فبيقول اردن فاتلي الاسب راح اطلقها مع انه حسيت براحة كبيرة لما طلعت بوجي وما خافت وبالعك حكتلي بابتسامة اني مو وحش ابدا كل عمري كنت خايف مددة فعل الناس لو شافوني فلقناها وانا كتير مبسوط معها ومش تألة فبيحكي له عمه وانت رح تعترف لها ترى العالم مليان كذب فخليك ثادق اما ليسا فبتكون عم تقرأ من الكتاب عن الشياطين اللي تعرف انهم بيتأثروا بالجماع وبس تقول هالكلمة ما بتخطر لها غير وزامة اردان وبتقول انه عن جد شكلها حبته وبتتمنى ما يطلقها وبتتخيل شو رح يصير لو بقي ومتزوجين تغسل وبتضرب حالها وبتفوت ألفة عليها وبتستغرب من حالتها وبترجيها رسالة وصلتهم فيها تعاوى لحفلة فبتتفاجئ بهذا الشيء المهم بيكون اردان عم يطلع على شكله وهو كئيب وبيقول عن جد ليزا ما اهتمت لشكلي ولا خافت وبيتذكر امه لما سأله وهو صغير اذا بيخافوا من شكله او بيقرفوا منه فحكت له المؤكد لا وانه هو لاطف كتير وقلبه ابيض وصادق لهيك السادقين راح يحبوه كتير ويحبو قلبه وبها الأثناء بده ليزا علي فبيتوتر وبيقولها ديئة بس لا اغطي وجهي فبتتحمس وبيتفوت بيخاف وبيحاول يوصل لقناعه اللي بيوقعه من التوتر لكن ليزا بتنبهر اكتر كل ما تشوفه وبتمسك ايده وبتقوله بليز لا تخبره وجهك بدي اشوفه اكتر ولما يكون شوى لا تلبس قناعك بيقبل الأردان بخجل وبيسألها شو اللي جابها بهالوقت المتأخر فبيتخبره عن الدعوة اللي وصلتهم وبيحكي لها انه قال عكبتين هم برضو ناس بيقادلوا الشياطين من زمان بس هل ساد ما عمرها عملت تحالفات مع حدا وشكلهم سمعوا بالانجازات الاخيرة اللي عملناها لا يكبدهم يتواصلوا معنا وهالشي رح يفيدنا فبتسأله مين رح يكون متواجر بالحفلة فبيقولها على الأغلب كل صيادين الشياطين رح يكونوا هناك فبتسأله طيب مو رح يكون هيك مكان خطير لهجوم الشياطين وقتلنا بسهولة فبيحكي لها القطع السحرية لقلع بيزين جدا قوية ومستحيل حدا يقدر يقترب منهم تمنع السحر والشياطين وكل شي فبتنبهر فيها لكن بيقول أدا بس لازم ننتبه واحنا بالطريق لانه ممكن نتعرض للهجمات وبيحكي لها انه كمان رح يوصلوا للمدينة بالعربة وبعد هواوياها رح يتابعوا الطريق ماشي لحالهم لما كان سري بيهيئلهم إياها خائط قلع تيسين فبتشار ليزا بالخزال وبتعتبر هجي موعد انهم رح يكونوا لحالهم المهم بيوضعهم الشلة وبيطلعوا لتنين بالعربة وبيشلح قناع لانه لسه مو متعود على قناع والده فبتنفتن ليزا فيه عاقب الحال بيقولها انه كمان يعرف عن مكان عمل تزوء رويان ولي فيه ألعاب كثيرة هالشي ترفضوا للشياطين وخلاهم أكتر نشاط فبتحسلي ذا انه فيه لغز وبتطلب منه يروحوا لهم بيتفاجأ اردان بكلامها وبيقولها بدك نروح لقصر سوجونج ليش فبتحكي له لعنه فيه سر هناك وكمان هيك رح نقدر نكون بأمان لأنه أنا وياك واضحيني كتير بين البشر أما بين الشياطين رح ننخرط بدون أي مشاكل وما حدا رح يشك انه يجيناهم لحالنا فبيعجب اردان بتفكيرها وبيقبال تسأل وريزا عن مكان القصر فبيقول انه بالبرية وما حدا بيعرف مكانه فبتحكي انه هيك أصلا الطريق رح تكون أقصر لما بدون يروحوا لقل عزيسين بدل ما يمشوا بالقرى رح يقطعوا البرية تماما فبيحكي لها بس أنا ما عمري شبت هالأصر أبدا وكمان اللي سمعته انه فيه كتير أشياء غريبة هناك ومعنى سبب حالتي وقناعي والأحجار اللي جواتي ما رح أنكشف ولكن انتي فبتحكي له دونت واري أنا كمان طالبت من عمه يعملي قناع شكله فيه شوية معنا وبعرف انه كلكم بتفكروني مجرد بنت مسكينة تم بيها لقلكمه بس أنا بحب عمل انه بنتمي لقومه فبيقول أردان بعقله انه هو كمان بيحب هالشي لهيك نفسه يبقى معها لوقت أطوال لكن ليسا بتقول انها شاكة شوي قلعة بيسين وضوء اللي عم يتلقى دعم غريب بهيك أوضاع سيئة وبيقول أردان انه لسا خايف عليها يوصلوا أصر سوجون وباختصار اللي عم بتلمح له ليسا انه شكله في شي غريب بين بيسين وسوجون اللي بمرحلة الخمول وقلة قتل الشياطين ومع هيك المكان اللي المفروض يروحو له يكون مليان شياطين فاضي وتقريبا بحالة سلام وبيشك أردان مثلها برضو بهالحالة المهم بينزلوا من العربة وبيوقفوا يستنوا عربة تانية توصلهم لأصر سوجونغ ومن الشياطين وفعلا يركبوا مع شيطان وبيسألهم من وين جايين فبيحكي أردان من الجنوب فبيقولوا انه الجنوب منطقة صعبة ليشا فيها وبيتمنى لهم يقضوا وقت منتعه فجأة بيوصلهم لشي بحيرة وشجرة وبيقولهم بوصلنا فبيرتعبوا الاثنين لانهم مو شايفين اي شي لا قصر ولا غيره فبيفهم الشيطان انه هاي اول مرة بيوصلوا لهون وبيقولهم عادي لا تنحرجوا اقطعوا البحيرة وراح تلاقوا القصر بس الغريب انهم فعليا بيقدروا يمشوا ع البحيرة وهم مصدومين كيف صار هالشي وكانوا خايفين منكشفو تسأل ليسا أردان كيف معقول نمشي ع الماي فبيحكي لها انه شكله المكان قريب من فجوة بعضية بيصير فيها اشياء غريبة جدا ومو منطقية بيمشوا اكتار وبيقتربوا من الشجرة وفجأة بتلاقي ليسا حالها كأنه نزلت جوا البحيرة بس بدون ما تغرق ولما تفتح عيونها تلقى حالها جنب ايدا لسا ونفس المكان لكن حل ظلام والليل وبرغم موجود المطر ما عم ينبلو ابدا وكل شي غريب تماما وفعلا بيكتشفوا انه البحيرة هاي صارت بالمقلوب وبيلقوا حالهم صاروا قدام قصر سوجهم بينبهروا بالقصر وقداشوا كبير وكمان قد الموضوع طلع غريب ورائع بنفس الوقت وبيشوفوا خناقة بين شيطان ومرط من القطط الصحراوية مع حارس الدخول اللي ما بيسمح لهم يفوتوا لأنه قال اللي قدموا أقل من اللي قدموا أي حدا تاني وهم مقدمين كاميرا أديمة فبيحكي لهم خليني أستعرض لكم لا تفهموا سبب منع دخولكم بعض الأشياء الثانية اللي قدموها غيركم بيوقفوا أردان وليسا يشوفوا لا تنصدم ليسا صدمة عمرها لأنه الأشياء الثانية اللي بنظرهم رائعة جدا هي سناس وأنينة بلاستيك والكل من بهر فيها قال أما الكاميرا فهو طبعا لأنه معارف كيف بيتم استخدامها هي مجرد خدة لكن ليسا بتتدخل فبيسألها حارس الدخول هل جبتي أي شي لا تفوتي فبتحكي لا لا بس في المقابل بعرف كيف بنستخدم هالشي ولبورجاتكم دخلونا معهم بتوقف الزوج وزوجته وبتصورهم سوا بيعصبوا من الفلاش لكن بتورجيهم الورقة السحرية ولما بيشوفوا شكلهم عليها بيصعروا بالزهول وبتحكي لهم انه هالكاميرا قيمتها اعلى من الاشياء التابعة فبيعتذر الحارس وبيرحب فيهم كلهم ليفوتوا بينما بيتشكروهم هذوليك الشياطين بيفضوا لجوا وبيلقوا انه في بشر كمان المهم بيرجع يلحقهم حارس الدخول وبيقول اهزف انه ما تعرفت على زوجتك المذهلة المهتمة بالحضارات العليا واذا بتحبوا في طاولة بيتنقشوا فيها المهتمين بها الامور تحبوا قدلقهم عليها وفعلا بيوافقوا اردن وريتا وبيرفقوه وبيدخلهم لأرقى مكان ومن اول نظرة تقدر ليتا تعرف انهم مقتلفين عن الشياطين اللي تحد وبيحكي لها اردن كوني حذيرة كتير لانه هدول هم سادة الشياطين وباختصار اي حركة غلط بموضوع بيسمعوا بناقشة واحد منهم انه رح يخلط على شخص زعجه بعد انتهاء حفلة بيسان بينتضموا اردن و هالستاد وبيعدوا لا يسمعوا اكتر وبيتقال واحد من الشياطين الثاني شو دخل حفلة البشر بالموضوع فبيقول انه بيسان مجرد فخ وهو الطلب من بعض الشياطين يدمروا طلعت هالستاد ويقتلوا هالستاد طبعا الاتنين بيتفاجئوا وبيتقال الشيطان الثاني يعني بدك ترجع تسبب لنا حرب مع قلعة بيسان سيبقلوا اكيد لا بس بدي العب فيهم شوي تارك بعد ما عملنا تحالف مع بيسان و هدنة بطل حدا يقتلنا مع عدا هالستاد واطبعه السغيفين لهيك لازم انهيهم وان التجارة ازدهرت بينهم وبين بيسان وكل شي تمام لكن هالستاد قتل وانها بلوتسا والسولى كمان على القلعة اللي لازم يسترجعوها بأسرع وقت يغضب اردن من اللي يسمعه وبيحمل حاله بسرعة ليغادر وبتلحقه ليسا وبتقوله توقف شوي انا اعطيتهم الحل المناسب ولا تخاف قلعتنا بخير وبنعرف انه اللي موجود فوق واللي يسمعوا كلامه هو الدو رويال وهو تقريبا البوس للشياطين المهم هالستاد بيكون انسحب بسرعة ليرجع للقلعة لانه خايف عليهم بس بتضمنوا ليسا انها من قبل ما تغادر عملت خطة وطلبت من اليكسا تستبعها وفعلا بنلاقي انه في جيش من الشياطين واقف قدام قلعة هالستاد ليدمروهم على اساس انه القلعة هلا ضعيفة بدون وجود قائدها اردن والشلة ففعلا اليكسا مجهز الوضع من خلال السنين تسأل ليسا هالستاد بتحب ترجع للقلعة فبيقولها لا هيك رح يشكوا فينا خلينا نكمل طريقنا مثل المخطط لبيسا لحتى ما يشكوا بشي وبيكون متداعي كتير انه الكونت الي كان قدولة له بيسا طلع بايعهم وبطل يقتل الشياطين بس لمصالح شخصية وطمع بالمال عكل حال بيقول لليسا جاتي انقصينا مرة تانية انا عمجد كتير ممنون لإلك فبتقوله ما في داعي هاد واجبي وبتحس بالحزن انه لسا بيعاملها بها الرسمية بينما بيحكي انه لازم يكتشاف ليش بيسا باعهم بها السهولة واخيرا يوصلوا الحفلة ملابس انيقة وكل هدفهم اكتشاف مخطط بيسا طبعا اول ما بيفوتوا بيتبلش النميمة من الحاضرين هاد هاج سد الوحش وهي ايا مرته الي باعوها اهلها وليش المسكينة لابس قناع والف كلمة وكلمة بيسمعوهم بلحظات بينما ييجي الكونت بيسا ليرحب فيهم بقلعته وبيوجه كل كلامه لارفن وبيقول له انه كتير فخور انجازاته قال اخر فترة وانتصاراته على الشياطين وبيحكي له بليت خلينا نرجع نتلاقه ونحكي اكتر على انفراد وبيحمل حاله وبيغادر تستغرب ليتا انه ما حكى معها ولا كلمة وبتتساءل هل هو ممعبرها ابدا او هو ما اخذ احتياته وحذره منها عكل حال يحكي لها اردان راح اروح الحقه وانت كتير انتبهي على حالك تستغرب انه ليش راح تنتبه على حالها بس لما يروح تعرف ليزا ليش حكى له هالشي لانه بتبلش تسمع النميمة من كل مكان حواليها كلام عن انها بنت بجعة وكلام عن انها مجرد عبدة او خادمة وكلام عن بيعها وكلام عن انه اردان عم بيدور على زوج جديدة منشي حدا جديد وكتير غيره وفوق كل هاد يدفشها الشخص وبيشيل قناها لحتى الكل يشوفها بوقتها تشعر ليزا انه هالمكان وهالبشر هدول ما فرقوا ابدا عن الشياطين وانهم نفس الشي وبتقترب حتى خالة منها وبتقولها ثلاثة حلوة منيح بس حرام تكوني مرت الوحش همتد لهيك شو رأيك ازوجك ابني لانه نفسه يجيب بفل وفاكري بكلامي بتعطر ليزا وبتقولها كلامك ما بيشرفني وعيد فارد الزواج على بنت متزوجة وفوق كل هاد بيانتي زي كأنه عم تشتري غنمة وانك عم تطلبي انسان بأدب واتمسح ليزا كرامتها الارض وحتى كرامت كل الموجودين بتبهدلهم وبتقولهم انه هم الوحيدين اللي لسا عم بيقاتل الشياطين وهم بيقولهم فقر بهدش ولو حدا عنده اي فضول او اي سؤال ييجي ويواجهها ويسألها اياب وجهها وما بتأثر فيهم وبتحكي انها لازم تكون الوجه لقلعة هستد وبعد هالكلام يسكتوا شوي بس برضو بيعلقوا انها طلعت وقحة كتير وماكرة كتير وانه شكلها مخيف ومغرورة وغيره كتير بس مبارق هالشي مع ليزا اللي لما بتشوف اردن بتحس بالطمأنينة والسعادة يطلب منها يرقص معها وبفرحة بقبل وبتقول له انه اطلع رأس محترم وبتسأله صحيح شو صار ملحق بيسا فبيقربها اردن منه وبيهمسلها انه نزل لمكان تحت القبو وامشي نروح نلحقه تخزن ليزا كتير وبتلحقه وهناك بيسمعوا الصدمة انهم عم بيخططوا كمان لضم ليزا لقلهم المهم بيشوفوا بيسا عم يتواصل بشي مثل البير مع ريالي اللي بيقول له اخطفلنا بنت كري ليزا فبيغضب بيسا وبيسأل عن السبب فبيقول هاجموا حلفائي على قلعة هالستاد والتعرف انه ظهر سنين وهاجمهم وقتل اغلبهم وبعد حتى رسالة كمان يحكي فيها لو قربتوا من هالستاد يعني انتوا عم بتقربوا من ليزا لهيك راح تخلوني ادمركم فهم لها السبب بدهم اياه اما ليزا واردن فكتير بيتأثروا بالانس اسم تنينهم وانه كتير كيوت بالدفاع عنهم لكن بيسا نصر انه التنين مجرد خرافة بس ريال بيقول له شافو بعينهم وقتلهم وغير هيك التنين هاد لسه صغير ودمرنا هيك خيال لو كبر لهيك بدي منك تستدرج ليزا وتخليها تستير بصفنة باي طريقة فبيسأله بيسا وكيف فيني اعمل هيك شي فبيقول له رايال بقرب لازم انا اعلمك كل شي كل مرة وبيقول له روح انقلع بلاقي طريقة لتضمها بصفاك بيتجاه بايسن برا وبيتخبوا ليزا واردان وبعد ما يروح بيتفقدوا المكان والحجر السحري الموجود اللي بيحمي قلعة بايسن المهم بيحكي اردان انه هالقطعة هي قطعة سحرية وصورية تحمي وبتبيض وبتدمر كل الشياطين لو اقتربوا وهي فعلا متنتمي لعيلة بايسن اللي كانوا من زمان يقاتلوا بوحشية جز الشياطين بس هاللأ بما انه بايسن صار خايا بطلة تشتغل وتقريبا راح تكون سبب الضمار عيلة بايسن عن قريب بس هالشي بيعني انهيار خطوط الدفاع الاولى الشمالية ولهيك لازم تقريبا ينقضوا هالعيلة من الانهيار وإلا رويل راح يسيطر على كل القارة الشمالية بتفكر ليسا شوي وبتقول له ما بعرف اذا فينا ننقض الكونت بس عيلته عندي طريقة لهالشي لحيك خلينا نسبقهم بخطوة وبتطلع لفوق لا تخلي يتقرب منها متل ما سموا عن مخططه المهم بيقترب بايسن منها وبيحاول يحكي معها وبيعتذر لها انه ما رح حب فيها من قبل وبيسألها عن مكان قابتاني طيب بتقول له ما بعرف وبتسأله كيف حافظت على هيك خلعة مبهرة بهالشكل صح قلعتك كتير حلوة وهي عريد اعيش بوحدة متلها بس هي ولا شي جام باصر سوجونغ فبينصد مبيسن انها راحت لهناك وشافته فبتقوله اكيد رحت انا سيدة اعمال كبيرة واصر سوجونغ افضل منه مئات المرياض وبعرف انك البشر الوحيد هون الي عم تستثمر فيه بس للاسف نفكر حالك كتير شاطر وانت عم تكتب هال كم قرش تعاونك مع روياك بينصدم بايسن من كل هالمعلومات الي بتعرفها واستسأله ليزا هال بتحب تكون عميل مزدوج ينتضم بايسن اكتر وبيسألها كيف فبتقوله عندي طريقة بتخليك تجيب مال بقادر رايع لب نفسه فبيتفاجأ وبيصير محتمد كلامها وبيطلب منها تفاصيل اكتر فبتقوله اول شي عنا تلين اسطوري اوتو بقوة قطرتك السحرية وتانيا انا بعرف كل الاشياء اللي الشياطين بيحكوا عنها الحضارات العليا ينبهر بايسن وبيسألها من وان بتعرفهم وبيطلب منها تشرح له لكنها بتقوله اكيد ما رح اكشف لك اثاري فبيحكي لها طيب ولي بعرفه انه قدن بيقاتل الشياطين فبتضحك ضحكتها الشريرة وبتقوله هل بتفكرني جبت التلين او غيره لعيون البشر قطيبتهم للأسف قوانينها كبشر مختلفة عن قوانين الشياطين بس برأيك انه وهن الغلط نكسب شوية اموال متل الشياطين صح ولا شو رأيك؟ وبتمد ايدها ليسلم عليها ويتفقوا وبيحكي بايسن انه ليسا طلعت شغيرة متل الشياطين واكتر وطبعا بيوافق بس بعد ما تعود ليسا لحالها بتنجن من الكلام اللي حكته لانا معاربة كيف ممكن تحقق الاشياء اللي حكتها بتبلش تقرأ بالكتاب عن الشياطين على امل تلاقي اي شيء وبكتب مختلفة بس ما بتحس انها استفادت اي شيء تقرأ اكتر عن الشيء اللي كانت شغل بالها وهو شجرة الابعاد وهي تقريبا الباب اللي زمعت عنه من قبل اللي منه تظهر اشياء من عوالم مختلفة متل الاشياء اللي شافتها والكاميرا والموبيل دلحشري بغيره وبتقول انها متأكدة سمعت واحد من الشياطين عم يحكي انه فيه باب في بالوتسا وانه فيها تطلب اي شيء عند الباب لما يفتح واتسرخ لا تمنع الوحوش من انها تظهر وخلال اقل من يوم راح يكون ظهر الشيء اللي طلبته وبتحس ليسا بالحراش بسرعة تاخد السنين وبتصير فيه لا توصل بالوتسا وتشوف اذا هالشيء حقيقي او لا وفعلا بتروح وبتدور على باب بس ما بتلقى لكن فجأة بتنتبه على تعويضة سخيفة مكتوبة بالكوري على الباب واللي هي افتح ياسم جم ولما تحكيها يفتح الباب وبتنصدم ليسا واحلى شيء انها بتطلب آيس كوفي وفعلا بعض لحظات بتصير بين ايديها وبتبكي من الفراح والشوق لايك شغلات المهم تقرأ كمان ليسا عن انه ما بيقدروا يستدعوا كائنات حية من خلال النذاء على اسمهم اما الجمادات برضه بتعتمد على حجم الباب وممكن بعضها ما يظهر لو كان كبير وبالعكس يبتلع الباب وبتعرف ليسا انه لها السبب رويال بده يسترجع قلعة بلوتسا وبتحزن انه ما فيها تستدعي مخلوقات حية لانه كان نفسها تجيب استطال مسكينة وين وبتتساءل ليش اصلا ما فيه بها العالم هاد اطاة عاكل حال تختورن هافكرة وبترجع ليزا وتاني يوم تطلب اجتماع عاجل وبتحكي للجدات اللي الثاتة وهالستد صار الوقت لدعن رسميا الحرب ضد رويال بيتفاجئوا بكلامها وبيحكوا لها انه رويال اقوى منهم بكثير وانهم اصلا مو بحالة جيدة لحتى يقدروا يواجهوه المهم بيسأل اردان ليزا هل عندك خطة فبتورجيهم الشوكولاتة اللي معها وبتقولهم عندي واتاخدهم لقلعة بلوتسا وبتورجيهم كيف عم تستدعي وتطلب الاشياء باللغة الكورية وتوصلها بكل سهولة بين بهر واكيد بس بتقول اليكسا اكيد مو متوقعا فوز بس باستخدام هيك اشياء فبتحكي ليزا مبرا لانه الحرب اللي رح نعملها رح تكون تجارية ورح احتاج مساعدتكم كلكم خصوصا كثرة لانه رح تخليها تطبقها الاكلات وتضارب على قصر سوجونغ لانه رح يفتحوا مطعم قريب منه برعاية بيزن واكتر قسم ليزا مستهدفته هلأ هو قطط الصحراء لانه هات تقريبا اكل للقطط وفعلا لما بيكونوا بالطريق رايحين لقصر سوجونغ بيشموا القطط الريحة وما بيقدروا يقوموها بيثبعوها ولما يفوتوا بيلقوا المطعم معفن تقريبا بس تستقبلهم اليكسا وبتقولهم انه في عندهم طابق واحد بس اسمه حزا النيانغ بعجر الالات ومع خوفهم من المكان الا انهم ما بيقدروا يقوموا الريحة ولما يشوفوا الاكل بالاول بيقرقوا منه بس معيز بيقرروا يجربوا وبوقتا بينفتنوا تماما بالطعمة بيأكلوا بسرعة كبيرة وبيوعدوهم يخبروا كل اللي بالأثر عن هالطبق وبيغادروا بسرعة معتب عالي لالهم وبتحكي ليزا انه الخطة شكلها نشحت وبتطلب مني الكل هلأ يبلش العمل الجاد لانه رح تتجمع كل الشياطين بمختلف اشكالها بهالمكان وبيبلش المطعم بنجاح باهر مرعب من اليوم الثاني كثير اطا تبتيجي وبتستمتع فيه وكل يوم بيزيد الوضع والاشاعات عن هالطعام اللذي بالفريد من نوعه وصعوبة حجز طاولة وهالشي صار يجذب الاطاة الشيطانية لهالمكان اكثر وحتى انهم صاروا يشطرتوا عليهم بنيباس معين للي بيفوتوا ليزيدوا من دقيق المطعم واوقات وعدد طاولات محددة ومع انه العمل عم يمشي بشكل ممتاز الا انه فجأة ليزا سكرت المطعم وفاجأت الجميع حتى الجداد سألوها شو عم بتخطط فحكات انه صار الوقت لا تستفز ريال واللي بيعرفوا عنه المعلومات التالية انه عايش من زمان كتير وهو الشيطان الحظ وبيعيش كبشري تقريبا كتير مغرور ونرجسي وطمع وحتى انه بروت بالدوق للشياطين العليا واللي بيكون جمالهم فائق لدرجة حتى البشر بيوقعوا بحبهم وتتسأل ليزا اذا هذا اللي صار مع بيسا عكل حال تحكي ليزا انه صار الوقت لا يتغلوا المال لانه ريال طبعا بيحبوه اكتر شي وكمان اهم شي انهم لازم يجهزوا دفاعهم منيح كتير على بلوتسا لانه هو الباب اللي بيجيبوا منه كل هالمعدات والاغذية المهم بتبلش ليزا تفكر شو لازم تعمل وكيف فيها تحمل بلوتسا ضد ريال نفسه لانه فالانس اتنين يحمل معبد ولو جابت كل قوات هالستاد ما رح يقدروا يحمل مكان من جويال ولهيك بعد تفكير طويل بتقرد تستخدم بحيرة القول اللي وراها في بلوتسا وبجيب اردن لتفهموا الفكرة والخطة بعد ما قرؤوها بكتاب السر الحكيم وهو خايفين انه ما تنجح لكن على الاقل بدهم يجربوا بيرمي اردن قلب قولم وبترمي بعدها ليزا احجار بس ما بيسير شي وبتحس ليزا انه ما نشحات الخطة متل ما توقعت لكن اردن عنده رأي ثاني بيفوت في البحيرة ليجيب بيبي ستون قولم وبيتفاجئوا انه طلع طفل واحلى شي انه بيفكرهم اما وابوه طبعا ليزا واردن بينجنوا من هالشي وبيتحكي ليزا اسمنا السادة واحنا مو ماما وبابا فبيهتف الولد لكل اللي متلوا بالبحيرة انه عرف اسمهم وبينتظموا انه طلع في عدد كبير جدا منهم وبياخدوهم للمطعم لا يهتموا فيهم وما بيعرفوا شو يعملوا بكل هالعدد وحتى بالمطعم اللي رح يتم استتاحه بكرة بما انه الجداد ملتيين بالأفطال واذا بتتساءلوا شو خطة ليزا فهي انه بدها تروض الشياطين وتخليهم بصطها وهم اللي يحموا المكان لكن اردن بيقولها انه عنده فكرة وفجأة بيجيب خمس اشخاص غريبين جدا وبيحكي لليزا انه لتقى فيهم بالعالم السوفي وانهم اجوا ليربوا هالاطفال لانهم اتحمسوا لالبكرة وفعلا كل واحد فيهم بيبلش يعلم الاطفال اللي بيعرفوا سواء عن الزماية او المباردة او يطعميهم وينيمهم وكل شي عم بيصير بشكل جيد وبتحس ليزا انه عن جد قدن زوج مثالي والتفتاح كثير لها الفكرة المهم بتروح ليزا اطل على المطعم وبتلاقي فيه اطاط واقفين عم يستنوا يفتاح وبتخبرهم انه رح يتم اعادة افتتاح وبكرة ورح يكون فيه اطباق مختلفين وانهم عدلوا كثير اشياء بس يحكي لهم شي مهم كثير وهو انه فيه عدد محدود بس من اطباق الحتاء ورح يكونوا ميت طباق فبينصدموا كثير وبيتحمسوا هالشي بيعني انهم لازم يكونوا من اوائل الواصلين لكن الاطاط بيحكوا لبعض اذا امشي ما نخبر حدا عن الموضوع ونيجينا كل حالنا فبتنزل الطيسة انه هيك خطتها رح تخرب لعب تحكي لهم اطباقكم ومقاعدكم محجوزة من هلا بس بالمقابل خبروا كل اللي بالاصر عن الموضوع فبيشعروا بالانبهار والاغراء وبهك بيحكوا انهم رح ينشروا الاخبار ورح يتفخروا انهم رح يكونوا مقاعد خاصة وبينطلقوا ليخبروا البقية وهيك باليوم التالي بيكون اصر سو جونج فارغ تماما وهالشي بيتير غضب رويال كتير وبيتسأل شو هالمطعم اللي فتح ليسرق كل زباينه منه اما المطعم فبيكون بيه عدد كبير وطابور طويل جدا الكل فيه عم يستنى الاكل لكن كاثروا بتلاحظ شي مرعب على الاطاط وكانهم نجنوا وبتحكي لليزا انه حالتهم غريبة بوقتها ليزا بتذكر تأثير هالشي على الاطاط بالعالم الحقيقي وقدت بينجنوا وبتتغير شخصياتهم وبيصروا على الاكل بشكل مرعب لدرجة بيهاجموا بعض فبتروح ليزا تطلب من اليكسا تذكر الباب وضعت شخص مقنع بيحكي لها هدول ازمنوا الاكل مثل المخدرات وبطلوا قادرين يوقفوه بتتسأل ليزا مين هالشخص وبتتذكر انه كان فيه جانب سيء فهل حساء للاطاط وهلا عرفته وهيك بيقولها احنا باصر سوجونك مختلفين وبنودي اهتمام لهالتفاصيل لا يلتفت ويلا او رويال بيخافوا الجدات والاطاط بينما ليزا بتحكي اخيرا ظهرت مثل ما توقعت اما من جهة تانية فبيكون اردن عم بيجهز اوراق طلاقه من ليزا وبيبكي الباب اللي معه فبيتدخل صاحبنا تقبهات وبيحمل البابي وبيسأل اردن عن اللي عم يعمله ولما يعرف انه رح يطلقها بينجضن وبيقوله كل الوقت وانت معنا كنت تضل تحلم وتنادي على مرتك وهلق رح تنفصله ليش فبيقوله لانه حرام تبقى معي فبيحكي له هاد هو السبب السخيف تمنتني بس مواضح انكم رح تنفصلوا لانه نظراتكم لبعض كلها حب وفجأة تظهر اليكسا وهي مروبة عند اردن وبتقوله الحقنا ليزا نخطفات وبنعرف انه رويال لما اجا سأل ليزا هل انتي مالكة هالمكان فحكت له نعم وما كانت خايفة منه لكنه بلحظات خطفها ولما اجاد باستيان يتدافع عنها طاربها رويال ببساطة وقالها انتي قليلة ادب لا تهاجمي سيد الشياطين بهذه الثقافة وبيحكي لها قطيعيني وبيغادر تضرب ليزا رويال برجلها بس بيهرب فيها وما بيقدر حدا يلحقه بينما باستيان بيتغيروا لون عيونها المهم لما بيوصل اردن للمطحم بيخبروه كل اللي صار بيرفع اردن السيف على باستيان وبيسالها اذا بتتذكر شيء بالطفولة عنه موقف لما قرأوا الاثنان كتاب سوا وبيصر عليها جاوبه فبتحكي له انه بوقتها صار يقلت شخصية الكتاب فبيضمها وهو عم يبكي وبيقولها اذا خف اني افئدي بينما بيخافوا انه يكون رويال ساحر ليزا وبيحس اردن انه كان لازم استعجل بالانفصال اكتر اما ليزا فبتكون مع رويال اللي بيرميها باصره واول ما يفتح عليها بتحط اصابعها بعيونه وهو بيصرخ وبيحكي لها انت شيطانه وحيوانه فبيحكي الشيطان الثاني للخادم ما اتوقع انه هالبنت شيطانه بتوقع انها بشرية فبيضحك رويال وبيحكي مين البشر الغبي اللي رح يفتتح مطعم على ارض الشياطين بينما ليزا بتقول انه ما لازم تصطلع بعيونه لحتى ما يقع سحره عليها لكن بيقترب منها وبينظر بعيونها وبيقولها هلا معك عشر ثواني تعتزريلي وتخبريني شو عم بتفكي بتحس ليزا بالعجز وما بتقدر تتحرك بطاطا ذا بيقولها رويال تخبريني شو عم بتفكي فبتقولها عم بحس بقلم فبيحكي لها لانه مشاعرك عم تتخانق مع بعضها وبتحس ليزا انها مو قادرة ورح تخبره باللي عم بتفكر فيه ومع ضغط تأثير سحره بتقوله ليزا انت بشاع ينتظم رويال كثير وهي بتحكي له سوري بس هاي هي الحقيقة اللي كنت امنعها تظهر وبيتفاجأ وبيقول اكيد صار شي غلط وانه لازم يرجع يجرب سحره عليها لانه مستحيل هادي يكون رأيها الحقيقي وبيحكي لها استطمعها بالنظر لاله طبعا ليزا من بعد ما سافت اهدا بطل اي حدا تاني يغريها او تشعر بجماله لهيك بس هم من كتر ما صدمتهم يقتنعوا انه ليزا شيطانة لهيك ما مشاع عليها سحر رويال وبيحكوا انه هالستاد تزوج شيطانة وشكلها هي وبما انه ليزا متأكدة انه اردن رح يجي وينقذها بتحاول تكسب شوية وقت وتحكي مع رويال وهو يقولها انهم سرقوا واخدوا زباينه لهيك لازم يحكوا وبيقولها سلمي لي ايا فبتفكر قصده عن الكتاب او بلوتسا لكن هلغة بيقصده عن وصفة الحساء تتفاجأ ليزا وبتقوله خطفتني بس كرمال الوصفة فبيحكي لها انه قطة السحراء من اهم الزباين واكثرهم لهيك فهو ضروري حصل على الوصفة وبيربح اللي بيعملها اصيب بمطعمه وخلص هيك بيكون العدل لكن ليزا بترفض وبتقول الواضح انه هالشيطان جدي بالبزنس فبيقولها رح اتفعلك عشر تلاف دينار لو بتسلميني الوصفة فبتقوله ما بتي عارضاك مو مغري بينشال رويال لانه هاد مبلغ ضخم كبير وبيبهز الخادمه اللي عم بيقدم لها الشاي بوقتها بتلاحظ ليسا وجود بشر مزحورين من قبار رويال المهم تسأله ليش مهتم كثير بالمال مو يشيل البشر فبيقولها انا رجل اعمال ولازم اعيش تاري بس بيقاطها الحديث صوت مرعب وهو وصول سنين فالانس مع اردن للمكان دخول اسطوري طبعا تركط ليسا لبرا وبيلحقها رويال وبيتقالها شو اللي يجاب هادول لهون بينما بيتجهزوا فالانس و اردن لا يهاجموا وبيوقفوا على الاصر وبيحاولوا شلة شياطين يربطوا فالانس فبيهاجمهم اردن وبيفك الحبل وبينطلق فالانس لا يتعلق بشكل مرعب لكن بغضب بيسألوا يالليذا شو عم يعملوا هون وشو خطتك وهي بتسأله شو خطتك انت كمان هل هي خطف البشر وبيعهم للشياطين فبيحكي لها انه الشياطين بيعملوا فوضى وهو حدا بده نظام عكل حال تسأل ليزا الشيطان بطغير عن عقد العمل اللي بينه وبين رويال وشو اللي بيعملوا بالمقابل وبتعرف انه بيوفر له رويال للحماية مقابل انه يكون خدمه فبتحكي له بس في كتير اشياء ناقصتك مثل راتب جيد وضمان وغيره فبيغضب رويال منها وبيقولها لا تحكي اشياء غريبة لشيطاني فبتحكي ليزا للخادم لو جيت معي رح اوفر لك شروط احسن بكتير وحياه افضل واخليك ترتاح وغيره فبيفرح الخادم كتير لكن رويال بيقولها ما في يفسخ العقد معي فهالبساطة ولو بده يفسخه لازم يكون في محكمه وهي سألت اصلا لحتى تعرف اكتر عن هالموضوع وما بدق بال تترك الخادم وبيصيرو الاتنين يتخانقوه عليه تاخد منه الشنطة فيها شوية اغراض من عالمها المهم فالانس بيكون معصب كتير وبالذات لما يمسك رويال ايد ليزا ويسحبها ونفس الشي ادن وبيحس رويال بالخوف انه فالانس عم بيضلع نار لكن ليزا بتقوله طالما انك رجل اعمال ارجع تعال عندي طريقة مؤدبة وبترمي حالها لتحت بيطيرو فالانس و ادن وبيمسكها ادن بين ايديه بينما هي بتبتسم له وبتقوله عرفت انك رح تيجي وتنقذني وبيضمها ادن بحظ ولما بترجع للقصر الكل بيضمها وبيبكي لانهم خافوا عليها فبتعتذر منهم انها سببت لهم القلق يستغربوا وبيسألوها كيف نزعت من شحر رويال فبيقول ادن روح مرت بخير وانا اتفقتها اول ما شفتها فبتسألوا ليزا وانت صور هالشي فبيحكي لها بقدر اعرف من نظرة واحدة والوحيدة اللي بتطلع فيها وبتبتزني مثل هي انت المهم بينتبهوا القلق الصغار على البكاء وبيسألوا ادن شو اللي صار فبيخبروهم اهل بحزن وتمثيل انه رويال خططها وخليها تعاني فبيغضبوا وبيتوعدوا له المهم بعدها بيرجعوا ادنوا ليزا للأصر مع التنديل وبتحكي اخيرا ارجعنا على البيت لكن ادن بيشلح قناعة وبتنسحر فيه مرة تانية وبيسلمها ورقة وبيقولها الفضلي تسأله شو بتكونها الورقة فبيحكي لها ورقة الفضاء بتحس ليزا بحزن كبير وبيحكي لها ادن صراحة فيشي لازم اعترفك فيه انه الورقة جاهزة من زمان بس سبب انا عانيتي انتي كمان عانيتي وتعرضتي للخطر لهيك ما بدي اعرضك اكتر للخطر هاي الورقة بايدك ولو وقعتيها احنا من اليوم راح نكون غرباء ولهيك شلحت القناعة قدامك لا اذكرك ادي انا بشع وتسرعي بالتوقيع وبيكونوا الجدات قاعدين بحزن وهم عارفين عن موضوع الطلاق وبيحكوا انه هات قرارهم بالنهاية لحتى ما تتعرض ليزا لكمان حوادث خطيرة وانه يمكن الحظ كان بصفها بس كل شي ممكن يتغير بلحظة لهيك لازم يحترموا قرارها بالمغادرة لكن ليزا بتحكي لا اردان لسا ما بدي اطلاق العمل بلاش نجح وصاري عنك كذا شي جديد ومحمس بس ليش انت اللي بتقرر عني كل شي قررت زواجي وهلا راح تقرر طلاقي انت عم بتحسسني انه نائري اي رأي فبينصدم اردان لانه ما فكر بالموضوع بهالطريقة بينما هي بتبكي وبتقول كلامك هاد بيبين كأنه هم الوحيد اطلاق وبتحكي بحايلها معقول اطلاق من ملك الجمال هاد وبتحكي له وحاسة لكون جنبك كل شي راح يكون بخير فبيخجل اردان كتير وبتقول له وكمان لسا في كتير اشياء عم بتسير فشور اياك ان اجل موضوع الطلاق لغاية ما نتخلص من دوياله فبيحكي له اوكي موافق فبتحكي له خلي هالورقة معي لحتى ما يرجع يجيب لها اياها مرة تانية وبيقولها اوكي بس انت عنجد لازم تبقي جنبي اوعديني بهالشي وبتقوله بوعدك وهي ميتة من الخجال ولنعرف قصة الشياطين هادول وكيف بيفوتوا على عقل البشر بلجت القصة بنوزارع بسيط سعيد يشتغل بمزرعته ومسؤول عن القرية تقريبا بيقدم جزء من المحصول لكونت لينقذهم ويدافع عنهم ويحميهم من الشياطين ولكن بهالسنة ما كان فيه محصول جيد ولا مي لهيك خاف المزارع انهم ينقتلوا وتسأل شو العمل بوقته ظهر فار صغير وقال له عندي فكرة رح اسرق محاصيل القرى اللي جمتكم وهيك راح تعيشوا بس بشرب تعطيني روحك فكر المزارع كثير وحكى بمقلها مجرد سرقة صغيرة ومو كل المحصول مو غلط ووضع لين قد قريته واللي فيها لكن اللي صار صدمه لانه القرى اللي جنبه تمت إبادتهم من الشياطين لانه القانت ما حماهم لانه ما سلموا أي محاصيل يعني زرق الفار كل المحصول بوقتها حت المزارع انه هو السبب بكل شيء خصوصا انه ابنته الكبيرة كانت متزوجة في هديك القرى اللي جنبه وماتت وبوقتها صار المزارع رجل سيء جدا بس بيشرب عطي طفاح وبيضرب مرته وولاده حثت مرته بالتعب من اسويته وفكرت بالحال وبوقتها ظهرت عبان وقالها عندي فكرة راح انقذكم من زوجك وبالمقابل اعطيني روحك وفعلا ابلاده وعض المزارع برجله ومات المزارع حسد الان بالراحة وانها انقذت ولادها لكن اللي صار كان كارثة كانوا بعد ما مات المزارع اختفت المحاصيل وماتت الحيوانات وغيره كثير وفكرت بنتهم التانية بالحال شو لازم تعمل لا تنقذهم بوقتها ظهرت رويال وقالها عندي فكرة راح انقذ عليك واعطيكم الدهب والفضة والاكل وبالمقابل راح اخذك ماء وتسلمي دي روحك وهيك صار فيه عقود بين البشر والشياطين عكل حال رويال مسك بيسن وبلش يحقق معه بانه كيف ارضه صارت لمرت هالسد وفتحت مطعم فيها لكن بيسن قال له انا كمان انخدعت منها متلي متلك لانه كان فيه اشاعات انها شيطانة مرعبة بس طلعت مرت ايردن فبيغضب رويال وبيقول له وهو عكت كذب على سيد الشياطين وفكرت انه الشي المخيف بهالسد هو انه صار بيمتلكوا بلوتسة لكن اللي ما توقعت يديره كمان هو عمل ياخده مني وبيطلب من الخادم يجمعوا شلة استكشافية ليرقبوهم وبيحكي بحماس انه ليزا مجرد بشرية قرر تتحدى وهو متحمس كتير بس رح تندم لانه شيطان اوي وثري ورح ياخد روحها بالنهاية اما حالة ايردن وليزا فدم تعديل جدعو للعمل لحتى تبقى ليزا مع ايردن طول الوقت حتى بنفس الغرفة ولما بيجوا يناموا بيسألها ايردن اذا بتحب يفيقها معه وبتقوله اكيد وبتتمنى له ليلة سعيدة فبيتذكرها وهي طفلة وبيبتسم بينما هم الاثنان بيكونوا سعيدين وعم بيفكروا بعض قبل النوم المهم بيرجع بيسن يخبر ليزا واردن عن اللي حكى رويال فبيتمنوا ايردن انه تصار هلأ عندهم جيش من القولم صاح صغار بس اقوية بوقته بينتضم بيسن انه كيف قدروا هالاثنان المجانين يربوا شياطين وبيشعر انه ليزا فتى مرعبة وبتحكي لهم ليزا بما انه رويال على اغلى بيزورنا عن قريب لازم نعمله فخ كبير فبيسألوها كيف يعني فبتحكي لهم خلونا نجرب اول شيء لو حينجح وبعدين بنشوف الغطة وباليوم التالي لما تفتتح المطعم والقطة ميتة على الاكل بتقولهم انها بطلت تقبل المال وبذهب المقابل يسلموها عقودهم لانها اعدت مع ايدن من قبل وسألته على عقود الشياطين وقبرها انه العقد شي معقد لانه ما بيتم بشكل ورقي وانما شكل تقريبا سحري مثل المانا لهيك فهو مقياس لقوتهم وباختصار فكل شيطان متعاقد مع عدد من البشر سواء من خلال خداهم او التعاقد معهم وكل ما زاد سوء البشري وفساده بتزيد كمان قوة الشيطان وبيتفخروا بهالشي عكل حال بيقولها كمان انه في عقود بين الشياطين وهي عقود حقيقية لانها بتعتمد على الولاء والطعام من الاضعف للأقوى وكمان بيصير تقريبا البشر الخاضعين للشيطان خاضعين للمتعاقد الأكبار يعني الشيطان الأقوى بالتالي بيصيروا خاضعين أكتار فبتسأل ليزا هل بيزن عام العقد مع رويل فبيقولها لهلا لا لانه القطع السحرية اللي موجودة بقلعته عم تحميه ولكن لو استمر بالتعامل مع الشياطين ممكن تنكسر بالنهاية وبقته رح يوقع وما حيقدار يهرب من رويل لأنه البشر لما يوقعوا العقد ما بيقدروا يهربوا منه حتى بعد ما يموتوا بيظلوا تابعين للشيطان عقل حال قررت ليزا توقف هالشيه وتعترض العقود ولعك تلبط من القطعة عقودهم مع البشر ومع الشياطين وحكت لهم كل عقد رح يكون بمثابة قطعة معدنية وحدة ورح أقدم لكم الحساء مقابل كل عملة وهيك حسوا الشياطين انهم ربحانين وصاروا يقدموا لها العقود وباختصار فكرة ليزا من هالشي برضو انه هاي العملات النقدية اللي هي بمثابة عقود هلأ واضطرت قابلة للسرقة لأنها تجديد للعقد يعني هي قوة مانا ومو فلوس حقيقية وهيك بتقرر ليزا انهم رح يقدروا يقبضوا وعلى رويل المهم توصل الأخبار لرويل من خدمه عن الوضع وحتى عن القولم وبيتفاجع كتير ان القولم عم يتبعوا هالسيد وانه كيف هالشي صار بس مشكلة القولم انهم أغبياء ولكنهم أقوياء وبيقرر انه يروح فعلا يقابل ليزا بينما بيكونوا ليزا وأردن عم يستنوا أصلا ومستنين جايته بتكون ليزا خجلانة بعد اخر شي صار بينها وبين اردن لانه زاد القرب بينهم ولما يحكي مها اردن بتصير تقدر تتخيل شكله حتى لو لابس القناع على كل حال بيفوت رويل دخول رايق وبيقولهم كيفكم يا سادة طبعا رويل اول ما يشوف اردن بيقوله تعرف كم كلفني تصليح بيتي اللي دمرته فبيقوله اردن منيح انه بس بيتك اللي تدمر بمعنك خطفت مرتي فبيحكي له رويل احكي مع الشيطان الرائع اللي قدامك بأدب يا واقحتك يا رويل والاثنين بيكرهوا بعض لدرجة مطبيعية فبتحاول ليزا تحكي مع رويل وبتقوله كنت بنتي دارك فبيقترب منها وبيقولها كنتي تستنيني انا يا حلوة فبيغضب اردن وبيكون رح يضربه وبوقتها بتتذكر ليزا انه عادة اردن ماتت على ايد الشياطين لهيك يمكن يكون مش مرتاح بالمرة لهيك بتروح وبتسأله هل بتحب الضل برة فبيشار اردن بالخيانة وبيزعل وبيزألها رح تطرديني فبيقول رويل بقرف خلص فيك تبقى بس اخرس وخلينا نتناقش بالاعمال وبيحكي لليزا رح اخذ اعمالك فبتحكي له وكم رح تدفع اكيد مو على كيفك تحكي هيك فبيرجأ اردن يغضب ويقطع الكلام فبيعصب رويل وبيحكي له وبعدين معك كل ما احكي شي رح تقطعني كيف رح اتناقش وبيقول على شو المريضة ليزا بتحب هاذ المؤرف وبيتسأل شو اللي مخلي هالستاد لهالدرجة معصب بيتوقع انه في شي مشكلة مرعبة ولا طار بينه وبين الشياطين وبيقرر يستمع لصوته الداخلي ليلاقي انه السبب غضب اردن هو انه ما بده رويل يتضل على ليزا لانه غيران وبيبالشو الاتنين يحكوا ويتناقشوا بصوت داخلي بدون ما تسمعهم ليزا بيسأل رويل اردن وكيف رح اطلع عليها طالما رح اناقشها فبيحكي له اردن غمض عيونك وقال له رح اشيلهم فبيقول له رويل مين اللي بيغمض عيونه باجتماع غبي انتشين وبتشعر ليزا انه في شي عم بيصير بينهم وبتسألهم فبيحكوا انه مجرد نقاجات عكل حال بتقولهم صار وقت العمل عن جد وبتاخدهم ليشوفوا المطعم وشكل الاطاط اللي عم ياكلوا الحساء بهالشراها بتورجي برضو المينيو اللي ما في غير الحساء والعملة المعدنية الجديدة اللي عملتها لانه الشياطين صاروا يستخدموا العملة البشرية بدينار وصارت عم بتقلقيمتها بسبب غين الشياطين لهيك اكيد رح تنهار عن قريب فبالتالي قال هي عملت عملة جديدة لتحافظ على قيمتها وبيعجب رويال كثير بكلامها وبتقوله ليسا وقعد وما حدا سمع عليك وبيطمو كثير بهالعملة اللي مو حقيقية وبيقولوله انها صارت تشوى حوالي الخمسين دينار من عمولات البشر فبينصدم رويال كيف صارت بهالقوة وكيف الشياطين عم تدفع كل هالشي على شي بسيط مثل الحساء وبيطل شي من جبته تستغرب ليسا كيف جيبه وصعان كل هاد فبيقولها اردن انه هاي اسمها جيب المخزون للشيطان وكأنه ممر السري بيخزن فيه عبارة عن مخزن كبير بيحطو فيه كثير اشياء وكل شي يعني فبتتساءل اذا الجيب اللي اخذته من الخادم تاعه من قبل فيه نفس الشي وفيها تاخد اشياءهم وتستخدم مخزونه عكل حال رويال بيقول انه اخترع ميزان بيظهر القيمة الحقيقية للاشياء لكن اردن بيقوله انت هيك غشاش انت اخترعت هالشي ورح تغشن فيه فبيغضب رويال وبيحكي لليزا سكتي زوجك يا راس البطيخة وبيحط اطعة معدنية منها مقابل خمسين دينار متل ما حقوله وهو مو مقتنع ابدا انها فعلا ممكن تسوى كل هالقد لكن الصدمة انه يلاقي الاطعة المعدنية صارت قيمتها خمسمائة دينار يتفاجأ كتير وبيسألها كيف صار هالشي فبيتقوله صار لما دخلت قاعد الصعام الشياطين اتفاجأوا انك وصلت وعرفوا انه انت نفسك مهتم بالعملة المعدنية اللي عملناها فباختصار زاد السعر بسبب وجودك فبيتفاجأ اكتر وبيقولها اتضعفت عشر اضعاف لهذا فبتخلي ليزا يزيد منطقته بنفسه وغروره وبتقوله تتخيل انه وجودك سببها الارتفاع الضخم فبينغرب حاله وبيقول مستحيل ميزاني يكذب عليه عكل حال بيخبره اتن انه في شي اسمه سعر الصارب يعني لو بده ياخد العملة المعدنية ويدفع خمسمائة دينار لازم يطع خمسة قروش عن كل عملة وذياد رويال يحسب الموضوع ويتساءل هل فعلا هل الكلام حقيقي ومظبوط وكم بده ليخلي العملة تزاد اكثر بالسير وكيف رح يقدر يسيطر على السوق لو صنع حساء تاني افضل وغيره كتير عكل حال تيتب تعطي الخمسمائة دينار ناقص الخمسة قروش مقابل انه يعطيها قطعة معدنية المهم بتقوله شو رأيك مهتم بالتعامل معنا ومع انه مهتم كتير بيقولها لا قاله حتى ينزل سعر العملة ويسيطر عليها كلها ويشتريها بسعر اقل بس ليسا طبعا فهمته عكل حال بيقرر يريها وبيحكي لها ولازم تشوفي صحة زوجك العقلية مبين مجنون فبتحكي له اكيد رح يكون غطبان لانه اهره ماتوا على ايد الشياطين فبيقولها اوكي بس هو يكان غيران فبتتفاجأ ليسا وبتسأله غيران كيف ملاحظة اردن معهم بس قاعدة بعيد عم يحسب الاموال وبتحس ليزا بالغيرة وهيك بيحس رويال انه في فوت لقلب ليزا وبيقولها عندك فضول عنه بتحبي احكيرك عن اللي جواته ومشاعره وشو بيفكر فيكي وهون بيظهر لنا الشيطان الحقيقي رويال وفعلا بتبلش ليزا تخضع وتضعف وبيحكي لها رويال ما عليكي إلا تعملي عاقز اتفاق صغير معي ورح أخبرك شو مشاعر اردن وهو يتقدم لك بالطلق ومع هيك معقولة ما بدك تتعرفي حقيقة مشاعره بتحس ليزا انه مبلغ بدها تعرف لانه لو تطلقوا مو بس رح تتركه هو رح تغادر وتترك الجميع يعني اليكسا وبالسيان وكسارو وفعلا بتقرر تقبل لكن بالصدفة ينقذها اردن لما يجي يحط الاتفاق التجاري الي بينهم وبينه بعينه ويقول له خده وانقله بيحمل رويال حاله وبيطير وبيحكي لها اردن رح نرجع نتلاقه انتبه وقته تحكي معي بقلة ادبه والاثنين بيكونوا حاقدين تتيرها لبعض وبتحس ليزا انها كانت غبية وانه كانت رح توقع سحر رويال وعلى مدار كم يوم كمان تبقى ليزا تفكر بالموضوع بعدين تبهزل حالها انها جد رح تنخدع من رويال عكل حال بيجي خادم رويال وبيسلم عليهم وبيقولهم انه نفسه يجرب الحساء بس يا حرام ما معه ولا اي عقد لانه ما في غير عقده مع رويال فبتقول له ليزا يعني بدك تاخد قطعة معدنية فبيقولها يا ريس فبتقوله تمام ما في مشكلة اصلا اكيد انخفض السعر لانه رويال ما اشتره وستشم ليزا وبتقول لها اردن انه رويال بطرع الطعم وفعلا لما يشوف رويال كم بتسوى الاطعة المعدنية بتكون صارت 360 دينار وبينغر اكثر بحاله وبيحكي انه هو رح يستنى لغاية ما تنزل اكثر لكن اللي بيصير هو انها بتصير ترتفع وتوصل الالف وبينجان رويال وكل مرة عم تنخفض شوي عم ترجع تطلع بشكل اعلى وبيحتار ليش هاتشي عم بيصير بيضل يراقب الميزان لايام طويلة بدون ما يعمل اي شي ثاني على امال ينخفض بس عالباضي لدرجة انه خادمه بيقوله بليز خلص اشتريه ما بهتسعر لانه شكله ما رح تنزل العملة اكثر لانه صار بيه كثير شياطين عم يستثمروا بيها لكن رويال بيصرخ وبيقوله مستحيل اشتريها بسار الخيالي هاد لكن بعدها بيستثلم وبيروح يشتريهما بسرعة بينما بيكون اردان عم يشرح الخطة لبقية رفقاته ويفهمهم شو رح يعملوا اما الهيزة فبتكون ترجى اردان تعود لحالها لساعة على الاقل لانه مرافقها اربعة وعشرين ساعة وبكل اللحظات بوقتها هيك بيفكر اردان لكن بالحقيقة السبب انه ليسا عم بتدور على ورقة الطلاق اللي حطتها بجابة الخادم الخنزير لما اخذت منه شنكتو ودخلت لعالم كبير وما لقيتها باي مكان وتشكل غريب حسات بالراحة المهم بيرجع يفوت اردان وبيعتزل منها وبيسالها اذا بتحب يتركها اكتر لانه مزعج فبتعرف انه اردان كمان متلها بيخاف من الوحدة وبتقول له شو عم تحكي انا بفضل ابقى معك على انه اكون وحيدة فبيخجال اردان كتير وهي كمان وبيحط القناعة ليغ في وجهه وهي بتلف بتقضعهم كثرو اللي بتيجي حالة استعجال لا تخبرهم انه رويال اشترى كل القطع المعدنية وبيحسوه اكل الفخ تماما بيروحوا ليزا و اردان للمطعم وهناك بيلقوه مع صدمة كل القطط بانهم هالاق رح يبطوا يقدروا يشتروا الحساء بما انه رويال اشترى كل القطع المعدنية وهو حاسس حاله انتصار على ليزا وربح وبالمقابل رح يتفعلها مبلغ ضخم جدا جدا مقابل كلها القطع المعدنية اللي رح ياخدها وبيطلب من خادمه يروح ويعطيها كل المال ويكتب عقد بينهم لانه مو خايف من شي باختصار لانه شايف القطع المعدنية وكم سار عم يغلق يعني هو الربحان المهم بيطلب الخادم من ليزا توقع باستخدام الجيب ولم يشوفه بينصدم وبيقولها كأنه هاد ملكي وما بتعرفي كم دورت عليه لكن رويال بيحكي له خالص بجيب لك واحد ثاني المهم اخرج واتركني فرحان عاكل حال بيطلب الخادم على الاقل ترشاله بعض من مجموعاته فبيتقوله اوكي بس بدي فلوس بذلهم فبيطلب الخادم من رويال المال فبيقوله اوكي بس لاني رايق ورئيس عمل جيد لكن في مشكلة واحدة انه رويال ما ظلمه مال حقيقي ابدا ولا دهينار وانما العملاته بس فبيحكي عادي هلا بصرف شوية فلوس لكن هون بيواجه الصدمة لانه سعر الصرف اللي كان خمس قروج صار الف عملة وهيك بده سروة اصلا ليحول المال يغضب رويال وبيصرخ على الريضة وبيقولها رجعت سعر لاصله فبتقوله للأسف بالعقد ما في اي شي بيمنع اني ازيده لهيك مشكلتك انه ما قرأت العقد النيح ومثال ما انت بتقول انه العقد مهمة للشياطين وكان لازم تفهمه منيح بيغضب رويال وبيهاجم ليزا لكن قدم بينط وبيحميها وبيغبشي الهجوم فب يفقد رويال احصابه اكثر وبيقولهم انهم نص طبيين بس ليزا ليزا ما انتهت لانا بتقوله صرت حاسة سار الحساء غالي لهيك رح ارجع دينار لكل عملة يعني كل العملات المعدنية اللي كانت معه بالملايين صارت هلا ايضا ببتسوى لك بيحس انه تصار شحاد فجأة بيفوتوا ناس على اساس انهم هيئة مالية من الجحيم وجايين يساعدوا رويال اللي تم خداعه وبيحكوا له انه فيه يقترد ادمع بالدو فلوس منهم ويدبر حاله هالفترة ويرجع يسدلهم اياهم بمجرد توقيعه على بعض الامور البسيطة طبعا هذول بالحقيقة رفقات اردن بس الغرقان بيتمسك بأشيه لهيك رويال بيصدق وبيحس بالفاخر بمجتمع الشياطين وبيغادر وهم مصدومين من غباءه وبيحكوا انهم هلا رح يسترجعوا منه كل شي حتى يمكن قلعته وغيرها ياخدوها اناوي بالليل بيكون اردن عم يقرأ رسائل واصلته لكنه بيلاقي رسالة واحدة غريبة بتخليه التفت لليسا بصباح اليوم التالي بتفيق ليسا وبتلاقي اردن لابس وجاهز تستغرب وبتسأله ليش ما فيقها فبيقولها كنتي نايمة بعمق كبير وبتتسأل ليش لابس القناع عكل حال نعرف انه فيه اشاعات كتيرة وصلات للناس بموضوع طلاقه من ليسا وكتير ناس بعطين له رسائل بدهم يتزوجوها او يزوجوها لولادهم هالشي حطم اردن وحسب قرم كبير وبيكي وقرر انه ما يقع ضحية مشاعره ويخبيهم عكل حال يضع الفطور سوا وبتخبروا ليسا باية الخطة وانه هلأ رح يبعتوا لرويال كمان مرة ناس على اساس انهم من منظمة ما ويخلوا يقلق ويحكو له شوية معلومات صحيحة مخلوطة بكتير كذب ويخوفوه ويحسسوا انه البشر عم يضحكوا عليه او رح يتفوقوا عليه وانهم ممكن يفوتوا من مخزون تابعوا اللي يسرقوا بالجاب لمخزونه ويسرقوا كل شيء وبما انه رويال اصلا بحالة عدم تقب نفسه وبقراراته بيوذق فيهم وبيقنعوا في كل غباء ينقل كل فلوسه وممتلكاته للجاب الخاص فيهم ورويال بيعمل هالشي بيدون اي تفكير لكن لما بيجي تابعوا وبيخبروا رويال باللي صار بينجلط من غباء سيده اللي ظهر فجأة وبعد لحظات يوصلوا كمان لجنة التمويلة من الجحيم اللي شفعوا له وقدموا له المال وحكو له لقينا انه ما بقي عندك اي مال بالتالي رح نحجز على رهنك وقصرت وكل ممتلكاتك مثل اتفاقنا المكتوب بالعقد ينشى الرويال وبيقولهم ما فيكم تعملوا هيك لكن بتظهر ليزا وبتقوله شكله انا اللي انتصرت اخيرا وبيعصب كتير وشر بعيونه طبعا الرويال من كتر الغضب بيتحول لشكله مرعب وبيقولها رجعي لي فلوسي وكيف تسترجي بشرية مثلك تخضع سيد الشياطين وبيحاول يهاجمها مع انها بتقوله انه في عقد بينهم بيصدق قدن وبيقوله انا قبل كنت ماسك حالي لانا عم نعمل خطة بس هلا ما في شي راح يخليني اهدى فاياك تحاول تئزي مرتي وبدور جي ليزا العقد اللي بينهم الرسمي وانه هي كمان بتمتلك منظمة تمويل الجحيم وباختصار فلوسه وقلعته صاروا الها وحتى عبيده اللي بيفقوا عنهم السحر وبراجعوهم لطبيعتهم عكل حال بيحكي لهم رويل صحيح انه كان في عقد بيننا على بعض الاشياء بس اللي عملتيه اسم احتيال لهيك راح اتصيكم لمحكمة الشياطين العليا وبياخدهم فعلا لالها بتخاف ليزا كتير بحضرتهم وبالمكان المرعب وبيشتقي لهم رويل عنهم وبيردد البوس لليزا التهم انها خدعت رويل وانشأت عملة وهمية وخلته يصدق وجودها وتلعبت بالسوق وسرقت ممتلكاته وخدعته اكتر من مرة بغصوص اسره وقالف شي تاني بترد ليزا بخوف وبتحكي انه صحيح عملتها الاشياء وبيتوقعوا انه العقاب يكون كبير لكن المظهر انه بيبلش ويضحكوا وبيحكوا لها عنجت انك بشرية رائعة كيف اقدر بيستعملي كل هالاشياء اديشك شيطاني وشريرة بينجان رويل وبيسأل ليش عم تمدحوها لكن كبير الشياطين بيقول له شكلك نسيت يا رويل انه احنا شياطين وبنحب فساد البشر وهالبنت بصراحة ابدعاد لايك بتستحق كل المدح اما انت فتم رفض الدعوة وتجريدك من لقبك وانت يا ليزا احنا فخورين بانجازك كثير يمكن بك تسير شيطانة وبذل جهدك لا نقرر مع شعورها بالمفاجأة بعد هاللقاء الغريب مع المحكمة الشيطانية بيرجعوا لقص الرويال الاماسي وبينتضموا من كمية المجاهرات اللي طلع بيمتلكها الرويال ومو بس هيك الجايب المخزون في كل انواع الثراء وبتحكي ليزا طلع فعلا هالقصر الماسي لكن تشرح لها واحدة من تابعات رويل التابعين اللي خداهم انه رويل اصلا خدا صاحب هالقلع وعمل معه عقد بالغلط واخذ منه قلعته وكل خدمه صاروا تحت عمره وبتحكي لها شكرا لك لانك انقصتيني وانقصت عيلتي وكل البنات بيتشكروها بس بيبلشوا يخطفوا لانهم ميتين من زمان بس هالق على الاقل يقدروا ينطلقوا ويتحرروا وبتشعر ليزا سعادة كبيرة انها ادرت تنقذ البشاري وبعدها هالفوز الكبير هاد تنتشر الشائعات الكثيرة عن قلعة هالستاد والمنطقة وانهم صاروا اغنياء وكسبوا كثير بعد صاحق رويل وانهم صاروا يوفروا اكل وعلاجات مجانية لدرجة الناس بتفكر تسافر وتتكن فيها وبنلاقي انه كل حدا من الجدات اخذت جائزة مالية بعد اللي زار وباستيان اشترت شيء الاسهام احنا مع كاسترو اشترت قارب شراعي لانه حلمها لما تتقعد تكون بالبحر اما اردن فبيجي جايب هدية لالكتا خاتم واول ما تشوفه تتفاجع كتير لا تخافه ما عم يعرض عليها الزواج تسأله كيف اقدرت لانعرف انه هاد الخاتم كان ملك لالكتا من الاصل لكن لما كان الوضع صعب جدا الكتا باعت خاتمها كرمالهم كلهم لا تحسن الوضع بس اردن ضل يلاحق مكان الخاتم لي رجال هيا وهلأ اخيرا حان الوقت تتأثر الكتا كتير بانه هالخاتم العزيز جدا رجالها وبعدها بيعدوا اردن وليزا سوا وبتقول له ليزا بتوتر بدي اخبرك انه اوراق الطلاق ضاعوا فبيفرح اردن كتير وبيقولها اوبس يعني هلأ ابصر وينتا نقدر نرجع نعمل كمان مدى الوراق ويمكن نتأخر فبتقول له صح وبتحمل حالها لتغادر بسرعة حتى ما يرجع يفتح السيرة وبتقول له صار وقت النوم وما في داعي نستعجل لعيشي لكن اردن بيقولها مرتي بدي اقولك شي فبتحكي له كتير ضرب منك تناديني ليزا لو سمحت تناديني باسمي فبيشعر بالخجال وبيقولها طيب ممكن تبقي اليوم معي لوقت اطول فبتستغرب ليزا وبتقوله بس انا هلأ بامان فشو السبب؟ طبعا هي بدع تهرب لحتى ما يرجع يحكي معها بالطلاق لكن اردن بيفكر بشي تاني تماما وبيفتح خزانته وبيطول شي علبة منه وبيقولها يمكن انت مسيدي بس انا لأ واسف انه ما اعتناد فيكي طوال السبع سنين اللي مضت وبيعزم لها عقد جميل وبيقولها كل عام وانت بخير وبنرجع لطفولة ادن وعمري لعشر سنين كان عنده صديق مقرب كتير اسمه هانز كانوا الاثنين هبايل كتير ومقربين لوعد وتقريبا نفس الشخصيات والهبل حتى بيحبوا نفس الشخصيات بالكتب والمبارزة والاثنين هلموا بيكونوا اقوياء وعظماء ولما بيتبارزوا سوا ويفوز ادن بيصيب هانز الاحباط وبيسأله ليش انت اقوى مني وبتعرف المبارزة بس بيقول طبعا لانه تم تدريبك على ايد فرسان ام بانا فمسكين ابن صاحب الاستبل وكل مهامي هي اني اطعم الحيوانات واشربهم بس شي يوم رح اسير بطري كتير اوي واغذم الشيطان واكون البطل فبيسأله ادن بحزن وانا فبيحكي له انت رح تكون الصديق الدعم للبطل اللي البنات بيحبوه وبيقول له شي يوم رح اقابل زاحر وانت اقل العالم المظلم واقطل الشيطان واحررك من لعنتك فبيشهر اردن بلطابته الكبيرة وبيتحمس لهالشي ولما بيكون قاعد وجايب شي كتاب وقصه ليقرأها تسأله باستيان اذا بيحب تقرأ له اياها فبيقولها لا رح اقرأها مع هانز لانه رح نصير اقوياء ونطلع برحلة ونهزم الشياطين واتحرر من لعنتك بعرف اني كوارية العالة لازم اتزوج بس مستحيل حدا يقبل الزواج فيه بوقتها اللي كتخبرته انه فيه له اصلا زواج مدبر مع عائلة كري طبعا هالقصة بكونوا عم يحكوها للهيزة اللي بتنتظم كتير وبتتحمس وبتسألهم طيب وشو صار بعدها وين رح هانز عنجد وراح فبيحكولها لما كبر صرع بحب الخيول وقرر يلتزم بهالشي وصار يهتم بالخيول الملكية وكل قصة تحرير اردن راح تهباء المنتورا فبتقوله اكيد هاللا بتحس بالحزن والوحدة لانه راح وتاركاك فبيقولها لا مو عنجد لانه معي باستيان وكزار والكسا والكل هون بيحبوني والاهم من كل هاد هو انه انت معي شكرا انك جيتي وقبلت تكوني هون وبتشعر ليزا بفرشات هم بتطير حواليها عاكل حال بتروح ليزا تنام بس حماسها بيمنعها وتفكيرها بأردن بيشغلها بوقتها بتنتبه على الطاولة والرسائل الموجودة عليهم وبتتفاجئ كتير لما تقرأهم وباليوم التالي بتروح باستيان بتستدعي ادن بسرعة وتقوله انه فيه كارثة ولما بيروح معها بيراقي فيه كتير رجال جايين يعرضوا الزواج على ليزا قال لانهم سمعوا عن انه انفصالهم قريب وبدهم يعرضوا الزواج شو قلت الادب تيجي تعرض الزواج على بنت في بيت زوجها ما علينا اردن بيورجيهم وجههم مرعب وبيخافوا وبيهربوا وبيسأله عن مكان ليزا اللي بتكون بالحديقة وبتكون كتير اصلا مزعوجة من الرسائل اللي شافتها وعارفة انه الناس اللي بعتين هيك رسائل قصدهم وهدفهم يستغلوها لانهم سمعوا عن موهبتها وذكائها وبتحكي انه ما في مكان ترتاح فيه متل هون بهالسد ولا في مكان رح يحميها متل ما بيعمل الادن ولا بدها تكون باي مكان غير معه لهيك حتى لو هالسد طلب منها يطلقها رح ترفض وما رح تخلي هالشي ينجح المهم وهي عم بتفكر بالموضوع يظهر قدن وبيقول بهاقله نفسي كتير احكي لك انه ما بدي اياك تكوني لغيري ولا مع غيري ولا تتزوجي حدا تاني بس كل مرة بتكوني جنبي بيكون في خطر عليك عادي عن جد احكي لك مشاعري وما رح اكون اناني لو اعترفت فيهم المهم بيقترب منها لا يحكيها لكن بيقاطعهم بروياد تخيلوا يظهر بشكل مختلف وهو عم يبكي تقريبا يتقه بقردن لا يعاقبه لكن رياد بيحكي انا جاي اطلب شي من ليزا ممكن تشتريني وتستخدميني كخادم عندك بيتفاجأوا لاتنان كتير وبيسألوا ليش فجأة وكيف وشو اللي صار اصلا وبنعرف انه استخدامهم لقلو كخادم يعني انه يضيع الاوامر ويظهر باي وقت بدهم اياه لا تدفع عنهم وغيره وتحقيق طلباتهم وبرضو هيك بيتم حمايته المهم بيقولهم رويل السبب اني للأسف فكرت حالي شيطان عظيم واني الشر المطلق بس لما انت جيتي ودمرتيني بالأول في الكرام وبعدين ترقت كل شي قامتلكه والاحتيال علي لدرجة انه الشياطين العليا حتى اعجبوا فيكي واعتقلت بالشيطان متدني خلاني انسحر واحس انه لازم اتعلم منك لايك بدي فعلا هالشيه وبيحكي لها كمان بكره كتير على اللي عملتي فيه بس مستعد اكون تحت امرتك ورح اصيع كل طرد بدكية وكل امر وفيكي تضربيني حتى لو بدك لكن ليزا مو مهتمة فيه لغاية ما يقولها رح اخبرك المكان السري والحجر الاثري بقلعة سيراس المهم بتبلش بعدها تفكر بالموضوع بشدية لكن رويال بيستفزها لما يحكي انه هلا اتاكد انها رح تقبل تخلي الخادم عندها وبتحكيله ترى هون كل واحد فينا فقط اهله بسبب الشياطين وجاي انت متوقع نخليك تشتغل معنا وعنا على اي اساس وانت نفسك اصلا ما عندك اي مبادئ وبتشجحه رسميا فبيقول رويال اذا لازم امتلك مبادئ وارجع بيغادر فبتستغرب انه راح ونفس الشي ادن اللي فيه يسمع كلامه الداخلي اللي قال توقعت يحكي الشي كمان لكنه راح فبتسأله ليش شو كان رح يحكي فبيقولها انسي الموضوع مو مهم معي شوية حلوة خليني اطامك اياهم وفعلا هلها بلى ليزا بتنسى لكن بعدها ينتظموا لانه رويال بيصير كثير بنيح وبالليل بيكون شغال على القط على الحرمية وغيرهم وتنضيب المدينة يفاجأوا ليزا وقدا وبيروحوا ليشوفوه ويسألوه شا عم بيصير معك فبيقول تبعت نصيحتك مو طلبت مني يكون عندي مبادئ لهيك قضيت الوقت الماضي اسأل الناس شو معنى مبادئ وشو هي واكتشفت انه شي مهم عند البشر واهم شي اكون انسان جيد و اعمل الخير لهيك عم بحاول اعمل الامور اللي بتهمكم كبشار تستغرب ليزا وبتقول له مو كانوا هالشي حكت فكرة انك شيطان وكمان حست انه رويال عم بيصغر بشكل مطبيعي واقتنعت شوي بكلامه وحكت له كمل اعمالك الخيرية لا اقرر ثاب بيفرح رويال وبيتفاج اردان لانه اردان حاش انه لما انحرقت ورقة العقد الدموي اللي كان بينها وبين ليزا انه عرقتهم بطلت محمية وغايف من هالشي وانه لو عملت عقد مع رويال رح يكون مثل كأنه عقد روحي مو انه يسيطر على روحها ولكن انه يرتبط بروحها ويتباعها لهيك بيكون غيران وبيقرر يعترف لها بمشاهره بس كل مرة بيحاول بيغزال كتير وبيتراجع وبيحكي شي غبي وبيقول بس هلأ فطلت حاسس انه هاد هو القرار المناسب ولازم تبقى معي وجنبي بس هالرح يتغير شي لو اعترفت لها بمشاعري المهم بهالوقت بده قديس على الباب وبلما بيفتح بيشوفها جميلة جدا المهم بيسألها شو اللي يجابك بهالوقت تخزال بيحكي لها فبتقوله بصراحة تعوطي تكون ماء لهيك حاسب الوحدة لحالي يتأثر اعدان كتير بس بتزأزق مرته وبتفضحه ينحراش وبيقولها انه ما اكل كتير فبتقدر حالي يتصلله للمطبخ وبتخبيه بشي عباي على راته وبينطلقوا الاثنين سوا وهو خايف بس يعني تبهدلهم على العمائل بس ليس بتقوله شو مهم لا تنسى احنا اسياد القلعة يعني احنا اللي بنبهدل وبياكلوا حلويات وغيره بالزر وهم ينستمتعين ومبسوطين وبتقول ليسا هالتصرفات ذكرتني بحالي وانا طفلة ما كانوا يطعموني اكل يا ضوب لهيك كنت اتشلل للمطبخ وااكل واتترق لغاية ما اشبع وقتمتع بهالشي بس لما يكتشفوا كنت اكل اكل فبيقولها قدان بغضب ضربوكي حتى وانت طفلة فبتحكي له ما كانوا يشوفوا اني طفلة كانوا يشوفوني شخص ما الو فايدة وكانوا يكرهوني فطبيعي هالشي مع كل حال تسألوا طيب وانت كيش لهالا لسا فايق فبيحكي لها كنت عم بفكر بشي فبتتسأل شو اللي مخليه الان وبتقوله اذا بتحب استخدم طريقتي تقطيع الزهرة لا تعرف شو القرار اللي بتاكي ياه وبتورشي مثال انها مثلا هلأ محتارة لانا زهرت كثير وتأخرت هالي تنام وتفيق بوقت متأخر ولا تبقى فايقة وتنام بكتير وبيفهم اردن اصحا وبتحكي له بس عادي احيانا ممكن تطلع النتيجة حكس اللي بديها بوقتها بعرف شو اللي بديها اصلا بيقتنع اردن بها الفكتة وبيقولها بتعرفي ما كنت بعرف انه الاكل ما حدا رح يكون ممتع لدرجة فوقتها ليزا بتتارك هالشي المحزن عن اردن انه منه هو طفل بياكل حاله من شان قناعه وحالته حاله وبتحزن عليه وبتحكي انه في كتير اشياء ما قدر اردن يعملها مثل انه يشهر بالهوى عم بيلامس وجهه او نفس حدا تاني عليه وبيعمل اردن استبتاء بينه وبين الوزن هل يكمل بصراء او لا وبيقرر انه لا وبيفرح كتير وبتسأل ليزا ليش ما تخلي اهم شي تعمله هو انها بتكسر لعنة اردن وقتها ما رازم يكسر او اصلا ورح يعيشوا بسعادة وما رح تروح عليه كل هالاشياء وبصباح اليوم الثالي ينجنوا باسيان وانكسا على الحلوة المفقودة وغيره اما كسره فبتكون عادية وبتحكي نعمل غيرها وهو اردنه ليزا ساكتين مثل المذنبين عطاره المهم بتخبرهم اليسا انه في مشكلة تانية وهي انه فارما تكروا اصف سوجونغ وكمانه اقفوا بيع الحساء الشياطين صارت تتملي كتير ورجعت تهاجم البشر مرة تانية تخاف اليسا تكون بدل ما سببات الخير للمنطقة واهلها جابت لهم الشر لكن الكتاب تقولها شو رأيك نستخدمها ذاك الشخص افضل حل لا تعمل مع الشياطين هو الشيطان بتاعته وبتقصد جويال طبعا وفعلا بيخلوا يروح ويحكمها الشياطين ويبادلهم ليش يكم يعملوا وبيقولهم انه ليزا بطلت تشتغل بها الحساء ونها اسطورة تعمل شغلات اكبر بالبداية بيحكوا له ليش راح نجود على الشيطان متدني مثلك لكن جويال بيقولهم على فكرة عظيمتنا ليزا بدها تغزو القهرة فبيحصوا الشياطين بالحماس وهيك بيحل رويال الموضوع لكن هاتشي بيخلي اردان يحس بعدم الثقة والخاف انه رويال يكون احسن منه بالنسبة لليزا لهيك بيظل يعمل اشياء خيرية ويحل اي مشكلة قبل ما تظهر حتى لحتى ليزا تحسه مفيد وبتشعر ليزا انه اردان عم يصرف بغرابة وبتقلق عليه بتروح لغرفته وبتقول انها تمنت يتناولوا دفطور سوا عكل حال بتناديها باستيان بصدمة لتشوف الاصر اللي صار بيلمع من افعال رويال وقدمه وشي حلو بس كأنه رويال حرفيا صار طفلة صغير فبتسأله ليزا شو اللي عم بيصير معك فبيخبرها انه بسبب افعال الخير اللي عم يعملها صار يصغر بس لو سمحت له يصير خدمها رح يرجع لطبيعته فبتسأله ولو لا فبيخافوا بيقولها عنجة رح تتركوني بهالعالم بهالشكل فبتقول انه طالع كتير كيوت المان بتسأله طيب هل لو قبلت فيك عامل عندي فيك تفك لعنة شيطان تاني فبيقولها حسب نوع الشيطان واللعنة ولازم نعرف مين اللي لعنه وهيك فبتسأله هل فيك طيب تعرف هالأمور فبيقولها حاليا اوتي كتير الليلة وضعيفة وهالشي صعب علي ولكن بعرف مكان ممكن تقرأي منه وتعرف وتكتش فيه كل شي بالمكتبة اللانهائية وهو عن صور صغير بكم تلكه شيطانة الكبرية مباتسل اللي عم بتظاهر انها قديسة قدام البشر وعم تخدعهم وتستخدمهم والأسوأ من ايك انه ما حدا بيعرف عنها ولا انها شيطانة وفي كتير دانس بيقدسوها حتى بمنتازمها أبادوس وهي تعمل معهم عقود شيطانية وروحية وهما ما بيعرفوا انه اصلا ارواحهم عم تنسلق تجليتها بالحزن وبتخبر قدام بالليل بالموضوع لكنها بيقولها ما بدي اياك ترجعي بتعرضي حالك للخطر كمان مرة لكن ليزا كمان بدها تلاقي اللي ألقى عليه اللعنة وتحريره وبيحكي لها اردان انا وعدتك احميكي بس الواضح انه انت اللي عم تحمينها فبتفكر انها بيقولها الاشياء استعزازا للطلاق وعاكل حال بصباح اليوم التالي بتكون ليزا كتير محتارة شو الخيار الصحيح بس فجأة بيجيها اردان وبيقولها بسعادة لقيت مكان سري بقلعة تيراز اذا وتحبي تيجي معي فبتعرف انه كل يوم والصباح كمان بيروح على القاعة ليعرف مكان الباب او العالم السري وبتحسه لظيف كتير المهم بيروحوا الاثنان سوا ويكونوا كمان عم يبحثوا عن القطاع الاثرية السحرية للقلعة اللي الهلأ ما رقيوها ابدا بس اللي يقرن هو الزنزانة تحت الارض تسأله طيب شو فيه ادلة شو الاشياء اللي ممكن نستدل عليها لما كان القطاع فبيقولها بعد ما تبعتها القلعة منيح اتشبت انه اول واحد استلمها كان من اجداد بالتالي يمكن الرمز يكون شي لهالسد فجأة بتلاحظ ليزا ووقفت ادن وورا اربع اسنحة وهذا هو رمز هالسد وتعرف انه بهالمكان يمكن تكون القطاع السحرية ولما بيفحوا المكان اللي تحته بيلاقوا مخبأ للسيف بدون السيف فبيقول ادل انه شايف الشكل من قبل وهو الشكل سيفه هالسد برضو العظيم لكن للأسف السيف مو موجود بقلعة هالسد لك بيعمل انه لو راح وجاب التمتع للحجر الموجود عندهم تنجح برضو الغطة وفعلا بيروحوا بيجيبوه وبيرجوه لا يركبوه بوقتها بيفتح المكان وبيظهر الحجر السحري لكن لما يلمسوا ادن بيتغير شكل التمثال ليعرفوا انواء القطاع هي حجاب التغيير يعني باختصار فيك تتنكر باستخدامها فبتقول ليزا ازان هيك فينا نروح لأبادوس بدون خوف شو رأيك فبيقولها ليزا اذر بس انا فكرت به الموضوع وبصراحة ما بدي اياك تتعرضي للخطر اكتر ذا هيك لازم احميكي لا هلأ انت اللي عم تحمينا فبتشعر ليزا برضو انو ادن عم بيلمح لها انو لازم تضطع تحمالته لغاية ما يطلقها وبتشعر بالحزن المهم لما تكون ليزا قادة عم تقرأ شوية كتاب عم كيف تشوف الساب والقطع الاثرية اللي لقيوها تسمع اخنا اجديدة برضو الناس جايين بدهم يعرفوا وقت طلاقها من ادن وليش تأخر الموضوع لها الدرجة وبتحكي لهم اليكتر سيدي مو مضطر يشرح لكم او يبادر لكم ومع لكم اي دخل بس بيتنحوا لكن بيتدخل ادن وبيحكي فتح للكم باب القرعة بس احتراما انكم الجيوف فراد خلوني افقد اعصابي فبيحكو له شو هالمرة ضاعت الورقة ولا شو لي صار خلصنا انهي هالموضوع يغضب ادن وبيقولهم ما بدي وماذا خلكم ثب يحكو له انت منافق تلاقيك بس لما شفت كي فاعدت مرتك والفلوس الي جابت لك اياها قررت ما تتطلق وتستغلها فبيقولهم اردن لا ما بدي اطلق ومو لها السبب فبيسالوا اذا ليش فبيحكي خلص انا وليزا ما رح ننفصل ابدا على مسامعها فبتشهر بالساعة ذلك كبيرة طبعا بعد ما يصرخ اردن ويحكي ما بدي اطلق كلهم بيفاجئوا وبيحكو له شو بتقصد بها الكلام واكيد انت انجنت وهيك او طمعت فيها وبتكون ليزا عرفة كتير منهم ومن وقاحتهم فبتتدخل وبتحكي لهم كيف لكم الجرأة تيجوا وتحاولوا تبهدلوا حدا بقلعته فبيسالوها هل معقول تكوني انتي لو يتظلم تزوجها الوحش بوقتها تحتار ليزا شو تجاوب عن نفسها اكيد بدها هالشي بس ما بتعرف هال اردن بدو اياك كمان وبتقول انه ما حدا رح يقتنع لو خبرتهم انها قاعدة هون بارادتها لهيك بتحكي لهم كأنكم ناسين انه وجودي بهالصد ما حسان حياة اهل هالصد فقط وانما كل المنطقة الشمالية ولا بتقدروا تنكروا هالشي فبيسكتوا طبعا لانه كلامها صحيح وبيحكوا لها طيب هلا اصرنا بامان بعد ما رويال اختفى لكنها بتحكي لهم مين خبركم ترى فيه شيطان تاني مرعب عم يستغل الناس هون وما حدا بيعرفه وبتطر تخبرهم عن مفيستة وانها قديسة مخادعة بابادوس وانه يمكن تيجيهم باي وقت وانه فيه كتير ناس تحت امرتها ورح يتحركوا متل ما بدها ويقتربوا من هون بيحسوا بالخوف والتهديد وبيسألوها شو رح تعملوا رح توقفوهم صح؟ فبتحكي ليزا لان اعمل هالشي لازم ابقى بهالصد لانه قوتي هون فبيقولوا صحيح هي من لما اجت صارت هالصد اقوى بعشرات المرات وحامتنا كنا ولها بيحكوا لها اوكي رح نرجع بعد تحرير ابادوس حدا يقتلهم المهم لما بيغادروا بيعاتب اردان ليزا وبيسألها ليش خبرتيهم بهالاشياء فبتحكي بعائلها اسفة لو كنت انانية بس انا بدي ابقى معاك وبدي احريرك من لعنتك ولأعمال كل هاد بدي منك بس كلمة واحدة اردان احكي عنجت انك ما رح تطلقني وفعلا تسأله وهي عم تبكي هل ما رح تطلقني فبيشوفها بتبكي وبيفكرها حزينة على الشي فبيضمها وبيقولها لا لا تقلقي بس لانهم طمعانين فيكي وانا خايف عليكي وشو ممكن يعملوا لهيك ما بدي اتركك ترجعي تتزوجي زواج مصلحة وبالغصب لهيك ما رح اطلق هلق فبتحكي له يعني رح تبقى معي صاح رح تضل جنبي بحوزن بيقولها اردان اكيد وبتمسك ايده وهو كمان وبيحكي زمان لما مسكت ايدي حسرت براحة كبيرة وهلق ما نفسي اترك هاليد ابدا وبيقولها بوعدك احميكي فهي بتحكي له عفكرة وانا كمان رح احميك فبيسألها كيف فبتقوله الموضوع سر وبتحكي بعائلها رح احميك واكسر اللعنة واقتل كل الشياطين لنعيش بامان المهم بتكون ليزا عم تتحضر لتروح لابادوس وبتحس بالخجل لما تتذكر الكلام اللي صار بينها وبين اردان وبتحكي انه بيكفيها يبقى جنبها ومو ضروري اصلا يحميها المهم بيجتمعوا مثل العادة وبيخبرهم اردان انه المناطق الحيوية المحيطة بالمنطقة الشمالية كانت محل تجاري جيد بس هلا بما انه ابادوس اتسكرت بطل في مجال لكتير من انواع التجارة خصوصا انها بالمنتصف وانه ما حدا بيعرف شو عم بيصير فيها حرفيا تحكي اليكسا مقادلة اصدق انه القديسة اللي الكل بيحبها صلعة شيطانة وبيورجوهم حجاب الجهل الحجر السحري اللي لقيوه في قلعة سيراس واللي بيخليهم يتنكروا كاي شكل بدومية ليفوتوا لابادوس تشعر باستيان بالخاف عليهم وبيسألوهم شو خطتكم فبتقول ليزا لسه ما في اي خطة لانه ما عنا اي معلومات عن الوضع لهيك راح نحط الخطة لما نكتشف معلومات كافية عن الوضع ونلتقي فيكم ولازم تنجح الخطة لحتى اوري الجميع انه هالسيد مو باز فيها تحمي المنطقة الشمالية وانما القارة كلها المهم بعد يومين بيغادوا اردن وليزا وما بارف عقصات هيك متما كدير وقاد بفضل الاطعة السحرية فا اردن فيه شيل قناعه عن وجهه وهي بتكون سعيدة كثير انها قادر تشوفه تحت اشعة الشمس لكن فجأة وهم بالطريق بيسمعوا صوت صراخ فتا عم بيهاجمها وحش عملاء بيركضوا ليزا و اردن عليها وبيقتلوا اردن بحركة واحدة وبتطمن ليزا على البنت لكن الصدمة ما بتكون هون وانما انه في ناس قاعدين متفرجين وبيحكولهم ليش تقاطع العقاب وهاد الحادو كبر وما بعرف شو بيخبصوا فبينجن اردن انه هالشي بيعني انهم كانوا عم يحضروها وتاركينها للموت وان لازم اي حدا يتحاقب متل ما بدها القديسة لحتى تصدهر حياة افراد الاسر الملكية وخبايص على الاخر فبيعرفوا انهم وصلوا تقريبا لمكان المطاهب وبيتم ارسال المزيد من الوحوش فبيطلب اجه من لي ستهرب لكنها بتقول له ما بقدر ابتعد عنك سبب حجاب الجهل وقال له رح ينكشف تنكرنا وبيحس هو بالخوف عليها لكن ليسا بحكي رح اثر استخدم السلاح اللي كنت بخبيته وبالطخ اول وحش بيظهر الله حيو الاسنايور اللي استخدمت اسلحة العصر الحديد طبعا كياتة وجدية ليسا بتكون ذهيبة لدرجة اردن بيوقع بحبها اكتر تقتل الاول والتاني وبيسالها اردن من وين جبتي هالسلاح فبتحكي له انها احتاجها سلاح بعيد للمضى بما انه القطعة السحرية اللي معهم لازم تخليهم متنكرين ويبقوا قريبين من بعض لعيجابته من عالم الابعاد المهم طبعا الناس بيتهموهم بالالحاد على اللي عملوه بينما بيخبروا البنت انه فيها ترجع لحياتها لكنها بتقولهم انه هلا رح يجوا لينتقموا من عيلتها بما انها عاشت وبتنصحهم يهربوا لكنهم بيحكوا لها احنا ايجينا لنوقف هالمجنونة اللي عم يحكوا لها قديسة وبتاخدهم لمدينتها هناك بيقابلها والدها وبيضمها وبتخبروا انها عاشت فضل هالشخصين وهيك شكلهم قدام الناس مجلد اثنين عاديين مدنيين اغبياء حتى احلى شي اردن بالشوارب المهم اردن بيطلب منه يناموا بهالمكان اليوم وبيحكي له اذا ممكن تخبرنا اكتر عن اللي عم بيتير بابادوس فبيقبل طبعا الاب وبيشرح لهم انه ابادوس كانت مدينة مزدهرة وانه عائلته من اجداد اجداده مهتمين بالتجارة وكان هو عايش حياة ممتازة لغاية ما فجأة سكرت ابادوس ابوابها وصارت تعشقها القديسة صار بوقتها الحاسية ولما فتحت ابادوس مرة تانية حكى اخيرا تجعل حياتنا لكنها فتحت بس للاشخاص اللي بيقدسوا مفتسل لهيك اصطروا يظهروا انهم منهم لحتى يكمل عمله وقال انه مفتسل هاي تحكي انها اطلقت اراقل وراحت تورج التليل بس لهلا ما صار هالشي والناس من كتر ما نجند فيها صاروا يجبروا كل شخص بينضم لا يتبع القديسة يضحب حدا من اطفاله ومأساة كبيرة يعني لهيك تطوعتها البنت اولغا لحتى ما يقتلوا حدا من اخوانها وهاذ اللي يصار المهم بعض لحظات اصلا بيوصلوا شلة المدينين هدول ليعاقبوا الاب المجرم اللي ما خلى بنته تموت المهم بيفكروا اردن وليزة بخطة وبيطلعوا هالخطة الغريبة بيفتحوا الباب وبيهددوهم هم يقتلوا الزنم اللي جايين يقتلوه قال لانه هو تابع مفيتسل المخلص وجايين يقتلوه لانه تدين منهم فلوس وما رجع لهم اياهم ومستعدين يعدوا يبيعوا اطفاله مقابل المال وغيره طبعا بتكون شلة المدينين مصدومين من هالكلام اللي ما توقعوا وكالعادة ليزة تتقن دور الشريرة وبتحكي لهم سرى تعرفوا هالستد عاقس هالس لتخوفهم وينبهروا فيهم لكن اللي بيثير انه ما حدا من الموجودين بيعرفهم لهالدرجة الجماعة منتويين على نفسهم فبتقولهم هالستد حاليا من اغنى المناطق وبنعرف انه انتوا فاتحتوا ابواب ابادوس مو من شأن التجارة ولا غيره بس لانه بدكم يصير عندكم اكتفاء ذاتي وتعملوا اللي بدكم اياه واحنا ممكن نساعدكم بهالشي لهيك خدنا لاند القديسة واخيرا بنجوب الشيطان اللي عينه مفتسل اللي بتستخدم سيروم لطويل الرموش وطبعا بنلاقي الكل عم يهدفلها وهيك بيصير لما الواحد يذكر دنيا وحاله عكل حال الناس صاروا مجانين فيها لدرجة شايفين انه عادي انها عم بتضحب البشر والطعمهم للوحوش وما حدا شايف انه الموضوع غريب اطلاقا او مخيف بعد ما تنتهي من هالشي وترد بيجي تابع لالها وبيقولها هالسادة من هالستد وبدهم يقابلوها طبعا هي بتعرفهم وسمعت عن اللي يصار معهم مع رويال واتساءلت شو بدهم فارها انه بدهم يستخدموا القلعة العلوية لحتى يصيروا يوفروا لهم احتياجاتهم وتكون تجارة اكتفاق لكن ما فيتسل حكت برفض هالشي هدول لو شو ما عملوا خطاياهم راح تضل كبيرة بس اكيد لازم نشوف شو بدهم فبيقولها الخادم بحيرة يعني حيرتيني ادخلهم ولا لا المهم بيفوتوا طبعا تحت التنكر وبتحس انهم اشخاص كتير عاديين وما في داعي تاخذ احتياطها منهم المهم بيعبتزروا منها قال لانو ما كانوا بيعرفوا انها قديسة لهيك تصرفوا بغباء بدون تفكير وعلم وجابوا لها هالاموال والهدايا كتعويض بسيط ولما تشوف كم المال اللي بيمتلكوه بتقرر تخليهم يدفعوا اكتر قال وتحكي لهم انو في كتير اتباع غاضبين بسبب موت الوحش الملكي فبتقولها ليزا اذا راح نضيف 10 ترب دينار كتعويض فبتقبل طبعا وهيك بيحكوا انها بلعة تطعم وبتقولها ليزا بدي كمان نتعلم منكم اساليب الحياة ونتقف لهيك يارد تقبلينا كاعضاء اجداد فبتحكي لهم ميفيتل اكيد ما انا مشكلة بس لازم اولا نقيم التقوص عليكم ونغسل اشتادكم لنطهرها من الدنوب وما بعرف شو لكن بوقتها ليزا بتشوف كأنها بالمستقبل وانو هيك شي بيكشف لهم ميفيتل اذا ما سادقين او لا بالتقوص لهيك بيحرقوا ليزا وبتشهر برعب كبير وبتبكي وبتفي عم بالترخ بيضمنها اذن انو كان مجرد حلم وبيضمها فبتحس بالراحة وبيقولها انا كمان شفت حلم مرعب واتوقع انو هاي طريقة ميفيتل لهالمكان مشان تعمل التقوص وتخلي الناس اللي بينضموا هون يشوفوا اكتر شي بيخافوا منو لحتى لما تقبلهم يحسوا انو هلا تمت حمايتهم وبيقولوا انو لازم يحطموا ايمان الناس في القديسة بس كيف رح يقدروا يعملوا هالشي فبتسأله انت بشو بتآمن اكتر شي فبيقولها بخجل بآمن فيكي لانك قدوتي فبتحس بخجل وصدمة بين عبيضها رويال المسكين وهو صاير قد النقطة طبعا بيغضب اردن انو رويال قاطع لحظته الخاصة لانو كان رح يعترف فيها لليزا تسأله شو جاي تعمل هون وبيحكي انو جاي يساعدهم قال من جان التقوز وبتحس ليزا بالحظن عليه انو صغير لها الدرجة وهي لا لا ما قبلته كخادم بس هو بيقولها مو مشكلة عندي احساس انك شي يوم رح تسيري شيطانة عظيمة ورح اتبعك فبتقوله بوقتها رح احكي كتير كلام منيح عنك للشياطين القادة فبيفرح رويال كتير لانو هاذ اللي بدو اياه يستعيد مكانته ومعلش بس رويال البيبي ما لازم حدا يخدعه المهم يتفقوا انو تبلش ليزا تخدعهم وتظهر للناس على اساس انها هي القديسة الصحيحة وما معرف كيف خلونا نشوك اللي رح يزير المهم يجي خادم مفيتسل لحتى يسادعيهم وبترحب مفيتسل فيهم قدام الناس وبنلاقي معها ايباد عم تستخدمه على اساس انو لوح حجري مقدس والناس شايفيتها معجزة ورويال حكى لليزا هاي هي المكتب اللي نهائية اللي حكيتلك عنها بس اللي متأكد منه انو مفيتسل ما بتعرف كيف تستخدمه او تقرأه لانه لغته غريبة مثل معرفة وطبعا صاحبتنا ليزا ملكة الايبادات اكيد رح تعرف تقرأ الشي وهذا هو الشكل اللي الناس بيشوفوه لليزا وإردن المهم بعض ما تعرف مفيتسل الناس على إردن وليزا وانهم اهل جايين يتوبوا تطلب ليزا منها بحكي شيء كمقدمة قبل ما تعمدهم وبتحكي لهم انا هي القديسة الحقيقية ومع الزليل بتجيب الايباد وبترفعه وبتكبس على زر التشغيل وبتدعي يكون فيه بطارية ولما يضوي بتشيل هي وقتا حجاب الجهد والتنكر وبيظهروا بشكلهم الأصل الصفاح اللي بيخلي الناس مصدومين تماما ومن بهرين باللي شافوه لأ وبتكمل ليزا بغباء رهيب وبتحكي مع سري وبتوجيهم قديشها مبدعة بتفهم اللغات المقدسة والناس يا حسرة بيتدقوها أكتر بينما مفيتها بتكون مصدومة ومتفاجأة مو عارفة أصلا كيف هالشي صار ومن وين طلعت ليزا بتعرف هالأمور المهم طبعا ليزا بتكون عم تحكي مع سري بالكوري عن الطقس بس الناس مفاهمة شي ومفكرينها عم تستلم أوراكل جديد وهيك بيتأكدوا إنها قديسة عبقرية وإنها ما عم بتكذب هالشي بيخلي إيمانهم يزيد فيها خصوصا لما القديسة اللي بيعشقوها ما بتفهم كمان على المرتال اللي هو الأيباد وبيبلشوا الناس يحققوا مع مفيتل ويتألوها ويطلبوا منها تفسير وتبرير وشرح لكل مواقفها وشو اللي يصار وينهم طلعوا كل الفترة الماضية عم يحرموا حالهم من الأكل وغيره ويعطوها لحتى تطلع بالنهاية محتالة بتحاول مفيتل تبرر وتحكي لكن كلام الناس بيكون كثير وقوي لدرجة انها للحظات تفقد أعصابها وتظهر معيقتها الشيطانية الحقيقية بيخافوا الناس أكتر بينما هي بتحاول ترجع تسمع لك أعصابها وترجع لشكلها الأصلي بوقتها تلمح ليزا عم تبتسملها وبتعرف انه ليزا بتعرف عنها وانها شيطانة تهرب مفيتل بينما يظهر مساعدها وبيطلب من ليزا وأردن يلحقوه وبيحكي لهم انه ما بيقدر يكشف لهم هويته غير لما يطلعوا من هون فبيشعر أردن انه صادق مع انه ليزا ما ترتح له لنكتشف انه هذا الشخص هو فارس وقائد قلعة أبادوس هو وارس المهم أردن يستغرب منه وبيقول له مو انت تابع مفيتسل ليش عم بتساعدنا فبيحكي لانه انا من الاساس حامي هالقلعة وكنت هون من زمان كتير قبل ما تيجي مفيتسل وقبل ما نعرفها وانا اللي مستلم هالمكان فبيتعرف اردن عليه بانه كان الشخص اللي قاتل مع والده من زمان فبيقول له هرس صحيح كلامك لما شفت قناعك شكت انك ابن هلستد وبصراحة ابوه كان رجل اسطوري بس معلش عكل حال مو هلق الوقت المناسب لهالكلام بيرفع سيفه عليهم وبيقولهم عندي سؤال واحد لقلكم مين انتو بالضبط وشو بدكم وشو جايين تعملوا بابا دوس طبعا بعد ما يرفع هرس السيف عليهم ويسألهم انتو مين بيقوله اردن لا تستهبل بنعرف انه ابا دوس كانت مسكرة بس اكيد انت بتعرف مين احنا وبتعرف هلستد وبتعرف انه القديسة هي قديسة مزيفة فبيحكي لهم صح كنت بعرف انها مو حقيقية وحتى خدمها هدول لوحوش المرعبين اللي ها اسات ملكيين بعرف انهم شياطين بس تاريخي بالقتال ضد لوحوش والشياطين مو مثل تاريخ هلستد وقتالهم ضد الشياطين واتوقع انه القديسة كانت شيطانة فبتقوله لي اذا صح هي شيطانة عظيمة اسمها مفيتهل فبيحس بالحزن على الموضوع وبيقولهم لو شبته اللي يصاري بابده كان شي كتير محزن وبنعرف انه بيوم ما والحياة طبيعية ظهرتها لوحوش وقتلت وقتلت جميع الناس اللي كانوا بالمكتبة واحد ورد تاني حتى القائد وبيقي هوراس من الفرسانة وبعدها ظهرت القديسة على اساس انهام فيتسل اللي حكت انهم ماتوا بسبب اللي تيمانهم فيها وسببات الخوف والرعب بقلوب الناس لحتى يصدقوها وهيك الناس صاروا متعصبين كتير ومو بس تقبلوها لا كرهوا وخافوا وحقدوا على اي حدا ما ابلها وبيطلب منهم يسامحوا الناس اللي هون لانهم ما غلطوا فبيقولوا اردين لا تقلق احنا جينا هون لا نساعدكم اصلا وعنا الخطة وبدنا مساعدتك بس الغريب انه مفيتسل لسه ما هربت تماما من المكان بس هربت من المراسم ولسه مصدقة انه الكل مقتنع فيها وانها قديسة وانهم واقفين بطفها وانه اللي يصار مجرد انتكاثة راح تنحل وقال انه حسب ايمان الناس وثيقتهم فيها يضل شكلها او ترجع لشكلها الاصلي تستدعي هرات وتطلب منه يبلشوا بالبحث عن اردين وليزا وليمتكوهم لا يحكموا عليهم اما هدول فبيكونوا راحوا لعند اصحابهم اللي انتقوا فيهم المرة الماضية خارج ابادوس وفرحوا كتير لما شافوهم واخيرا هدوليك الناس شافوا مظهر اردين وليزا الحقيقي واعتذروا اردين وليزا انهم خبوا عنهم الموضوع الموضوع الموهن خبروهم انه صار عندهم مساعد داخل ابادوس وبكرة راح يبلشوا فطة فبيسالوهم طيب شو فطة اصلا فبتقول ليزا انه بدها تجمع الناس وتخليهم يلحقوها ويفعوها ويامنوا فيها ويفقدوا ايمانهم بفيد سل فبيقولها العمه طيب مهي كمان كذبة ما في طريقة مبين للجميع انه مفي تركزة وخلاص فبتقول ليزا للأسف لا لانه في ناس مثلهم احباءهم وهالشي يدمرهم ورايك امنوا انه حبايبهم اللي ماتوا ماتوا لسبب ولو عرفوا انه كل شي كذبة راح ينهاروا فبيقولها عمه قلبك كتير لطيف وبيتركوهم بعضها يروحوا لغرفة جهزوهم اياها ليفتاحوا المهم بيحطوا حالهم ليناموا وبتكون ليزا خايفة شوي وبيشعر اردان بهالشي وبيسالها عن السبب فبتقوله انها خايفة من الوهم اللي ورجتها يا مفي تسل خايفة انه يضحقها لما انحرقت وبتحكي انه كان ارعب حلم شافته بحياتها حتى بيخوف اكتر من كوابيسها وهي طفلة لهيك فهي خايفة يمسك اردان ايدها وبيقولها ما بقدر امنعك تحلم بس بقدر افيقك واكون جنبك وقتها تبكي من لطيفته وبتحكي انه كل حياتها كانت لحالها ولما تفيق تكون خايفة لانا وحيدة وهلا اردان موجود جنبها وبتحس بالامام وبتسأله طيب انت شو اكبر مخاوفك فبيقولها بصراحة انك تختفي منها العالم تتفاجأ ليزا منها الكلام وبتتسأل هو ويندا شاف هدشي وليش حاسس بحزن كبير بيضمها اردان بشدة وبيحكي لها بدي اياك تبقي معي انت الوحيدة اللي بتخلي في ضوط حياتي واحلى شي انه فالانس بيغار على ليزا وبيظهر وهو معصب منهم فبيعتزروا الجدات انهم فقدوا السيطرة علىه وليزا وهدست بيعتزروا من اهل الاصر على اليسار لان هدول خافوا كتير وفكروا وحش ظهر من قبل مفيتسل وبيحكوا الجدات انهم قابلوا بعض المحوش على الفجر وكان في شي مرعب جدا لو لانه فالانس ظهر كانوا رح يموتوا فبتحس ليزا انه يمكن لو تركوا هالمكان يتوردوا الناس اللي بها الاصر وبتحتار شو لازم يعملوا لكن اللي بيفادئها لما يخبروها انه مفيتسل ولا مرة غادرت القلعة حتى بعد فتح الابواب لابادوس وغيره مفيتسل كانت بس ترسل الجنود والاطبع لكن هي معامرها غادرت فبتحس ليزا انه في شي غلط بالموضوع وبتقرر تروح تدور بالمكتب اللانعائيه قصدي الاباد يسألها اردان اذا بتعرف تستخدمه فبتقوله ولو لعبتي المهم للأسف ما بيكون فيه شحن فبتستدعي رويال وبتستخدمه وبتقوله لو بدك تصير خادم الشيطاني نفذ اوامري وفعلا هاد اللي بيصير بس لما تيجي تسجل دخول اللي يطلبوا منها تصريح شيطاني او انهم يتعرفوا على انها شيطاني بتجربة تفوت لكنها بتفشل لانه مائلها عيضة صنيف فبترجع تستشير رويال اللي بيقولها فوتي من خلال التحقق بالروح وفعلا بيتعرفوا على روحها انها شيطاني ومعهم حق ما كذبو بس بيحكي لها رويال ما رح تقدري تشوفي كثير معلومات بما انه مستواكي منخفض ويمكن لازم ترفعي فبتقرر تحول مستواها لشيطان عظيم بس كيف الشي رح يصير تسأل سيري اللي بتنصحها بواحد من التطبيقات وبيسرح لها رويال عنه وانه فيها تفوت بمواجهة مع مفيد تلفي لو جمعت نقاط وبتبلش المجنون اليزا لم تابعين لالها واول واحد ايردن اللي بيقولها الايباد انه هاد مؤمن فيها من زمان فبيقولها ايردن بس شوي قبل ما تبلشي هالجنون تعرف انه لتحصلي على المنصب لازم تتقابلي بالهيئة العليا اللي شفناهم هذيك المرة وتقنعيهم انك بتستهلي عن جد تصيري شيطاني عظيمة ومو بسعيك بوقتها عن جد رح تصيري شيطاني المهم بتصنم ليزا شوي لانه فعلا هالكلام صحيح وبيحكي لها ايردن وبعكي تصدقي هالماك الرويال هاد لانه عم بيحاول يخليكي توصلي وتصيري شيطاني عظيمة لحتى هو يقدر يسترجع كل اوته وسلطته فبيبتسم رويال ابتسامة معكرة وبيقول له وانت شو دخلك وغضب تسأله ريتا هال هالكلام صحيح فبيحكي لها اكيد هيك عم بحاول اعمل بس لا تقلقي لحتى توصلي وتصيري شيطاني عظيمة رح يصير لك كذا شغله اولا رح تتاكر روحك ثانيا رح تفقي لي جسدك واشياء مرعبة فبتغضب ليزا كتير منه وبتقول له انقلع من وجهي ما بدي اشوفك فبيقولها امرك وبيختفي وبيحكي ايردن متل ما توقعت هالخطة فاشلة لازم ندور على غيرها فبتحكي لو ليزا بحزن بس قد ما حاولنا ما فينا نتجنب الخطر فبيقولها بس مو خطر كبير لها الدرجة وانا كتير قلقان عليكي فبترجع تتساءل شو الوهم اللي شافه اللي حتى يكون خايف عليها لها الدرجة وبتقول له ما رح تتاكر روحي طول ما انت معي وتتطلع علي بها الطريقة وبتحكي له انت اللي رح تحميني متل ما انا بحمي تتذكر؟ المهم بخصوص الفرسان وهراز بيرجعوا لعند مفيتسل وبيحكولها انهم ما لقوا اي اثر لقلهم وفوق هيك شافوا تنين فبتغضب مفيتسل منهم وبتقولهم كمان بكل وقاحة جايين تكسبوا علي وبتستدعي واحد منه وحوشها لياكل واحد من الورسان ويعاقبوا فبينوت فارس ثاني وبيقولها استدعي الوحش ورح يشهد معنا وفعلا تستدعي وتسأله لا تتفاجأ انه بيخبرها بانه فعلا شافوا تنين مع اردان وليزا وبتحس بغضب اكبر وبتقول مستحيل اصدق هيك كذبة لانهم بيعرفوا انه العالم هاد انقرضت في الثانين من زمان اما ليزا فلسه مثل الهبلة رايحة تشرح خطتها للبقية وتخليهم اتبع لالها وتزيد قوتها على هالأساس وكمان تستخدم القلعة اللي موجودين فيها كمعبد وتطر تدفع عليها مبلغ مالي ضخم جدا لحتى تزيد نقاطها طبعا اردان بينجلت على المبلغ اللي دفعته فكل هاد ثلاث جمع نقاط وهيك وبتبالش خطتها تنجح اكتر وبتعد حتى شخص ضايع فبيحس انها قديسة وبيروح يجمع ناس باليوم التالي ويخبرهم عنها وانه في قديسة عظيمة ساعدته ومستعدة لمساعدة الجميع وغيره بينما مفيد ذل بتكون سمعت بهالكلام وعم تضحك منفكر انه في شيطان تاني بالمنطقة ومعزبة فيه وبتقرر انه يمكن لازم تروح تشوفه على امل يتعاونه المهم هاد الشاب اللي قبلته ليزا ما بيقصر وبيحكي عنها للكل خصوصا انها قدمت له اشياء بعكس مفيد ذل اللي بس تاخد منهم وبتفوت ليزا على واحد من احلام هالشاب اللي فيها للأسف بيكون بس نفسه ياكل اكل منيح لانه كل شي بيقدمه حرفيا لا مفيد ذل وما بيضللهم اي شي يعني عايشين بجوع وقلق كل الوقت وبتشار بالحظن عليهم وبتتساءل كيف فيها تنقضهم حتى من احلامهم وبتقرر تتصرف على انها قلطف انسانة وتبلش تبكي بحلمه يسالها الشاب ليش عم تبكي فبتقوله لانه الناس صاروا عم بيقامنوا قديسين مزيفين وشكله راح ارحل من هون لانه ما الي مكان وبتقوله بليز ذكر لما توصل ابدوس تخبر الناس انه هدول القديسين مزيفين وبتترك له منديلها مبلل فرما يفي ويشوفوا هيك بيصدق فعلا اللي صار وبيخبر اصدقائه اما ليزا واردان فاشاك لخطتهم راح اطول بهالطريقة لانه ما في كتير ناس عم يجول عندها وطعبت ليزا انها توقف بنص الطريق وكل مرة تمسك شخص وتقنعه بالموضوع فبيقولها اردان بس انا فعرفك كتير منيح اكيد عندك فكرة ثانية ثابت تقوله صح بما اني ما بقدار اشوف معلومات عن مبيتسل راح ابحث عن الوحوش اللي هي عن تستخدمهم وممكن منهم الاقي معلومات عنها وفعلا بتلاقي حتى شركة كاملة بإتمام ورفيوز ومراجعات من الشياطين وتقييمات وبتلاقي حتى في محادثة شغالة بين الوحوش التابعين لإله وهم بيقرروا يتهموا الناس بالباطل لحتى يهكلوهم او يقتلوهم او يحصلوا على اموالهم ولهيك بيقرروا اردان وليزا يكونوا حاضرين بهالمكان بعد شوية وقت بيدق الباب بمجموعة كبيرة من الناس اللي جايين يقابلوا على اساس القديسة ليزا المهم تظهرهم ليزا من فوها من نار وبتوقف قدامهم وبتحكي لهم انه للأسف اليوم رح تتم ايدانة التاجر ديو بإهانة القديسة مبيتسل مع انه ما عمل اي شيء بس لأنها بدها تاخد ارضه ومنتلكاته لحتى تبني لها فيلة جديدة فكلهم بيحيوها لأنها منيحة وبيتبوهم مبيتسل اللي اخذت منهم كل شيء وبيطلبوا منها تحررهم وتساعدهم وبيبلشوا كمان يأدمونها شوية هدايا لكن ليزا ما بتقبل تاخدهم حالتهم اصلا سيئة وهم اللي بدهم المساعدة وفعلا بيتم اتهام ديو امام الجميع وبتشمع مفيدة للناس وهي تحكي لهم انه للأسف راح يتم معاقب ديو وهو المسكين مربوط ومصدوم لأنه ما عمل شيء وبهالأثناء يظهروا الشلة اللي خبرتهم ليزا عن الموضوع وبيقاطوا الكلام وبيحكوا انه مبيتسل كذابة وبيفضحوا انها بس بدها تسرق ممتلكاته وانها قديسة مزيفة بعدها بتظهر ليزا على تنين فلانت دخول رهيب لا تبين الحقيقة طبعا بتواجه ليزا مبيتسل وبتقولها اعترفي انك مزيفة وارحلي من هون وبتطلب من الناس يصدقوها ومو بس هيك تفتح لايف قال وبتطلب من كل المتابعين يصدقوها ويوثقو فيها وبتعمل تحدي بينها وبين مبيتسل وبيبلش يجي لليزا دعم كبير فعينما مبيتسل بتحس بالتعديد وبتطلب من الناس ما تتغير قناعاتهم بات سرعة بس لا في عدد كبير باللايف مقامن بمبيتسل لايك بتغير ليزا اللايف وبتقلبه لمنطقة هالستد وبتحكي معهم وهدول طبعا كلهم بيعرفوا ليزا وبيقاملوا بقدراتها لايك بتزيد قوتها وبتبلش ليزا تفضح مبيتسل وتخبرهم انها شيطانة عظيمة عم تخدعهم وانه الوحوش اللي معها كمان وحوش شيطانية بوقتها بيحسوا الناس في الصدمة انهم طلعوا كل هالوقت عم يتبعوا شيطان ويضحوا بولادهم لإله لكن لسه قوت مبيتسل كبيرة وصلة لأربعتاش ألف ولازم تقللها كتير ليضار شكلها الحقيقي وتتدمر صورتها الإنسانية وقوتها وبوقتها رح تقدر تقنع الناس وتورجيهم الحقيقة وفعلا لحالة مبيتسل تكشف نفسها لما تنهار وتستدعي كل حوش وتطلب منهم يقتلوا كل الحاضرين اللي يشهدوا الموضوع بيهربوا الناس وبينقذهم اردن وأتباعه وهي يتصرخ انه كيف بها السهولة يعملوا هالشي فبيقولها اردن بتوقع انه قتل أتباعك بها الطريقة والبساطة دليل كافي انك مخديثة فبتطلب من هارس وأتباعه يقتلوا اردن لكن هارس بالعكس يحط السيف على رقبتها وبيقولها اليوم رح يتم تطبي حكم الأدم عليك باسم أبادوس وفرسانها وبيطلب من كل فرسانه يتبعوا اردن وهيك بتنخفض قوة مبيتسل للنص وبتبلش الدوب ليظهر شكلها الحقيقي لكن من جهة تانية ليزا كمان بتنهار وبيظهر مثل كأنه رويل وراها وهو يقولها خبرتك لما تلعب مع الشياطين راح يلحقك الضرر بينما اردن مرعوب على ليزا وبيقولها شكرا اليك هلا بقدر احصل على كل المانا اللي بديها براحتي واستعيد اوتي بيهاجمه اردن بسرعة وبيبتعد رويل وبيمسك اردن ليزا وبيسالها شو اللي يصلك بينما هي بطوقة بين ايديه المهم ليزا بتكون كأنه بمكان ثاني وحواليها كله نار لكنها مو سخنة ولا مؤلمة وبيبلي الشيطان يحكي معها لياخد روحها طبعا بيظهر لها بشكل اكتر حدا بتحبه وهو اردن وبيقولها راح اعطيك كل شي بدك اياه بس اتمني واطلبي وهي بتحكي بدي بس شي واحد وهو اردن وبتمسك ايده لتروح معه بس بوقتها يظهر اردن الحقيقي وبتحسه بمسك ايدها وهو يقولها بليز لا تنخدعي ليزا انا هون وانا معك وجنبك بليز لا تتركيني ولما تشعر بلامسات ايدن الحقيقي بتعرف انها هي ايده الحقيقي وبتتذكر انها ما لازم تنخدعي وبتحكي له بعد عني فبيقولها الشيطان تماما طالما رفضت عرضنا راح نخليك تندمي على كل شي ورح احسسك باليأس والألم واسرق منك كل شي بتبتسم له ليزا وبتقوله على فكرة انا مطعيفة وبيحكي لها بحب المنافسة وبتقدر ترجع لأيدن نفس شخصيتها وجسدها وهيكي بيرجع رويل يظهر بصراحة رويل خدعني حتى انا فبيروح يحاول يخضع مفيتل ويقولها هلأ فرصتك لا تقتل الجميع وما بعرف شو وبتصر هي لسه انها القديسة وهو نص وجهة دايب وبتقرر تقاتل ايدن اوريثا بس طبعا تستفز فالانس اللي بيظهر بوجهها وبيتلق نار الزرق باتجاهها بعد ما خلص يتخلصوا من مفيتل بيلاقوا بابادوت مياه مقدسة قادرة انها تهزم الشياطين فبتقترح ليزا على ايدن يجرب يتحمم فيها بل كتنكسر لعنته وفعلا ايدن ما بيكذب خبره وبيحاول بس ما بتظهر اي نتيجة فبيحس بخيرت الامل هالشي بيخلي ليزا الضل حزينة حتى بعد ما يرجعوا لهالشتد لانها حست انها قزته لما اعطته هيك امل المهم وهي متخيلة الوضع وحزنانة تتذكر انها قرأت شي عن سيف اسمه لامبو اللي بيمتلكه المفروض هالشتد الاول تفتح الكتاب للحكيم لتقرأ عنه بس بتلاقي كلام غريب متل انه رح اكون موجود بالماضي وبالمستقبل وبنفس الوقت ما رح اكون موجود وما تفهم شو القصد من هالكلام فبتقرر تبحث على الايباد عن السيف وبيطلع لها انه السيف شيطاني بيمتلكه شيطان اسمه استرود وهو يختم هالسيف من خوفه من قوته وتأثيره عليهم فبتستدعي رويل لا تسأله عن الموضوع بس شوفوا على هالصدمة بيظهر ميفيتسل كمان اللي طلع اصلا متنكر بهيئة بنت من قبل وبيقولها شو بايك لبايك انا بين ايديكي اطلبي وتمني هو و رويل بيتخانقوا مع بعض مين اللي راح يخدم ليذا بصراحة ما بعرف كيف رجعت تتعامل مع رويل بعد اللي صار المهم تسألهم عن استرودهاد فبيحكو لها انه اللي بيعرفوه هو انه باجازة طويلة الامد لانه من وقت حرب فجر الحضارة وهو ما تعافى ولا لا هو مختفي فتطلب منهم يشرحو لها اكتر فبيخبروها انه زمان كان في حرب بين الشياطين والبشر على منطقة الشمال وبوقتها استمرت الحرب شي مئة سنة لكن ظهر شخص بشري مرعب حكيم وقضى على الشياطين ببساطة تامة نجا استرود من اللي صار لكنه كان مصاب واختفى من وقته وبتحس انها لو اتبعت هالقصة راح تقدر توصل لمصدر لعنة هالسفيد المتوارث وبالتالي لانقاذ ايردن ترجع ليزا تدور في الكتاب عن الحكيم هاد وما بتلقى ابدا كاتب اي شي عن حاله بس فجأة تسمع الاطفال عم بيغنوا اغنية عنها عن انها راح تنربط وتنقتر واشياء مرعبة راح تصير فيها تستغرب وتتفاجأ من هالشي وبتخبر اردن عنه فبيقولها على الاغلب هالاغنية تم تأليفها من جديد بعد الاحداث والمطالبات فبتقول له اي مطالبات سني ورشيها كمية رسائل هائلة جدا كلهم واصلين لهاتد عم يطلبوا طلاقة من ليزا وهي رسائل واصلتهم من استاد الاغنية واصحاب المناطق التانية بعد ما صارت ابادوس تابع تجاريا لهالستاد هالشي خلاهم يخافوا انه اردن وريزا يسيطروا على المناطق وزاد طمعهم بانه ريزا لازم قال تتوزع الكل لتعلي من شأنهم وبيقولها خايفين انه نصير للساد العظماء اللي هم الخمسة من مسؤولي القناع لانه بوقتها ما راح نقدر نطلق تتفاجع ليزا وبتغضب منه وبتقول له كان حكيت هالكلام من زمان هيك رح نتخلص من الجميع وما رح نسمع صوت حدا فيهم فبيقولها صح بس فكرتك بتعرفي بهالموضوع فبتقول له بدي نوصل ونصير سادع عظماء وهي مكيفة ان له هيك خلاص فيها طال مع اردان لكن اردان بيقولها بلا معنى السرع لانه هيك طيب بس رح يكون طلقنا صعب جدا فبتقول له بعرف انت ما بدك هالشي صح لسه بدك منتطلق ما بيعرف اردان شو يرد وبتقول له انساك من قصة لعنتك واي شي ثاني انا عم بسأل عن مشاعرك نفسي اعرفهم لولا مرة واحدة يحتار اردان اكتر لكن ليزا بتبلش تبكي وبتقول له انت زيق لتعمل هيك معي مع انه مشاعري واضحة وانت عارف اني بحبك وما بيهمني كنت حلو او لا انا بحبك وبيدي اقضي حياتي معك وانت ابدا ما عمرك خبرتني اي شعوري عنك وبطل تضرب فيه وهي تقول له انت زيق وانت وانت لكن ابدا بيكون كتير مظلوم وبيمسك ايدها وبيقولها وهو عميركي كيف اقدرتي توقعي تحب شخص مثلي فبتقول له اسمعني منيح رح اكثر لعنتك وبوقتها رح اقتلك لو سمعتك تحكي عن طلاقنا كمان مرة لانه بدي ابقى معك للابد يتأثر ابدان كتير وبيقولها نفسي اخبيكي وتضلي بس لقلي ما رح اتخلى عنك ابدا وبواعدك تبقي معي واخيرا هيك اعترفوا لبعض المهم باليوم التالي بتفيق ليسا وبتتقل هل كان كل شي صار حلم لانها ممستكرة شو اللي صار بعدها لكن توصلها رسالة من قد مع الفطور بيتأسف منها بوقتها بتتأكد انه اللي صار بينهم كان حقيقة فعلا لكن بدل ما يواجهوا بعض متل الكبار بعض الاعتراف بيصيروا يتهربوا من بعض وبيشهروا الجدات على وضعهم وبيتتقلوا شو اللي صار بينهم وبيبلشوا يتحذروا بين انه ليزا شافت وجه اردن وقرفت منه او انهم اتخالقوا او غيره لكن الكتاب بتقولهم ما انه دخل بعلاقتهم طبعا بالمناسبة ولا حدا شاف وجه اردن ابدا المهم اخيرا اردن بيتجع وبيروح يحكي مع ليزا وبيقولها حاسس انه صدرنا نتجنة بعض وهالشي صار يؤثر على شغلنا فانا اسف اكيد كان شي مقرف لما تقرب منك طبعا لانه بيعرف انه شكله ووجه مقرفين لكن ليزا بتقوله بالعكس ووجه بتعترف له بالحقيقة انه شكله بالعكس حلو وانه ما فيه اي مشكلة وانها ما بتشوفي شي غلط لكن فجأة انخلقت ويجاها الشيطان وهددها وقالها باللحظة اللي بتحكي بيها لا اردن الحقيقة راح يموت طبعا هالمرة مو بس بتشوف الشيطان عم بيهددها الها كمان بتشوفه كان فيه وحش مسك اردن وكان عم ياكله هالشي بيرعبها جدا وبعدها بتفيق وهي عم تبكي و اردن قدامها هي عتذر منها وبيقولها قاسر انه الوضع بيننا لهالدرجة بشع واني انا مقرف لهالدرجة تبكي ليزا وبتقوله بليز مو هاي هي الفكرة وما بتعرف كيف فيها تشرح له لايك بالنهاية بتقوله بليز تفهمني لو خبرتك راح تكون بخطر وقتها بيتفاجأ اردن وبيقدر يفهم شوي وبيسألها هل بتعرفي شي عن لعنتي هال السبب اللي ما بيخليك تحكي هي معرفتك بشي عن لعنت عيلة هالصد فبتقوله بالضبط فبيسألها من وين انت كنت بتعرفي شي عنها فبتقوله من وقت بلوتها لما انكسر قناعك فبيضمها اردن وهو عم يبكي وبيقولها اثر كنت كتير وحيدة وحزينة من هداك الوقت فبتقوله صح لهيك بدي اكثر لعنتك لحتى توفي بعودك وتبقى معي للأبد وبتحكي له اللي بتعرفه عن الي صار وانه فيه شيطان مرتبط بلعنتهم وبالصيف الاول لا اجداده وبتقوله انه اسم الشيطان هو أسترد سدي اتفاجأ اردن وبيقولها ما عمر اسمات عن هيك شيطان ابدا بس اسمي هو اردن استرد هالستد وبيحسوا انه هالشيطان مرتبط بعالة هالستد وبتقول انها لما بحثت عنه لقيت انه الجوء الاكبر للشياطين وموجود بالمقبرة سدي احكي لها اذن بس المقبرة ما كان بعيد وقوي جدا واحنا لسه مؤدن وبيتسأل هل عن جد فينا نعيش مع بعض انا وياكي هل فيني اعيش طبيعي باتمنى على الاقل تعيشي مبسوطة ليزا فبتحكي له البط قناعك شوي بدي اجيب هالحدا وبتستدعي ميفيتل ورويال وبتسألهم عن المقبرة تبي قلها ميفيتل المقبرة هي افقر مكان موجودين في الشياطين لانه بعد اختفاء اسرود صار مثل الحي الفقير الحزين وبيعرفوا منهم انه في حرب تقريبا بين شياطين منطقة المقبرة البقراء وشياطين قلعت هيد فبتقول ليزا انه بدها تستغل هالمشكلة وتحصل على المكانين رفش الواج بما انه في نزاع بينهم لكن ارزم بيقولها لازم ننتبه بلا ما يتعاونوا ضدنا فبتقوله لا تقرأ عندي خطة وبتقدم طلب ليكونوا خدمها لكن هاد مو عقد رسمي متل ما بيفكروا وانما فترة تدريبية لا تتأكد من ولاهم لالها وبعدها قال ممكن تعمل معهم عقد رسمي المهم بيفرحوا وبيتحمسوا للموضوع بينما طارت ليزا فكرتها وانه رح يطاهروا انهم شركة اسمها حياة الجحيم ورح يروحوا يخضعوا الشياطين فيها ويعرضوا الموضوع على الجدات لكن ارتن بيحكي لهم للجدات بتفهم كثير منيح لو تعرضوا وما بدكم تشاركوا مخططاتنا اكتر من هيك وبالعكس بدكم ترتاحوا بس اليكسا بتقوله صح احنا كبرنا وصار القتال اصعب علينا بس مستحيل نستسلم او نترككم لحالكم لانه لاخر يوم بحياتنا بدنا نضل نقاتل الشياطين لغاية معين بادو بيتأثروا اردان وليزا وبياخدوهم بعدها للينبوع اللي فيه المي المقدسة اللي بابادوس وبدهم يتخدموه بالخطة كيف عن طريق انهم يبيعوا اناني مي منها وهي متل ما قلنا مؤذية للشياطين وراح يبيعوهم اياها مشان لما يهاجموهم يكونوا الشياطين اضعف فبيتحمصوا الجدات وكل واحدة منهم تحكي هي رح تكون مسؤولة عن شو وعن مين ومين رح يضموا معهم بينما يستلموا اردان وليزا التعبئة والتغليف يحكي اردان بقلق لليزا طيب بلك واحنا عم بنحاول نعرف سر لعنتي اكتشفنا اسرار سيئة عن هالسد فبتسأله اسرار متل شو فبيقولها انه احنا من نسل الشياطين او اي شي ثاني ولا كيف اسم اسرار موجود باسمي غير لو كنا من نسلهم وفي شي بيننا وبينهم وبيقولها بيكفي انه انتي كنت بقطر وبين ايدان شيطان بيدون ما اعرف فبتمنوا ليزا وبتقول له انت مستحيل تكون من اي شي شي شيطاني لعيك لا تقلق ابدا وبس بدي اياك تبقى معي ورح اضل مليحة فبيخجل وبيحكي لها رح اضل معك دائما المهم اخيرا بتبلش الفطة وبينطلق مفيتسل اول شي للعمل بيفوت للقلعة اول ما يشوفو الشياطين بيستغربوا لانهم سموا عن ابداس واللي صار فيها وانه تخفضت رتبة مفيتسل وبيسألوا عن اللي صار طبعا هو برضو جايهم متنكر على انه بنت وبيحكي لهم انه بزه من ابداس واللي فيها وقرر الى ايله مكان تاني وانه اشترك شي نشاط تجاري كبير رح يخليه غني جدا واجه لقلعتين بما انه مسؤول القلعة لصفر كسول فهو بده يساعد الشياطين بينبهروا وبيسألوا هل فعلا فينا نفط معك بالتجارة وينصير اغنياء اكثر فبيحكي لهم عادي بس لازم تدفعوا شوية رسوم لشراء المواد فبيقولوله للأسف احنا بهالفترة حالتنا صعبة ومو اغنياء فبيقولهم مو مشكلة بقدر ادخلكم معي للشركة ونسحب منكم الاموال بعد تحقيق الارباح وهيك بيقدر مفيتل الشيطان يخضع الشياطين الباقية وبيورجيهم المنتجات اللي بيبيعها وبيقولهم انه فيهم يبيعوهم بمنطقة المقبرة ويحاققوا ربح كبير فبيبالشو الشياطين يتخنقوا كلهم بين بعض لانه كل واحد فيهم بدو اللي ياخد كل المنتجات ويبيعها وهيك ببساطة اول خطوة نجحت بيكونوا اردن وليزا عم بيرقوهم من بعيد وبيحكوا انه صار وقت الخطوة التالية وبتحكي ليزا لاردن هلق صار وقت عملية النصب والاحتياج وبتخبروا انها اختت هالفكرة من عالمها القديم يعني اللي هو عالمنا البشري اللي عاشت فيه اللي بوقتها استغلت الشركات الخداع والنصب للناس المساكين وقدروا يخسروهم كتير اموال وبتقوله بصراحة ما بتوقع اني عشت بعالم جيد بوقتها ولا كنت رح اكون سعيدة غير لو كنت معاك وبتسأله شو كنت رح تكون يا طلب هداك العالم صورتي ولا طيار ولا شو فبيتسأل اتن كيف كان رح يكون العالم لو عشنا بغير مكان ما فيه لا شياطين ولا العنات ما بهمني لو كان عالم سيء بس المهم انه كنت رح اكون فيه مع ليزا بدون اي خوف وبيحكي لها ما بعرف شو كنت رح اكون بس اللي بعرف انه اول شي رح اعمله هو اني الائيكي والشباب صاروا رومانسيين كثير مع بعض المهم بيصير وقت الخطوة التالية وهي انهم يبعثوا رويل لقلعة هيت ويورج الشياطين الباقيين قديش نجح وكم صار معه فلوس سببها البيعات والمنتجات والمستوى اللي يوصل له ويقولهم انهم لازم كمان يستخدموا المنتجات لحتى يعملوا اعلان كافي لالها لحتى الناس تقتنع وتتشجع تشتري وبيخليهم يفوتوا بشك وراب من جهة انهم يخسروا شغلهم ومن جهة تانية حماس وطمع انهم يكتبوا اموال كثيرة وبعد هالخطوة بيخلوا الطرفين يفوتوا بقتال كبير بين بعض يعني المأبرة وقلعة هيت بيقوموا بيحولوا كل الاموال الموجودة بالمأبرة لقلعة هيت والسفارة هالشي بيخلي عضاء المأبرة يفئدوا اعصابهم ويحسوا انه تم خداهم وسرقتهم وهيك بيتجوا كل الشياطين من المأبرة وحتى من جهة تيت كمان وبيبلشوا طالبه لوسيفر يرجع اموالهم طبعا لوسيفر طفل بس مرعب وغضب منهم بسرعة وورجعهم غضب المرعب فخافوا وسكتوا بس لما عرف كمان انه اطباع المأبرة يجوا يطالبوا بفلوسهم فاغرب وصار يسأل عن اي فلوس عم يحكوا وطالب من جيشه يقتلهم لا يتفاجأ انه الكل نايم او تعبان ويخبروا تابعوا سبب منتجات عصرية جربوها فبيسألوا شو هي هالمنتجات فابتظهر له ليسو بتقول له انا بخبرك شو هي بيسألها وانتي مين كمان ان شاء الله فبتحكي له انا الشيطان البشرية ليزا هالستد فبيعلق طبعا من المعلومات الغريبة اللي مراكبة على بعض انتي اللي خفضت رتبة رويا الام فيسل هالجاي كمان لا تعملي نفس الشي معي فبتقوله اطلاقا انا بدي استخدمك وبيدي تكون خادمي طبعا هو بيقولها نعم خادمك وبيبلش يتحاك بشكل السيري وبيقولها وليش بدي اكون خادمك انتي غبية شي انا مو متل رويا ال ما عندي اموال كتير لأفضالك وتقدريني فيهم ولا عندي اسباب يحبوني متل مفيتسل لا تخوفيني اخسرهم ما عندي اي نقطة ضعف لكن ليزا بتبتسم وبتقوله بالعكب عندك نقطة ضعف كبيرة وهي استرود لانك بدك ترجع تحييه وهون بيتفاجأ وبالحقيقة ليزا بحثت كتير عن لوصفر وسألت رويال اكتر عنه وقالها انه ما فيه لهيث اي فايدة ولوصفر بس بيظل ينام حرفيا لكن اللي بيعرفه انه بيحب استرود ونفسه يرجعه وانه استرود اصلا بيتغذى على الكوابيت للاحلام المزعجة الملعبة فبتقول اذا شكله عن بينام كثير لا حتى يغذي استرود او يعرف وينه ولكن استخدمت هالكلمات قدامه يسألها لوصفر كيف هالشي رح يصير بهالوقت بيوصل بيسن وهو محتل الاربع قلاعه التابعة للوصفر وبنعرف انه ليزا راحت وطلبت من بيسن يتعاون معها وانه القلاعه دول رح يكونوا تحت سيطرة هالجد لانه القلاعه خفيرة ما الهم هالاهمية وكمال في خطر عليهم من المقبرة وقبل بيسن على مضد لانه عنده فضول يعرف لوين ليزا وحصد مستعدين يوصلوا وبتحكي ليزا للوصفر رح اخليك خدمي واسيطر عليك واضمن انك ما رح تخني باختصار واذا قبلت رح ارجعلك كل القلاع لا ترجع تكون مسؤول عنهم وما رح تتخفض روتبداك بيفكر بسرعة لوصفر وبيقبل لانه بده يعيد استرود وبيتعادلها بالولاء وهيك بيتم عقد الروح بين ليزا ولوصفر وبينرطوا الاثنان ببعض وما بعرف شو بيحس ايدا لها الموضوع ومن خلال بحث ليزا في الكتب اكتر وتدقيقها على الكلام المكتوب ومساعدة لوصفر لقلهم ادرت ليزا توصل مع اردن للمكان السري الاعظم والاكبر المعبر اللي بيوصل العوالم بين بعض واللي فيه ابعاد مختلفة وضايعة وبيحكي لوصفر انه ليزا على حق وهالمكان هو فجوة بين العوالم وبيتخدموا شكله الشياطين لا ينتقلوا فيه فبتسأله هل ممكن يعلقوا جوه وما يطلعوا فبيقولها اكيد لا الموضوع معقد بس تقريبا بيقدر الشخص يصنع فجوة الخاصة لو كان عنده سحر مناسب وبيحكي له صفر باختصار انه لو فيه ساحر شاطر ممكن يكون بنا فجوة وبعد مثل هيك بيقدر يتلى لعقول الشياطين ويحط افكاره الخاصة فيهم فبيحس اهدا انه ليزا ناوية على مطيبة مثل العادة وبيسألها لوين بدك تروحي فبتقول له انا غبية ليش ما فكرت من قبل بهالموضوع ليش ما بحثت عنه فبيقولها عن مين فبتحكي عن الحكيم العظيم كان لازم نقيته وبتقول انها رح تفوت لالفزوة لا تشوفه فبيسألها اردان بخوف متأكدة رح تفوتي وتلحقي فبتقول له ما بعرف اذا رح اقدر ولا بعرف اذا فيني ارجع بس لو صار اي شي لو صفر رح يسحبني وبتحكي لا اردان باعتمد عليك بحماية هالسد وبتنط لجوه وهي تتسأل هاد البعض اللي بنع الحكيم واللي مليء باشياء من عالم هالقديم وبينما هي عم تتسأل عن القطع الموجودة وكيف انه الحكيم انتقل وكان يطفوخون بتحس انه تفكيرها اختلف وبطل نفس تفكيرها السابق وبتقول انه هادو والرعب بهالمكان انه بينيم افكارك وفضولك والاشياء اللي بدك اياها وبيخليك تفكر باللي بدو اياها الحكيم وبس المهم تقريبا عشوي ليزا بتنسى هي مين وشو جابها اصلا وبتقابل الحكيم تسأله انا مين ووين فبيقولها انتي بفضاء نكراني ذات وكنت عم بستنكي بس المفاجأة انه بعض اللي صار مع ليزا وانها تقريبا تم تصنيفها كشيطان بشرية وتعاونت مع الشياطين بيوصل الامر للامبراطورية اللي بتقرر انها تقبض عليها هي واردن ويحرروا قال شعب هالستد المسكين من ابضتهم وشوفوا مين ما ترقس الجيش الحيوان بيزا ملك الخيانات ما علينا بيكونوا اردن وشعبه كلهم مستعدين للقتال وبيبلش القتال بشراته بس بدون اي قتل لانه بالنهاية هدو البشر ومو شياطين لكن يشعروا جنود هالستد بالارهاق وبيبلشوا يتراجعوا بينما اردن عم بيحاول يزمد لاطول وقت على امل ليزا ترجع مع اجابة سعدهم وفعلا فجأة اخيرا تظهر ليزا مع فالانس للهجوم بيحس اردن بالراحة لما يشوفها بينما بيتفازقوا الجنود اللي جايين مع بيسون وبيحقولوا ما خبرت الامبراطورية انه في التعنانين بهالمكان وهلأ شو رح نعمل وكيف رح نقدر نقاوم بينما ليزا بتحكي لأردن بعد ما تضمه اخيرا جيد وعندي الخطة المناسبة اللي رح تخلي كل شي بصالحنا من هلأ وبيقول بيسون لا تنسحبوه بتوقع انه ليزا عندها شي تخبرنيها بيروح بيسون لا يحكي معهم تسألوا ليزا هل عم بتقاتلنا بأوامر من الامبراطور فبيقولها صح هالكلام فبتقوله بعرف انك تعتبر كمان من شلالة الامبراطور بس برأيك هل هالشي بيسهل نضحي بالأبرياء ونتخانق بين بعض وواضح انه هالشتوية رح تكون قاسية بشكل كبير لهيك احنا بنستسهم طبعا هالكلام بيشل جميع الحاضرين بدون اي استثناء وما حدا بيفهم اللي عملته وهيك تقبل ليزا واردن ياخدوهم معهم للأصر الامبراطوري ولما بيعتقلوهم وبياخدوهم بالعربة بيحتباسهم لليزا وهلأ خبريني كيف بتنوي تسقط الامبراطور فبتقوله ليزا مثل ما توقعت طلعت انسان ذكي وكنت عارفة انك مو بصف الامبراطور من الاساس وبتخبره بالخطة وفعلا بيوصل بيتا على حطانه وهو ماسك ليزا وهالستاد والكل بيحييه وبيهتف للامبراطور اللي انقذهم من الساحرة الشيطانة وزوجها بيستقبلو الامبراطور وبيقولو عملت انجاز عظيم فكيف بتحب اكافك عليه فبيقولو بيتون بما اني ابطت على ليزا واردن هالشي بيعني انو كل املاكهم واطبعهم صاروا تحت امرتي ليك بتمنى منك ترفع منصبي فبيقولو الملك تمام رح احائقلك هالشي ورح تصير القائد الاعلى هل في شي تاني بدك يا فبتوتر بيقولو بيسون بدي تخلي تتويجي بكرة مع عقابهم فبيسالوا ليش فبيقول بيسون لانو هيك رح نوصل رسالة قوية من سيادتك للجميع انو مع حدا يسترجي يلعب ضدد المهم بيكونوا اردن وليزا بستجن وقعدين عم يحكوا عن التلج اللي بالعاصمة وكيف انو خفيف ولطيف بعكس هالشيد لكن ليزا بتقولو انا بحب التلج لانو متناسق مع طبيعتنا الحلوة وقلوبنا كمان وبتطلب منو يوثق فيها ويصدق اللي رح تعمله لو شو ما كان فبيقولها اكيد كلي دقى فيكي طيب احكيلو ولا تخلي متفاجئ لكن الواضح انو اللي خايف من خطة ليزا هي ليزا نفسها بيمتكوهم وبياخدوهم ليعدموهم بينما بيسن والملك وراهم وعم يعلنوا عن عقوبتهم بتكون ليزا خايفة جدا وبيعلن الملك انو بسبب اخلاص بيسن الكبير وابضع على الساحرة وزوجها رح يتم تعينه كقائد اعلى وهلقوا قدامكم طبعا كمان كل ممتلكات هالستاد صارت لبيسن الكل بيهتف وبيحيل كونت بيسن على انجازها وبيتحمسوا لعقابها الساحرة الشديرة وزوجها وبصراحة ما فينا ننكر انو في بليزا شارمه طبيعي بس معلش بتضل بطلتنا الحلوة وهيك بيعين الملك بيسن كقائد اعلى وبيعطيه حركة الساد المهم يتعهد بيسن بالولاء والاخلاص للمملكة وانو يقوم بواجبه على اكمل وجه وبيطلب من الارواح بتساعده وبرعه بكثير الكل بيهتف عادمه الساحرة وعبطت الشياطين وما بعرف شو وابتعلى الاصوات فهينا مليزا بتقول انو لو كان الكلام صحيح فالمفروض هلأ اللعنة تكون انشالت عن اردن وبنعرف شو اللي يصار بينها وبين لقاءها مع الحكيم الاكبر لما قالها عم بستنعكي فاجأت كثير وسألته كيف هالشي وطالبت منه يخبرها بطريقة ليقدروا يكسروا فيها لعنة استرد فورجهت طريقة بعيونها وقالها انو كل شي بلش من لما صارت حرب السماء والشر بوقته قال اتحدوا الملائكة مع البشر للقضاء على الشر والشياطين وكان النصر حليف لقلهم لغاية ما تعرضت الملائكة للخيانة من البشر تنصدم ليذا وبتشوف شكل الخائن وهو واحد من اجداد الامبراطور اللي اطمع بالمال والسلطة والمجد اللي الشياطين اغرطوا فيهم يعني المساكين الملائكة اللي خاضوا الحرب كرمال البشر انخانوا من قبال البشر نفسهم ومع هيك قرروا هو الحكيم الاكبر اللي هو الملائك ورئيس الملائكة الثاني يستخدموا اجسادهم وقوتهم كلها لحتى يفصلوا روح استرود عن جسده بعد ما تم سرقة السيف منهم وهيك اختفوا هم واجسادهم كل شي بيخصهم دينهو لكن استرود كانت قوته مرعبة خصوصا بعد اللي يصار لهم ما قدروا يواجهو بشدة وظل يقاوم لغاية ما حظ انه رح يخزر بوقته ردت عبارات لعنات نشرت الظلام بشكل مخيف بوقته كان متبقب من الملائكة واحد اسمه مايكل كان المفروض ينهي الختم بس اللعنات اللي استخدمها استرود خلته بحالة سيئة جدا دمرته وخلته يفقت ذاكرته ويعاني كثير نسي سبب وجوده ونسي انه موجود اصلا وفكر حاله شي مقرر متير للاشمئزاز وهرب وعاش بالشمال متخفي وحارب هناك وعاش كبشري بما انه ما ضل حدا من رؤساء الملائكة يخبره بالحقيقة عاش مظلوم وقته تقدر ليزا تفهم الصدمة الكاريتية انه اردن من سلالة مايكل وتفهم سر جماله المطبيعي وفوق الاعتياضي وقوته المخيفة وبتتحمس كثير وتقول لازم الكل يعرف بهالموضوع بس لسه لعنة اردن موجوده تبيقولها الحكيم انه بشكل غريب شكله وشعره يسبحوا ليزا تماما انه لازم تفهم انهم ما قتلوا استرود وبالتالي هو لسه موجود وهم بس ختموه وحبسوه ولعف الحكيم عمل هالفراغ لحتى يخلي جسده موجود فيه ويقابل الشخص اللي رح ينقذ احفاد مايكل وللأسف انحبس كمان بهالبعد للأبد وبيقول كمان انه عمل الكتاب لحتى يساعد حتى الشخص المحطم نفسه يعني ليزا الضائعة والتيها اللي عم بتدور على سعادتها وبتحكي ليزا رح ازيل لعنة هالسد فبيقولها هالشي مستحيل تقريبا لانه الامبراطور وصلالته ما عم بيخلونا نقترب ابدا من سيف النسيانة الخاص بالملائكة بس ما هيك ممكن يكون فيه حل وساطه ولما بيمتك باسم السيف وبيجهزه لأسل ادن اللي بيكون مرعوب انه ليزا وان القطة راسي رح يطير كمان شوي بيوصل صاحب ناتلين فالنس وبيفاجئ كل الحاضرين الكل بيحس برعب خصوصا ابو الشعر اخضر والامبراطور اللي بيقول انه هاد مبعوث ملكي وكل عمره كان بيفكره مجرد اسطورة وحتى ليزا بتنصدم انه فالنس صار كبير لهالدرجة فهاللحظات بيستغل بيسون الضجة وبيفك ايدان اردن اللي بينط باتجاه سيف النسيان اللي حامله الملك بينما بنشوف ابو شعر اخضر طلع تقريبا استرود جواه وبيسحب اردن السيف وبيتفاجئ كتير لما يمثكه لانه حاس هالسيف بينتميله من زمان وانه في قوة عجيبة بيسرخ استرود هاد وبيحاول يهدي حاله انه لسه لعنته موجودة بالتالي ما في قوة لاردن تقدر تقضي عليه وبتبلش ليزا تحكي مع استرود وتقوله استسلم لانك وقعت يا سيد الشياطين لكنه بيقولها مستحيل فبتقوله اعمل عقد معي فبيبلش يضحك وبيقولها عقد شو اذا انا فائد روحي فبتقوله راح نرجع لك ياها وبينقض اردن عليه وبيطعنه وبيزرخوا الناس انه الشرير اردن ازال الكاهن الاعلى لكن فجأة بيشوفوا الشكل غريب عم يظهر من الكاهن وعم يكبر كل دقيقة وفيه بيلاقوا كل الارواح اللي ماتت على مدار عصور بالامبراطورية وبتقولهم ليزا هذا هو الشكل الحقيقي وهو مو كاهن اعظم ولا بطيخ هو بس استولى على جسده من زمان واعتاش على اكل ارواح البشر وخضع الامبراطورية لسنوات طويلة المهم بيبلش استرود يحكي معها وبيقولها شكرا على المساعدة حكارتي بدك تعملي عقد معي شو اللي بدك اياه؟ ومتاكدة انك مستعدة تتحملي نيراني ولهبي وانت بتعرفي سر هالستاد الحقيقي تحكي له ليزا ان نيران بطل تتخوفني وبطل في شي ممكن تهددني فيه وانا رح اعمل عقد معك لو شو ما كانت النتيجة بينما اردن مصدوم بيحمل استرود ليزا لفوق بوسط النيران وفجأة بيلقوهم الاثنان اختفوا يدمر اردن وبيصرخ وبينهار وهو ينادي على ليزا وبيبكي وبيضرب زافه بالارض بينما بيكون في احتفالات مريضة تاخل استرود من البشر والشياطين انه استرود رجع واخيرا بنشوف هالشيطان المرعب اللي بيعود مع ليزا وبيسألها شو اللي بدكي اياه وهذا هو الشكل استرود فبتقول له بدي لعنة هالستاد طبعا بعرف انه ما فيك تفكها لانك بتخاف من قوة مايكل واللي رح يعمله لهيك ما عم بطلب منك تكسر اللعنة كل اللي بدي اياه هو انك تنقل ملكيتها من ملكيتك لقلي بيستغرب استرود وبيقولها وانا شو رح استفيد لو عملت لك هيك شي فبتقول له رح ادامر الشي اللي انت خايف منه اكتر شي وهو زيف النسيان ورح احطم قوته فبيسأله كيف رح تعملي هيك فبتقول له انا زوجة الوريد الوحيد لها استاد حاليا رح انهم يحصلوا على قلب جديد يعني ما رح اجيب اي اطفال بالتالي بوقتها رح تنتي سلالة هالستاد وهيك حتموت قلوبهم وما حتتتواجد على الارض اكتر مع السيف فبيعجاب استرود كتير بالفكرة وبيقولها اي خطة شريرة وماكرة وعجيبة بس ليش بدك اللعنة لو ما قدمت لي جواب مقنع ما رح اسلمك ياها فبيتقول له ما اتوقع بدك تسمع جوابي فبيقولها جربيني فبتحكيله لانه بحب ايردن كتير لدرجة اني مستعدة اخون كل البشرية كرماله وبدي تكون اخر لحظات حياته ملكي وبايدي انا فبيبتسم استرود وبيقولها عن جد انتو البشر ما بفهمكم ابدا يعني فيني اقدم ليك كل السلطة والمال وانتي عم تطلبي جسم انسان حتى لو ميت طيب هالعقد بيحتاج شاهد فالفي شيطان ممكن يشهد ليك فبيدهر له سفر وبيقول له انا وبيسألهم اذا يبلش بالتحضيرات بينما بينتبهوا ايردن وبايسن على الضوء اللي طلع من الارض مكان السيف وبيلقوه صدع غريب فجأة بيسمع ايردن من هالمكان صوت ليزا وهي عمزح كمع استرود بيبلش يضرب المكان ويقول انه هالشي ريحه بس ليش حاجس انه ليزا هتفضل موجودة وبيقول ريح اوفي بوعدي لقيك ريح الحقك لاخر العالم اما ليزا واسرود فبيتفقوا مع بعض انه ريح ينقلي لهاللعنة مقابل انها ما تجيب اي اطفال اضافيين لهالصد والدمر السيف ولو كسرت العقد رح تدفع التمن بروحها وترجع اللعنة لأسترود وبيوقعوا بشكل غريب على عيون بعض ولكن فجأة يسمعوا صوت وبيلقوا المكان عم يتكسر واردن ظهر حامل السيف المهم تتفاجأ ليزا انه وصل بينما بينصدم استرود بانه كيف ايردن قدر يكسر المكان المحصن المهم الاغرب من كل هاد انه بيبلش الشياطين يعكلوا باسرود وهو عم يتمزع ويسألهم شو عم تعملوا فبيقولوله انت خدعتنا لعنة الملائكة تمكسرها وهو عم بيموت بيكون عم يتسأل كيف صار هالشي واردن بيحس بقلم بقلبه فبتمسكه ليزا وتسأله اذا الوجع كبير فبيقولها كأنه شي عم ينزح منه فبتقوله مبروك اللعنة انكسرت بينصدم ايدن وبيقولها كيف صار هالشي فبتحكي له كله بسببك سبب ورقة التبني اللي قدمت ليها وبنعرف من لوسيفر انه ليزا غيرت اسمها بورقة قدمي لها ياها ايدن لكنها وقعت مع اسرد على عقد تحت اسم ليزا غري هالشيد وبما انه تغير اسمها وفعلت اسم ليزا هالشيد صار كأنه العقد واللعنة انتقلت لحده مو موجود بالتالي اختفت وبيحكي لهم انه صح اللعنة طلعت من قلب ايدن بس لسه رح تحاول ترجع لعيلة هالشيد في حال كان فيه اي شخص من سولارة هالشيد اسمه غري يعني لو اجتمع اسم غري مع هالشيد رح تفط له اللعنة وترجع يتم تناقلها وانه صعبه شي يصير لانه استرد تقطع وانتهى ومو باقي منه غير هالنقطة فبيحكي له ايدن بس هالنقطة معبه هي الشر وظلام كيف بتضمن ما ترجع تتفعل فبيعكل الجزء المتباقي وبيقوله اخيرا رح اقدر اهرب من استرد وظله اللي لاحقني واستنزفني كل هالسنين يعني المسكين لوسيفار طلع بده يهرب منه ومو يرجعه وبيقولها انه عالم الشياطين بيخوف والكل رح يكون بيتسابق ليلاء الجزء المتباقي من استرد بسبب القوة بس هلا هو بيمتلكه وابصر ترجع تنعاد الحرب بين الملائكة والشياطين اولاء فبيسأل ايردن ملائكة شوه فبيقوله لوسيفار سيدتي رح تخبرك وهلا صار وقت الوضاع وبنكتشف انه لوسيفار من البداية كان فهم وعارف كل اللي بدها يا ليزا واتماشى معها وبيقولها رح ارجع لحياة المملة اكل ونوم وهيكي بيتوطعه هالتنين للأبد وبعدنا تنتهي وتنكسر اللعنة بيرجع فالانس الذاكرة لأيردن وبيظهر ايردن قدام الجميع على هيئة ملاك بيتفاجأ الكل وبيحكون خدعنا وطلعنا اغبياء وكنا رح نقتل الملاك اللي حمانا وما بعرف شو تركض ليزا لعنده وهو بيتأثر كتير بالموقف وبيقولها اخيرا خلاص انتها الموضوع وبيضموا بعض وهم حاسين ابتعادة كبيرة ولما يعرف انه هو طلع ملاك بيدوخ من الصدمة والاكثر مبازئة للكل هو جماله والشكل وجهه وسامته لدرجة تابعته بتبكي انها عاشت هاللحظة ولما يشوف ادم شكله ينشال بالزيادة انه كيف طلع بها الجمال وبتحكي له ليزا ترى كل الوقت كنت حلو هيك لكن سبب اللعنة كنت تشوف حالك مشوه وتشعر بشي مو حقيقي الموهان وهم عم يتناقشوا بهالكلام توصل الامبراطورة مع بنتها واللي ما كان لهم زنب اللي يصار وبتكون الامة الان شوي على بنتها وانها رح تورث العرش وخايفة من الفتن اللي رح تصير وغيره كتير وما بيعرفوا بشو ممكن يساعدوها لكن فجأة هاي التابعة أليسون بتخبرهم بحقائق صادمة انها بتعرف شخص لسه من جلالة الملك احق بالحكم هلأ لغاية ما تكبر دافني بنت الامبراطور وبتقولهم انها اخت الامبراطور لصغيرة اللي هربت من بطشو ومن والدها لما اكتشفوا حقيقة أسترود لكن المفاجأة الاكبر مو هون وانما انها السيدة اللي بتحكي عنها أليسون هي أليكسا وطبعا تخيلوا الصدمة معنا المهم وهيك بيمر عام على الهدوء والسلام وعلاقة أردن وليزا الحلوة ولا طافتهم وثقته اللي أخيرا رجعته وخجل ليزا كل مرة بتشوفه فيها من وسانته وكل الناس تقبلوا فرحوا وجود ملاك ما هم على الأرض أما ليزا وأردن فبانتظار مولودهم الأول وصارت هي ويا كل ما بدهم يطلعوا شي رحلة للأمر بما انه بيمتلك الأجمحة وبهيك بنكون وصلنا لنهاية حكاية ليزا وأردن حاذا تخيلكوا لها الجمال بس عندي سؤال واحد لما نولد أردن أمه وغيره ما شفوه وعرفو شكله ما علينا حنمشي لهم إياها شو رعيكم بالحكاية وهل بتحبوا نلخص حكاية برضو من العطر الفكتوري ولا عطرية اكتبونا بالتعليقات بنشوفكم بملخص جديد ولوقتا رائعون على شكرا